اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن انجح المواسل وده اللي هنتكلم معا مع ضيوفنا الكبار ان شاء الله لما يوصلوا ان شاء الله هتشوفوا قد ايه استنادي كانت صعبة جدا قد ايه استنادي كانت مليانة برغبات واتموح لعيبة واتموح جمهور وقد ايه اللي تحقق وقد ايه اللي باقي يعني الحمد لله رب العالمين النتيجة حتى الان مية في المية نتمنى ان شاء الله فيه امل طالما فيه لسه مباريات وبالحسابات لسه الموقف ما تحسامش فيه امل ان شاء الله لحد اخر لحظة احنا ورا لعبتنا لحد اخر لحظة ورا المنظومة كلها لحد اخر ثانية من ماتشات الدول العام عايز اتكلم على حاجة سريعا بس طبعا بنتابع كلنا البرامج الرياضية وبصراحة تقعد تلاقي فيه اخبار كده تستفزك شوية طبعا ما تستفزناش كالجمهور نادي اهل ان احنا جمهور واعي شوية او واعي قوي يعني وقت صعب جدا بيعود يقولوا ايه ان مش عارف فلان الفلاني هيجدد فلان الفلاني حيمشي اه قالك مثلا الفترة الفاتت ده الاهلي بيفاعد علي معلول للتوقيع على عقد جديد قبل السفر لتونس وانضمام وانتخب بلاده طب هل من المنطق في خلي بالك بنتكلم على النادي الاهلي وما ادراكا ما النادي الاهلي كلنا عارفين النادي الاهلي هل من المنطق في ظل ضغط المباريات دي وظروف الصعبة دي النادي الاهلي سيقعد ويشغل باله بحاجات خلي بالكم علي معلول نقص له سنة لسة علي معلول نقص له سنة وقت اللي هو المهم وفيه حسم الدوري و هنشغل بالنا طبعا علي معلول اللعيب كبير وطبعا اكيد فيه وقت فيه وقت في النادي الاهلي للكلام ده فيه وقت للكلام ده ولكن الارتباط ما زال قائم بين الاهلي وعلي معلول وعلي معلول نجحته معظمة كانت في النادي الأهلي علي معلول لعيب كبير إنما علي معلول نادي الأهلي عمله كتير علي معلول عمل إنجازات في النادي الأهلي ومحدش يقدر ينكر إنجازاته ولكن النادي الأهلي تقلل علي معلول تقلل أي لعيب مش بالسهولة فك الارتباط بين علي معلول وبين النادي الأهلي خصوصا إن علي معلول عارف قيمة النادي الأهلي وعلي معلول عارف أمته عند النادي الأهلي وجماهيره وإحنا كأهلوية إدارة وجماهيره ولعبة قديمة عارفين قد إيه علي معلول بيحب الأهلي ومرتبط بالنادي يعني مفيش مشكلة أنا بالنسبة لي يعني تربطني بعلي علاقة شخصية لأنه جاري والراجل يعني مش عايز أقول لكم بيحب الأهلي كأنه متربي في الأهلي كأنه موجود في النادي الأهلي من ما هو صغير هو عارف فضل الأهلي عليه بعد ربنا طبعا فإنت بتيجي دلوقتي في الأوقات دي وعايز تشتتني وعايز تبعدني عن حاجات كتير هو الفترة دي فترة صعبة جدا فترة صعبة جدا كلنا بنتكلم في البرامج النديق فترة صعبة جدا ولكن إحنا في الوقت ده بنركز على حاجة واحدة بس البطولة اللي إحنا فيها صعبنا الأمور على نفسنا صعبنا الأمور على نفسنا عادي بتحصل أنا بقول لحضراتكم إن الموسم ده من أنجح المواسم في تاريخ النادي الأهلي وحنجيبها بالأرقام إن شاء الله ما عادي وفنا الكبار حنجيبها بالأرقام الموضوع بس اللي أنا عايز أقوله التوقيت نفسه يعني حتى لما تفكر كده يعني عدم منطقية إزاي في الوقت دوت أنا آجي وأنا أصلا في موقف صعب جدا وبدور على إني أرجع تاني ونفس وكمل وتصدر الدولي في آخر أربع محطات أو آخر أربع مباريات وأشغل بالي بحاجات تانية يا فيه حاجات مهمة طبعا بس التوقيت ده التركيز كله في البطولة اللي أنا فيها دلوقتي أنا عندي أصلا كل 48 ساعة ماتش وما هيعود حتى المسؤولين حتى اللعيبة هيعودوا إزاي مع بعض إمتى ده مستر موسماني نفسه ما بيلحقش يصحح أخطاء يعني كل كل الكلام بتاعه بيبقى تقريبا يا كلام نفسي يا إما على الصبورة بس أوما أنا أشتت اللاعب وأشتت اللعيبة وأتفاوض هو ده شغل ده مش شغل إداري صح مش شغل إداري صح إلا لو فيه ناس تانية ناس ثانية بتعمل الكلام ده النادي الأهلي لا الأهلي ما بيعملش كده النادي الأهلي عودنا على حاجة معينة كل حاجة في وقتها لا قبل ولا بعد هو ده النادي الأهلي هو ده النادي الأهلي يمكن الناس تقولك كده ليه لأن بيبقى فيه كلام تعاصر مفاوضات ما عندها تانية مع لعابتها ما فيش فلوس لا يوى سابتك ومشيت فقال لك إيه أرمي حتة علي معلول أشغل بها الناس أشغلهم عن البيت المتشات الدوري لا تركيز كله تركيز كل الفترة دي في الأربع مرات اللي جايين جمهور الجهزة فنية لعيبة إلعبوا غيرها كلام ده ما بيخشش على جماهير النادي الأهلي من الأخبار اللي استقفتني كمان يعني كل ما بص على الخبر ده أنا أعد أضحك خبر كل أسبوع تلاقيين نازل حد بيقوله نازل في جريدة معينة نازل في موقع معين مالوش أي أساس من الصحة ولا حد أصلا بيفكر فيه كل شوية يقول لك إيه وليد سليمان هاعتزل طب وليد سليمان بيفكر يعتزل بعد ما أخذنا بطولة أفريقيا أخذنا بطولة أفريقيا وليد سليمان معتزلش ما كانش بيفكر وليد سليمان هاعتزل نهاية الموسم طب نεقى السناءات المتشات يعني وليد سليمان يعتزل وده آخر موسم خبر يعني زهقتونا منه زهقتونا خبر مكرر مئة مرة مش مرة واحدة كل شوية يقولك ايه ده النادي الاهلي اكبر وليد سليمان على الاعتزال ليه يعني النادي الاهلي بيكبر ليه وليد سليمان على الاعتزال اديني سبب يقولك هو اصلي مش قادر طيب هو لما كان قادر كان الراجل بينزله ليه اه كان بيستعين في فترات الشوت الثاني لو هو مش قادر بيحطه في الفرقة ليه حاجات بتصير الجدل وانتو عارفين الشائعات دي في التوقيت ده مش ممكن تلاقيها الا ضد النادي الاهلي الا ضد النادي الاهلي ليه اسأل نفسك ليه كلنا طبعا عارفين الكلام ده بيتقال علشان يأثروا على لعبة النادي الاهلي يأثروا ويشتتوا جمهور النادي الاهلي لا الاهلي غير وعنفضل نقول الاهلي غير وانتو عارفين ان الاهلي غير اللي بيقولوا الاشعات دي الاهلي غير لو الكلام ده موجود في أندية معينة لا، الأهلي غير الأهلي كله بيتعلم منه مع احترامي الجميع الأندية الأهلي نموذج يحتزى به كل الفرقة بتتعلم منه نظام، التزام، مبادئ كل حاجة نجحة في المنظومة في النادي الأهلي توقيت معين لكل حاجة وبتتناقش في الوقت اللي الناس المسؤولة بتشوف الكلام دوت إمتى وتعمله مش أي كلام زي ما بقيت زي ما بعض الأندية بتعمل ان انت في وص الموسم لعيب ما خدش فلوسه يقوم مقموس، يقوم يقعد، يقوم يجيبوه طب نتحايل عليك، طب نطبطب عليك طب يقعد يقول لهم ده أنا جايلي عقود وجايلي مش عارف مين هيعمل الكلام ده مش موجود في النادي الأهلي عارف اللي كان بيقول كده يقولوله إيه؟ طيب ماشي، احنا مش هنتكلم دلوقتي في آخر الموسم ساعدتك عايز تمشي تفضل حضرتها كثير أنا حضرتها كثير في النادي الأهلي اللي مش عايز النادي الأهلي النادي الأهلي ما بيعزوش مش هتقدروا تأثروا على النادي الأهلي احنا صحيح ما بنتكلمش ومش هنتكلم لا بنتكلم ولا حنتكلم لأن دي طبعتنا احنا بنتكلم في الملعب بنتكلم بطولات حتى حتى لقدر الله لو بطولة الدورة تي لقدر الله ضاعت برضو إحنا بطولات مفيش منافسة مفيش منافسة أنا أنا معليش أنا أنا يعني حاسس إن أنا مقصر في حق النادي الأهلي أنا حاسس إن أنا مقصر في حق النادي الأهلي لما بقول إن فيه نفسين أو فيه منافس النادي الأهلي لا أنا آسف أنا آسف أنا آسف لجماهير النادي الأهلي في نادي تاني أو أندية تانية غير النادي الأهلي إنما ما فيش منافس للنادي الأهلي هتقول لي يا عم لاش الكلام دوت دلوقتي يا سيدي ماشي إحنا زي ما بنقول كده إحنا مركزين في حاجة واحدة بس في أمل لحد آخر ثانية إنما أنا بتكلم وقائع يعني فريق اللي هو يجي بعضية في الترتيب في عدد بطولات الدوري من هنا لمدة 30 سنة لو خد الدوري في 30 سنة ديت وراء بعض يجبني يجبني 30 سنة فين المنافسة أنا مش عايزة شت مش عايزة شت وهي أطلع عن تركزنا في الثلاثة أربعة مشات الفضلية نادي الأهلي ماشي في سكيته حتى وإن ضعت بطولة عادي عادي اللي قريب مني أنا ضعفه تتكلم على دوري شفنا المقارنة تتكلم على كاس برضو يعني السكة طويلة تتكلم على إيه تاني كاس عالم فيش حد بيروحها غير النادي الأهلي حتى الآن نتمنى أن فرق تانية تروح ولكن لحد دلوقتي هو النادي الأهلي النادي الأهلي عارف سكته عارف طريقه أنا ما بقولش الكلام ده علشان تقول لي هو ده وقته لا أنا ما بقولش الكلام ده علشان أقولك ده وقته أو حضريك تقول لي ده وقته لا إحنا مركزين ولكن أنا بتكلم على وقائع وحقائق نادي الأهلي عنده نظام عنده أسس عنده مبادئ عنده تقاليد بيطبقها على الكبير وعلى الصغير وكل كبير وكل صغير في النادي الأهلي عارف دوره إيه محدش بياخد دور حد إحنا عندنا تخصصات عشان كده الأمر ماشي صح في حدها التانية الأمر مش ماشي صح لأن ولا بلاش عايز أقول لكم على حاجة عايزين توصلوا لللي وصلوا النادي الأهلي مش هتقدروا غير بعد سنين كتيرة عايزين تتعلموا حاجة من النادي الأهلي ونجاحات النادي الأهلي حاولوا تقلدوه يمكن تنجح يمكن يكون فيه نجاح لأن منظومة الرياضة في مصر أساسها أساس النجاح النادي الأهلي ما تحاولش تجريني معاك ما تحاولش ترجعني لورا لأن مش ده النادي الأهلي لأ تعال انت معي واشدك أنا معي قدام أنا أخذ فيك سواب ده أنا عايز أكتيجي معايا قرب مني شوية على أقل وقتها الرياضة المصرية يمكن تتحسن شوية ونشوف نجاحات أكتر ونشوف أنت ده تخش يمكن مع النادي الأهلي شوية مش كل حاجة للنادي الأهلي وبس أتمنى أتمنى طبعا إن حتى يبقى فيه روح للمنافسة شوية نروح بقى نتكلم على بطولة الدورة الممتاز وماتش النهاردة بطولة اللي تقريبا خلاص إحنا بنتكلم على أربع مباريات خلينا اتفق مع كلام الكابتن سالعب الحفيظ مدير الكورة في النادي الأهلي لما قالك فيه 360 دقيقة من عمر المسابق لهم ألا أربع ماشات للفضليين الكورة علمتنا حاجة سواء ليا أو للخص عشان برضو نكون منصفين من الوارد من الوارد في الأربع ماشات دي يحصل أي حاجة مش الأربع ماشات يعني أنا الكورة علمتني إن في ثانية ممكن تتغير الأوضاع في ثانية ممكن تتغير الأوضاع وكورة فيها كل حاجة إحنا كل اللي إحنا بنقوله وإن إحنا عايزينه نمشي في طريقنا تركزنا في اللي جاي في اللي خصنا بس تركزنا في اللي خصنا بس كل الفرق محترمة كل الفرق بتدفع عن اسمها وتاريخها ما بنقولش حاجة على حد خالص الأربع ماشات اللي جاية ممكن يكون فيها كتير في الملعب كتير في الملعب ممكن يكون فيها مفاجئات آه ممكن يكون فيها مفاجئات إحنا فقدنا نقاط؟ آه فعلا لم نكن نستحق فقدنا؟ فعلا بقدينا وبقدينا غيرنا بقدينا ومش بقدينا يمكن أنا اتفرجت على الكابتن إسلام الفترة الفتت كان كل يوم تقريباً بيجيب عدد النقاط اللي ضاعت من النادي الأهلي وكذلك موانساعد القيعي والأستاذ إبراهيم المنيسي عدد النقاط اللي ضاعت من النادي الأهلي السنادي بفعل فاعد مش هتكلم على الغير خليني أنا كده في الكلام دوت أنا بتكلم عن النادي الأهلي بس مايش زعوا بالغير النقاط اللي إحنا فقدناها سيبك من اللي إحنا إحنا عارفين إن إحنا عندنا أخطاء في أخطاء فقدنا بسببها نقاط صحيح إنما النقاط اللي إحنا فقدناها بفعل فاعل بأخطاء تحكمية غير مقصودة ما بقولش إنها مقصودة غير مقصودة كانت زمانها كسبتنا الدوري مبادر ولكن خلاص قدر الله أو ما شافعها وضع الطبيعي الوضع الطبيعي دلوقتي إن إحنا نمشي في اتجاهنا أو نمشي في الطريق خلاص نقاط في الطريق في السكة أربع ماتشات كل يومين ثلاثة ماتش ولكن المفاجآت وردة هنقعد نلعب إن شاء الله بإذن الله نتمنى التوفيه من ربنا والمكسب وكلنا ثقة في الجهاز الفني واللعيبة المكسب لأربع ماتشات دية على أمل تعصر نادي الزمالك تعصر نادي الزمالك مش حقول المنافس فيش منافس النادي الأهلي أنا حقول لنادي الزمالك المهم اللي أنا عايز أقوله طالما لسه في مباريات وتالما فارق النقاط مش كبير وأكبر من الماتشات اللي فضلة فيه أمل لحد الآخر الجمهور كلنا في التوقيت ده وراء فرقتنا كلنا وراء فرقتنا خلاص بقى مش هنتكلم عن سلبيات ومش هنتكلم نبص ورانا وإحنا ضيعنا نقطتين مش عارف فين وضيعنا نقطتين خلاص الكلام ده حصل وخلص نبص بقى للفترة اللي جاية الأربع ماتشات اللي جايين ندعم الفرقة وراهم نشجعهم نديهم الأمل هم مش محتاجين دوافع لأن الموقف ده مش محتاج انك انت يعني تدوس على اللعيب وتقول له انت لازم تعمل كذا هو حاسس من نفسه فانيلا اللي هو لابسها دي أكبر دافع ليه اسم النادي الأهلي أكبر دافع ليه الموقف اللي هو فيه دلوقتي أكبر دافع ليه البطولة اللي احنا بنلعب عليها أكبر دافع ليه خلاص احنا في المراحل الأخيرة هتكلمني عن الدوافع لا الدوافع موجودة مفيش حد يقدر يعمل اللعيبة دي دوافع إنما اللي احنا نقدر نعمله لهم نساندهم ندعمهم ما نتكلمش عن السلبيات في التوقيت دوا التوقيت ده كله عايز دعم كله عايز مساندة والكلام ده كله من بعد ربنا جمهورنا الكبير اللي احنا طول عمرنا بنتكلم عنه إنه هو صانع نصر النادي الأهلي رقم واحد جمهور النادي الأهلي العظيم تعالوا بقى نتطمن على الفريق ونروح لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي طمننا على استعداد الفريق قبل مباراة طلاق على الجيش النهار فضل شريف تعالوا بقى نتطمن على الفريق الآن يا كابتن أيمان بكلمك أو بطلع معاك هوا من القاعة المحاضرات اللي انتهت منذ قليل القاعة اللي أعلن فيها مستر بيتسو موسماني التشكيل اللي هيخوض بي لقاء طلاق على الجيش ويمكن النادي الأهلي في المحاضرة اللي بتسبق المباراة اللي بيعلم فيها التشكيل بيتكلم مستر بيتسو موسماني عن التشكيل وكمان بيبقى فيه كمان محاضرة فيديو صغيرة جدا بيتكلم فيها برضو عن التكتيك اللي عاوز يلعبه فيه مباراة اليوم أمام فريق طلاق على الجيش يا رب بإذن الله يكون التوفيق اليوم من نصيب النادي الأهلي النادي الأهلي بدأ يومه في الحادية عشر صواحا في وجبة الفطار وممكن الغداء كان فيه السالسة عصرا وكاينة المحاضرة في الخامسة والنصف ممكن فندوق الإقامة بيبعد عن استاد اللقاء حوالي خمسة وعشرين دقيقة يا رب بإذن الله يكون اليوم يوم سعيد لكل جماهير النادي الأهلي طبعا بيحكم اللقاء اليوم الكابتن إبراهيم نور الدين يا رب بإذن الله يكون موفق ويدي الفرقين كامل العدالة التحكمية حكم الفار اليوم الكابتن محمود بسيوني يا رب بإذن الله يكون موفق لأن الفترة الأخيرة النادي الأهلي تعرض لظلم شديد مع حكام الفار يا رب النهاردة يكون موفق ويدي الفريقين العدالة التحكمية في غرفة الفار ومحدش خالص يتظلم اليوم وبإذن الله النهاردة النادي الأهلي يقدم لقاء والأروع والأجمل ويفوز على فريق كبير هو فريق طلاعع الجيش النهاردة غيابات النادي الأهلي السلية وبدر بنون ومحمد شريف محمد شريف اللي بفرحت طبعا كابتن أيمان محمد شريف هيشارك بكرة في جزء من مران النادي الأهلي وبعد بكرة بإذن الله يشارك في جزء أكبر فبإذن الله بإذن الله بإذن الله محمد شريف يكون لي دور في المباريات المقبلة مع النادي الأهلي دي كلك أوليسنا قبل لقاء الأهلي وطلاعع الجيش اللي هتكون في التاسعة مساء يا رب بإذن الله يا رب بإذن الله يكون اليوم يوم سعيد لكل جماهير النادي الأهلي ونفوز على فريق طلاعع الجيش أعود لكم جديد كابتن أيمان شكرا جزيلا الزميل العديد شريف شعبان زي ما شفته طبعا الأجواء كلها إن شاء الله مهيئة بإذن الله رب العالمين لأداء ممتاز من النادي الأهلي وإن شاء الله التلات نقاط للنادي الأهلي طبعا بنتكلم على فريق كبير زي فريق طلاعع الجيش يمكن عنده شوية مشاكل في حراس المرمة وخاط الدفاع ولكن هو من الفرق اللي مسك نفسها ما عندهش ضغوط النهاردة يلعب عليه يعني هو النهاردة بيلعب بكل أرياحية بيلعب لتحسين المراكز بيلعب للشهرة بيلعب قدام النادي الأهلي علشان يوريا نفسه هو أولاعبته أنا بلعب قدام النادي الأهلي أنا ما إيلش عن النادي الأهلي ما عنديش ضغوط الجامده اللي هي على لعيب النادي الأهلي لفترة دات فهو بالنسباله مفيش حاجة هتبقى صعبة قوي السعوبات والضغطات كلها على فرقة النادي الآلي وده اللي حنقشه مع نجومنا الكبار اللي حيشرفونا النهاردة نروح للفاصل ونرجع بقى نستقبل نجومنا الكبار كابتن علاء ميهوب، كابتن أسامة عرابي، كابتن أحمد بلال وكابتن أسامة حسني أرجوكم انتظرون اشتركوا في القناة 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 في مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة البطولة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خمسين في القناة اشتركوا في القناة معنا اشتركوا في القناة رقم واحد كبطل اشتركوا في القناة 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 كم كبير جداً جداً من الضغطات اللي يتخليك مش في الموقف ده فأقل بكتير جداً من الموقف ده يعني أنا بأعذر اللعيبة وبأعذر مسلماني النتيجة مثلاً فرق نقطتين بس يعني لهم كل العزر خلي بالك خلي بالك إحنا في بعض الاستوديوهات ويمكن كان موجود معنا في بعض فترة كابتن رسامة كنا بنلتمس العزر للعيبة وهم داخلين على مثلاً بطولة أفريقيا يعني بنقول يا ريت يكمله صح يا ربي يكمله يا ربي بس يوصلوا فينال لأن احنا عارفين إن هم للنادي الأهلي لمن بيوصل فينال بياخدوا صحيح فكنا يعني مشفقين جداً على اللعيبة من الوضع اللي موجود وضغوطات الجامدة اللي عليهم وكل ماتشين تلاتة كل يومين تلاتة ماتش ويطلعوا من هنا يسافروا بره وبعدين يرجعوا من بره يروح فإحنا أصلاً البطولات أصلاً اللي كنا خدناها اللي خدناها الأربعة بطولات اللي خدناها والخامس بطولات اللي خدناها كنا مشفقين عليهم فيها يعني حتى كنا بنقول إيه يعني حتى لو خ عوى صلوية البطولة ل seiner مسبق نسبة ان نجاح مية في المية في كل البطولات لكن انا بتكلم في النقطة يا كابتن ايمن ان انت السنة دي بالذات سنة صعت جدا جدا لعيبة النادي لا أو على السنة والنادي statue على مجلس دارة النادي ايو على كل التحديات الكبيرة اللي بتواجهك انت النهري ده اخر بطولة على الأمام بالنسبة لك بتاخدهاها بطولة الدوري بطولة الكاس البطولة الدوري بطولة الكاس انت جاي بعد معاناة كبيرة جدا جدا من الماتشات خطبالك انت بتلعب افريقيا بحوافز مختلفة مع عنديها مختلفة بتطلع لليبن مختلف بترجع بطولة الدور العام عايز تجدد دوافع مختلفة مع عنديها ممكن اقل مع طرق لعبة مختلفة انت مثلا في افريقيا بتلاعب فرقة زي سانداون زي التراجي طريقة اللعبة مختلفة اه وانت كمان يا وسلم بتلعبهم تتلعب فرقة ستكسبك بتلعب فرقة هتو هتو بالنسبة لك فبتعلق بمستويك وبفكرة وطموحك لدرجة كبيرة بتنزل لبطولة الدور العام بتلاقي فرقة تلعب زون ديفينس بتحول تغير من طريقة فكرك بتحول تجدد من الدوافع بتاعتك بعد كل ده كم الماتشاتل للنادي الاهلي لعبها السندي المختلفة والكتيرة عن فرقة كتيرة جدا تخلينا نوصل لدرجة ان احنا ممكن نشفق على اللعبة نحنا نبقى القلقانين من كتر من يحصل اصابات كتيرة لان ده وضع طبيعي في كرة القدم على فكرة انك يحصل اصابات ويحصل تشبه ويحصل حاجات كتيرة جدا غصب على نكالي فانا بلتمس لعب العز ولكن زي ما قاله الكباتل انت في الاخر جمهور النادي الاهلي انت عودته انك انت منافس لاخر ثانية في بطولة الدور العام وفي كل البطولة انت بتلعبها كابتن اسامة قبل ما نرجع لحضرك ونتكلم على الموسم نقول تشكيل النادي الاهلي تشكيل النادي الاهلي النهاردة هيبقى محمد الشناوي لحراس المرمى في ناحية اليمين اكرم توفيق ناحية الشمال علي معلول الاتنين في القلب ياسر ابراهيم وايمان اشرف قدامهم اتنين حمدي فاتحي واليو ديانج رباعي المقدمة حسين الشحات كهرباء على الاطراف وبينهم افشة ورس حربة والتر بواليا نقول لها مرة تانية الشناوي اكرم توفيق علي معلول قلبية دفاع ايمان اشرف وياسر ابراهيم اتنين وسط دفاعي حمدي فاتحي واليو ديانج رباعي المقدمة محمود كهرباء وحسين الشحات على الاطراف افشة في النص وبواليا كرس حربة مباراة مهمة وتشكيل متوقع يعني فيه سبات تقريبا وبيلعب بنفس الطريقة مستر مسماني اربعة اتنين تلاتة واحد البودلة علي لطفي محمود وحيد بيكهم رامي ربيعة صلاح محسن طار محمد طار محمد هاني وجونيور اجاي بالنسبة لتشكيل طلاع الجيش هيبقى محمد بسام اللي حراس المرمى على الاطراف زاير ايمان حسن مجدي زاير ايسر محمد ناصف الاتنين اللي في القلب علي الفيل واسلام جمال قدامهم اتنين عمر السيسي ومهند لاشين وارباعي المقدمة ناصر منسي احمد سمير مصطفى جمال ورأس حربة عمر جمال البودلة محمد شعبان ابراهيم مهاكونيم احمد السيد زولة خالد ستوحي احمد علاء فرانك ستيفن عمر مرعي سلام محارب فاسيلوز ده تشكيل الفرقتين ومباراة عبا طبعا زي ما قلنا والنادي الاهلي بيسعى ان شاء الله لموصل الانصرات والمنافسة على القمة حتى اخر لحظة كابتن اسامة بنتكلم على انه موسم ولا اروه والموسم لا ينتهي بعد وما زال الامل زي ما قالوا الكابتن قائم حتى الان ونسبة النجاحات عالية جدا جدا السنادي برغم الضغوط الكبيرة التي تعرض لها والظلم الكبير التي تعرض للاعبة النادي الاهلي السنادي وده قدر الاهلي دايما انه يعني اي نادي لما بيدخل بداية الموسم بمحدد الاهداف بتاعته ان بلعب على بطولة بلعب على اتنين الا النادي الاهلي دايما بلعب على كل البطولات اللي انا بشارك فيها حتى شفنا السنادي انت لما جيه موسماني كمل الدوري بتاع فيلر شفنا بطولة افريقيا والسنادي موسم استثنائي بالنسبة لنادي الاهلي لما تلعب بطولتين افريقيتين في سنة واحدة وانت مطالب دايما انك بتاخد البطولة ده في حد ذاته انت بتلعب تحت ضغط عصب كبير حاجة برضو من الصعوبات اللي واجهت النادي الاهلي السنادي كمل اصابات الكبيرة اللي واجهت النادي الاهلي موسماني السنادي دايما مش كل الاوراق وكل اللاعبة تحت ايد وانه يقدر يشتغل بينهم كلهم دايما كان بيواجه ظروف صعبة برغم الضغط رغم السفريات اللي احنا بنشوفها كتيرها في افريقيا رغم الظلم التحكيمي رغم ده كله لكن برضو كان بيواجه اصابات كل اللاعبة عنده والبدال بتاعته ما كانتش متاحة بنسبة 100% لكن قدر النادي الاهلي واحنا بنشوفه كابتن بلال بيتكلم عن النادي الاهلي هو بيلع في كاس عالم الاندية انت النهاردة بتخسر من بطل العالم باير ميونيخ واللعبة طالعة زعلانة والجمهور زعلان والجهاز الفني زعلان وده قدر النادي الاهلي حتى انت بتخسر من بطل العالم صحيح فالنهاردة حتة التنوع برضو في المدارس انت تلعب فيها بطولة افريقية ترجع لبطولة محلية ده برضو يعني حتة الدوافع حتة تحضير المباراة خلي بالك الموسم برضو فقدان النادي الاهلي لنقاط السنادي يعني انا لو بعتبر السنادي الموسم لو ماشي في بطولة افريقية واحدة السنادي ده اسهل موسم ممكن النادي الاهلي ياخد الدوري من بدري زي فيلر وبالعكس السنة دي كان أسهل لكن ظروف السنة دي لما شفنا النادل أهلي ودي وقت مهم ومحطة كانت مهمة لما لقف رمضان وإحنا كنا بنشوف كل 48 ساعة مباراة نهار ده في شهر بتلعب 10 ماتشات وفقدت وقتها نقاط مهمة لما خسرت من سموحة خسرت من المحلة اتعدلت مع الجونة دي نقاط كانت في المتناول وكانت سهلة كنت ممكن دلوقتي أنت مخلص الدوري ومريح من بدري ده غير الماتشات كمان اللي اتظلمنا فيها طبعا فيه ظلم تحكيمي لا أنا بتكلم عن الفترة دي نهار ده كنت بتلعب 48 ساعة في رمضان اللعبة مفيش راحة وانت انضغط علشان النهار ده انت بتتعاقب علشان انت بطل في أفريقيا لسنتين وراء بعد بطل اللي بتلعب في كاس عاملان دي وبتشارع في الكرة المصرية فالنهار ده أنا بحط لك جدول مضغوط كأن النهار ده اللي بيطلع الأول بعقبة لا ما تطلعش الأول وانا هريحك في الدوري بعد كده وده للأسف اللي نادل أهلي يعني بياخده انه هو بيشارك في كل البطولات لكن النهار ده كل شي وارد في الكرة النهار ده انك انت تكسب بطولة الدوري برضو انك تخسر بطولة الدوري لكن دايما المعيار اللي أنا بتوقف عليه النهار ده حتى لو بتخسر بطولة خلي دايما الجماهير تحترمك النهار ده المطلوب من لقبت النادل أهلي الفترة اللي جاء في الأربع منشات اللي جايين ايه ان انا اكسب أداء رائع يبقى فيه النهار ده سناء من الجمهور على أدائي على مكسبي هو ده المهم وده المهم اللي يوصل من لعبة النادل أهلي لجمهورها علشان حتى لقدر الله ودي ان شاء الله يعني ما تتحققش لو خصرنا الدوري الجمهور يحترم لعبة النادل أهلي وان شاء الله برضو في النهاية يعني نتمنى ان شاء الله يكون الدوري أهلاوي يا رب ان شاء الله طيب حتى الوحل نفاصل ونرجع نكمل كلامنا معنا جمنا كبار أرجوكم انتظرون يدخل النادي الأهلي مباراة مصيرية أمام طلائع الجيش في التاسعة مساء الليلة على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الحدية والثلاثين للدور الممتاز حيث يسعى للفوز بنقاط المباراة في ظل الصراع مع نادي الزمالك للتتويج بلقب المصابقة العريقة التي لا تحتمل فقدان أي نقاط في المواجهات الأربع المتبقية ويحتل الأهلي المركز الثانية في جدول ترتيب الدور الممتاز برصيد ثماني وستين نقطة جمعها من خوض ثلاثين مباراة حيث فاز في عشرين مباراة وتعادل في ثماني مباريات وخسر في مبارتين فقط بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثامن بجدول ترتيب الدور برصيد ثماني وثلاثين نقطة حيث فاز في عشر مباريات وتعادل في ثماني مباريات وخسر في اثنتي عشرة مباراة أخرى وأكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي للاعبي على أهمية كل مباراة يخوضها المارد الأحمر خلال المرحلة المقبلة كما شدد على أهمية الفوز بالمباراة وتسجيل هدف مبكر مثل سيناريو لقاء ويفقد النادي الأهلي لجهود عمر السلية نجم وسط ميدانه بعدما حصل على الإنذار الثالث أمام أمبي حيث تلقى إنذارين سابقين أمام المقاولون العرب ومصر للمقصة كما يفقد الأحمر أيضا خدمات هدافه الأول وهداف الدوري محمد شريف برصيد تسعة عشر هدفا بسبب الإصابة التي تعرض لها بشد في العضلة الخلفية أمام الإسماعيلي حيث كشفت الأشعة التي خضع لها عن احتياجه لفترة عشرة أيام على الأقل للعودة للتدريبات ومن ثم غيابه بشكل مؤقت عن لقاء أي إمبيا الماضي والجيش اليوم وكانت آخر مباراة قد جمعت الأهلي بطلائع الجيش في الدور الأول قد شهدت فوز الأحمر بهدفين مقابل هدف أحرزها النيجيري جونيور أجيي بينما أحرز هدف الفريق العسكري الوحيد الجناح الأعصر أحمد سمير في المقابل يسع عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي خاصة أنه يلعب بهدوء ودون ضغوط حيث يقع في المنطقة الآمنة في الدور هذا الموسم بعيدا عن مناطق الهبوط نرحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين وقبل ما نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار نروح لملعب مباراة وزميننا لأعزائي شريف شعبان ومحمد توفين نتعرف منهم على آخر المسجدات قبل بداية أحداث مباراة اليوم تفضل شريف تعطي ليك كابتن أيمان ولديوفك الكبار النجوم مصر والنادي الأهلي ولكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان مباراة طلائع الجيش والنادي الأهلي اللي تكون في التساع مساء على استاد الجيش بيل سويس متواجدين بالفعل في استاد الجيش بيل سويس يمكن فور وصول النادي الأهلي كانحريص مستر بيتسو موسماني النزول لأرض ملعب وقياس مأسات ملعب المباراة يمكن وكانحريص يمشي في كل جنبات الملعب وتفقد أرضية الملعب بكل حرص شديد ويمكن يمكن أن يتكلم مع مدرب الأحمال عن أرضية الملعب يمكن أن أرضية الملعب هنا في ملعب الجيش بالسويس تقيلة شوية بلغة الكرة يعني الجيلة هنا تقيلة شوية فبتبع عوزة مجهود مضاعف فبإذن الله يا رب بس النهاردة العابة النادي الأهلي تتكيف على طول مع أرضية الملعب وماتش تسايلهم وبإذن الله نفوذ على فريق كبير طبعا فريق طلاقع الجيش يمكن لعب النادي الأهلي فور وصلهم إلى ملعب المباراة أدوا طبعا صلاة المغرب وصلاة العشاء ونزلوا على طول لإجراء عملات التسخين قبل بداية المباراة مستر بيتسو موسماني أعلن التشكيل قبل ما يتحركوا من فندق الإقامة وكان مع المحاضرة الفنية كان فيه محاضرة فيديو بسيطة جدا عشان يعرفهم التكتك الليلعب بيه مباراة طلاقع الجيش وطلب اللاعبين النهاردة بالفوز على فريق طلاقع الجيش ما حاولت أحراز هدف مبكر لتسهيل اللقاء ولو بإذن الله ربنا قرم يعني وأحرازنا هدف مبكر نحاول نغطي الهدف بهدف تاني عشان سهل المباراة وطلب اللاعبين بتقديم أداء والأروع والأجمل على نفس خطة طبعا مباراة أمبي السابقة وطلب بنفس الأداء وأحسن كمان يمكن عمل النهاردة ثبات في التشكيل يا رب بإذن الله النهاردة يكون التوفيق من نصيب النادي الأهلي فور يمكن ظهورنا على شاشقات النادي الأهلي إلى الآن ما كانش نزل الحاكم الدولة طبعا إبراهيم نور الدين يشوف أرضية الملعب فيبدو أن إبراهيم نور الدين هينزل يسخن على طول في أرضية الملعب ما كانش حريس ينزل يشاهدها زي ما متعودين إبراهيم نور الدين فأي أستاذ بيكون موجود فيه بيبقى حريس ينزل أرضية الملعب إبراهيم النهاردة ما عملش هذه الحركة فبإذن الله يكون موفق إلى حد كبير جدا ويعطي العدلة التحكمية للفريقين فريق طلاع الجيش وفريق النادي الأهلي يا رب النهاردة يكون اليوم من نصيب النادي الأهلي ونفوز على فريق كبير فريق طلاع الجيش أعود لك من جديد كابتن أيمن اتفضل شكرا جزيلا للزميل العزيز شريف شعبان ومن شريف نروح لإزمالنا العزيز محمد توفيق اتفضل يا محمد بسهر خير كابتن أيمن تحياتي لك وليوفك الكرام في الاستوديو التحليلي كبات المصر يتجدد اللقاء وجولة جديدة من جولات الاستوديو التحليلي مباراة طلاع الجيش والنادي الأهلي في إطار مباراة الأسبوع الواحد وثلاثين والبتقام هنا على سلاة الجيش بالسويس يعني المباراة هنا أجواء أكثر من رأي ممكن درجة الحرارة مرتفعة شوية والرطوبة لكن إن شاء الله يعني بإذن الله مع بداية المباراة تكون درجة الحرارة أقل شوية وهي كمان الرطوبة عشان تساعد العمين على أداء مباراة كبيرة يعني خلينا أكلمك على استعداد فريق طلاع الجيش للمباراة يمكن كابتن عم حبيد باسيوني بعد الخسارة في المباراة الأخيرة أمام سموحة والأقومة بالإسكندرية يوم الجمعة الماضي قرر إن الفريق استعد لمباراة النادي الأهلي بدون حصول على راحة الفريق اتضرب على ملعبه في القاهرة السبت والحد ومن مبارح الاثنين الفريق موجود هنا مبكرا في محافظة السويس يمكن كابتن عم حبيد باسيوني قرر إجراء حصة تدريبية هنا على ملعب المباراة نفس الملعب اللي بيحتضن المباراة النهاردة استاد الجيش بالسويس عشان اللاعبين يتعودوا على الملعب قبل ملاقات النادي الأهلي النهاردة فيه تمام التاسعة يمكن كابتن عم حبيد باسيوني النهاردة في تشكيله اللي أعلنه منذ قليل اللجأ ليه سلوب اللعب بأربعة خمسة واحد بأسلوب تكسيف اللاعبين في وسط الملعب جماع نبيا حديث كلمته يعني النهاردة المباراة كابتن شايفها زي قال لي احنا خلاص في المركز الثامن يمكن مفيش يعني فرصة على المنافسة على المربع الزهبي وكمان موقفنا من الهبوط مفيش مشكلة فأنا النهاردة قلت اللعبتي عايزيني نعمل مواتش كبير قدام النادي الأهلي اتمتعه مفيش علينا ضغوط ودوت هيساعدنا كتير إن احنا بنعمل غير ضغوط إن احنا نلعب مباراة كبيرة أمام النادي الأهلي يمكن النهاردة بشهد تشكيل طراء الجيش لانده أجازة للزواج لكن موجود النهاردة في قائمة الفريق لكن فضل كابتن محبيب باسيوني بقاءه على ديكة البودلاء يا رب نتمنى الفوز لفريق النادي الأهلي ويكون كل ظروف مهيئة النهاردة لإحراز ثلاث نقاط في مشوار الحفاظ على لقب الدور الثالث على التوالي والتوالي والتوالي في تاريخ النادي الأهلي كما هي كابتن أمي وضيوف الكلام كل توفية للنادي الأهلي إن شاء الله تحقيق الفوز النهاردة كابتن أسامة معلش طاعتك أنا في قبل الفاصل إنما كمل كلامك وقولي الإحساسك يعني إحنا دائما في الأهلي يعني أنا هجاوب بس يعني طول ما فيه أمل دائما بنلعب لآخر ثانية بس مزارة الحزوز قائمة لعبة النادي الأهلي آه هي العملية مش فيه لعبة النادي الأهدلوتي ومش في أقدامها لكن بدل فيه أمل أتمنى النهاردة يعني ربنا يكرم اللعيبة خلال الأربع متشاة اللي جايين أهم حاجة المكسب بغض النظر عن الأداء ممكن أداء يكون قليل في بعض المبارات لكن أهم حاجة التلات نقاط طول ما فيه أمل بنشتغل على الأساس دوت وده زي ما بقولوا يعني تفقلوا بالخير تجدوه إن شاء الله المطب ده مر عليه كابل كده آه على ما أعتقد كان موسم 2010 على ما أعتقد وكان الزمالك متقدم آه وكان عاودة منه الجزء مرة أخرى ورجعنا وخدنا الدوري على ما أعتقد بفرق حوالي سبع نقاط أو تامن نقاط وقتها يعني آه إن شاء الله العيب تلنادي أهلي قادرة فيه خبرات في الفرقة بإذن الله حتى زي الشايفين النهاردة المسلمين برضو بدء بنفس التشكيل عن التكلم دلوقتي مع كابتنا عن مور الفنية بإذن الله نفس التشكيل اللي فات مفيش غير تغيير بس السلية عشان تلات انزارات وهو نفس التشكيل ونفس اللعيبة صحيح كابتن علاء قبل ما أتكلم عن تشكيل الدوافع موجودة عند لعيفة النادي الأهلي طبعا بنسبة 100% إنما هل هزيمة سموحة الأخيرة لطلقها على الجيش بتزود النهاردة عنده ضافة هو ما يلعبش على حاجة هو بيلعب للشهرة قدام النادي الأهلي كعادة الفرق اللي بتلعب النادي الأهلي ولكن الهزيمة الأخيرة من سموحة تحس أنه يعني هو كان تقريبا الأقرب للفوز وفي ربع ساعة اتخطفت منه المبارا وخسر أربعة اتنين هل الهزيمة الكبيرة دي تزود الدوافع عند اللعيبة النهاردة؟ هو حتى لو كسب سموحة دوافع موجودة مع النادي الأهلي أي فريق بلعب النادي الأهلي دوافع موجودة من غير مدير فني بيحول حتى أخلاقها في اللعيبة لكن أنا شفت المورادي أيمن والحد دربة الجزاية ضاع أحمد بعدها بعدها كتنقطة التحول يعني مفروغ أن الجيش شيكسا بتحول بعد دربة الجزاية دي لكن هزيمة انتهت النهاردة هو بلعب النادي الأهلي لو بلعب فريقا للنادي الأهلي هقولك آه الهزيمة هتأثر لكن هو الدوافع موجودة عشان بلعب النادي الأهلي يعني مجرد يعني ذكر اسم النادي الأهلي هو الحد بحد زياده دافع هنا وهنا يعني لعيمة النادي الأهلي مش هحتاجة دوافع الدافع موجود حضرتك بتلعب في النادي الأهلي بتمثل النادي الأهلي ده أكبر دافع يكمل معك في كل البطولات اللي انت موجود فيها لكن الفرقة الثانية مبارات الأهلي بالنسبة لها بتبقى حدث ليه هو ليه هو كشخص بيستنى بالزبط على المستوى الفردي كلعيب وعلى المستوى الجماعة كفريق وعلى المستوى الشخص كمدير الفني كمان كل مدير الفني يا عيمن بيحاول يطلع أحسن حاجة عنده إنه هو يبقى واضح إنه هو عمل حاجة نهاردة في بصمة نهاردة مبارات الأهلي مبارات الأهلي دي بتخلي مدرين فنيه موجود عادي جدا لنهاية الموسم وموسم اللي بعده ممكن تمشيه صحيح على حسب النتيجة وعلى حسب الأداة عشان كده كل مدير الفني ببارات الأهلي بالنسبة له لوحدها بعيدة عن ترتيب بعيدة كل حاجة نهاردة طلع الجيش الترتيب بيخليه لعب بقى ريحية مش مضغوط في الترتيب خالص عشان كده النهاردة هو هيلعب مباراة ملاكس فاة كويس قوي ما عندهش مشكلة في الترتيب الفرق وديه هيلعب مباراة تكتكية ومقفولة ولا هيلعب براحته مش هيلعب براحته لا لا أريحية مش موجودة هيقفل هيقفل ملعب كويس قوي لقبت النادي الأهلي وعنده المفاتيح النهاردة بيناتكلم فني شوية عنده الناس بتقفل كويس قوي لكن هو ارتحية وفتح مساحات على النادي الأهلي لا من اليسى بقولك المدير الفني برضو بيفكر في نفسه داخلية شوية مش عايز يخسر بنتيجة عالية جدا تضيع الموسم اللي عامله وكافتر حياتي بسوني عامل موسم رائع مع طلاع الجيش وكتات جدا مع طلاع الجيش وزي بقولك المدير الفني صابقة هو لحق للمكسب لكن هي دو كورت القدم عشان كاي بقولك النهاردة دوافع الجيش موجودة لما بيلعب نادي الأهلي مش محتاج أي دوافع خالص صحيح طيب كابتن أسامة لو لكلمنا عن تشكيل نادي الأهلي سايفين تقريبا سبات الدفع بأليو ديانج من البداية على حساب عمر السولية للإقاف وقدام فيه محمود كهربا بيلعب عادي حسين الشحات عادي أفشا ووالتر بواليا الهدف بتاع الماتشين اللي فات يعني مش غريبة هو طبيعي طالما أنت دخلت في المراحل الأخيرة وكمان كسبت بطولة إفريقيا خلاص ما بقاش قدامك اللي غير دلوقتي بطولة الدوري اللي مركز فيها طبيعي أن ما يعودش يغير في الفرقة كتير يعني أولا طبعا فيه ظروف لإصابات لناس مهمة جدا في الفرقة زي بدر بنون زي محمد شريف زي عمر السولية لها تلاتة إنذارات هم دول يمكن أكتر تلاتة مؤثرين في الغيابات كانوا ممكن يبقوا موجودين في التشكيل الأساسي التشكيل المنطقي زي التشكيل اللي فات زي ما قلنا بس عمر السولية عشان الإنذارات طبيعي أن إليو ديانج يخش وإليو ديانج زي ما اتكلمنا كتير قبل كده واحد من أفضل اللعيبة في الموسم ده مع النادي الآلي صحيح لعيب وسط مدافع هايل يمكن بس هو الفكرة إنه عمر السولية شوية بيلعب تمريرات بينية لقدام أو تمريرات طولية هي دي اللي مختلفة شوية لكن كتير كان بيلعب عمر السولية حمد فاتحي حمد فاتحي يليو ديانج ديانج والسولية يعني التلاتة كانوا بيتبادلوا بقيت المراكز طبيعية جدا والتر بواليا نتمنى التوفيق لي ماتش اللي فات عمل ماتش كويس وجاب جون نتمنى التوفيق لي ما فيش حاجة يعني متغيرة المهم إنه يكونوا في الحالة الطبيعية بتاعته صحيح يعني الحالة الحلوة اللي كانوا زي ما كانوا في ماتش امبي زي في مبارات أخرى ما يبقاش في تأثير من أي حد ويكون التوفيق إن شاء الله معنا بإذن الله بإذن الله كابتن بلال التشكيل سبات في التشكيل مستر مسماني مصم عليه النهاردة طبعا التغيير الوحيد زي ما الكابتن سامى آليو ديانج من البداية ولكن نتكلم الكابتن سامى على بداية ماتش امبي البداية دي والهدفين اللجوم في الشوت الأول مبكرا ريحونا بقية الماتش يعني تقريبا الماتش خلص الشوت الأولين آه بطبيقية الحالي يعني إحنا دايما كنا بنقول المادي الأهلي استغلال الفرص مهم جدا جدا استغلال الفرص مهم جدا لأن أنت بتضغط على الخصم لما تسجل هدفه الثاني بتضغط على الخصم بتديك أريحية بتقدر تغير العيبة نفسها بتاخد ثقة في الجيم نفسها بتقدر تبدع في الجيم بمعنى أدق يعني بتخلي الفريل اللي قدامك دايما مضغوط بتخليه كمان لو بيبحث عن هدف تخليه يفتح المساحات بنسباله فالجيم بنسبالك يبقى أسهل بكتير جدا انت بتلاقي الجيم مفتوحة غير المهم ما بتلاعب فرقة وضيع فرصة والتانية فبالتالي هو بيحافظ على وضعه وضعه الطبيع وبيحافظ على التاكتك اللي بيلعب به او اذا كان بيلعب بزون ديفنس او بيلعب مثلا دفاع منطقة او بيلعب بأي شكل من الأشكال يعني دايما يعني كل المباراة اللي سجلنا فيها هدف والتاني كانت كان الأداء فيها رائع جدا 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 وتفكر معي مباراة سموحها دايما يسجل هدف البداية والتاني والتاني خلص المباراة خلصت وقدت أداء رائع جدا زي البداية بتاع تيمبي اللي معنا على المشاشة زي بداية تيمبي هدف الهدف التاني فخلاص الجيم بنسبالك اتفتح لان فرقة تيمبي فرقة برضو جيدة هي عازة تسجل هدف مش عازة تخرج برضو بنتيجة تتنصف او يعني ان هي خلاص بتلعب جيم مع النادي اللي قالي لا هو عاي سجل هدف فبالتالي داخل حاول ان هو يدخل الماتش ففتح الجيم بالنسبالي وكان دا سهل الجيم مع النادي اللي بشكل كبير جدا مباراة برضو النهاردة مباراة صعبتها انك ما تسبش طلاق الجيش يدخل معك في الجيم اولا هيخدوا ثقة كبيرة يعني الفرقة اللي بتلعب في الترتيب دا وهم العيبة عندها امكانيات جيدة جدا يعني عبد الحميد باسيوني عامل فرقة رائعة فيها عنده لعيبة جيدة جدا طبعا يعني ولعيبة بتعرف تسجل اهداف عنده اكتر من لعب ناصر منسي عنده عمر جمال عنده احمد سمير عنده لعيبة عندها قدرات وامكانيات بتعرف تلعب على الجول بشكل كويس وعندها مهارات فردية وعندها سرعات عنده مهند لاشين مهند لاشين لعيبة جيدة جدا طبعا وناصف عندهم فرقة جيدة من الفرقة اللي تكاد تكون مكتملة فعشان كده بقول انك انتا النهاردة لو قطيحت لك فرصة انك تسجل هدف بدري والتاني لازم تسجل يعني في كل المباراة اللي لعيبة النادي الاهلي كان بيصلح فرص وده امره مهم جدا لكن تسجيل الفرص اهم بكتير جدا 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 لو دي بعض الفرص اللي استثمرها النادي الاهلي في المباراة الاولى وادري خلاص منها الجيم بعد ما كنا خسائن واحد تاري طبيعي اخد بالك ممكن النهاردة برضو تحصل برضو تلاقي برضو فرق عندها قدرات وامكانيات وعندها طموح وبتعرف تبني هجمة بشكل كويس وبتعرف تني هجمة كمان فممكن هو اللي النهاردة اللي يسبقك ويدخل الجيم وارد جدا في كرة الفضاء وارد في ماتش النهاردة فلازم انت النهاردة تحط لنفسك سيناوريات كتيرة كمدير فني وكلعيبة في الملعب ما ينفعش حتى لو دخل في الجون انك تصب بالإحباط اه فرق بينك ومن الزمالك نقطتين لكن الجيم برضو لكن الدوري لسه في الملعب الدوري ما انتهيش ينتهي الدوري بصفرة الحاكم لكن خسارة نقطتين هتبعدك كتير جدا جدا عشان كده بقول التركيز النهاردة مطلوب بشكل كبير جدا استغلال الفرص مطلوب بشكل كبير جدا التعامل النفسي لمستر مسماني انه يشيل الضغوط من على اللعيبة النهاردة برضو أمر في منتهى الأهمية النهاردة لأنك انت اللعيبة نازلة وهي حط في المخ الزمالك هلعب الساعة تاسعة تبقى أنا لو كسب هيبقى كام تبز زمالك لو تعادل تبز زمالك لو كسب سيناريوهات كمان انت بتحسبها كلاعيب في المعب مش بس المدير الفاني بس خلالك يبقى غزب عنه طبيعي يعني طبيعي ما المهمة بقولك عشان كده بقولك مهمة يعني مهمة من ضمن المهام لمستر مسماني ان يخرج لعيبة من الضغوطات انك يدخلك بس الجيم ده مش الجيم التاني اللي بتلاعب نفس التوقيت صحيح ربنا يوفق طبعا ان انت زمالك تعادل او يتغلب وانت تكسب ويرجع ويرجع وترجع لوضعك الطبيعي لكن وارد كل حاجة تحصل في حراتنا عشان كده بقول ماتش النهاردة ماتش مش ساه ماتش صعب يمكن اصعب من برات انبي من وجه النظري طلع الجيش عنده مدرب جيد فرقة مستقرة امكانياتها جيدة تكاد تكون متكاملة فانت بتلاعي فرقة وماتشاتهم معك ماتشات صعبة ماتش الكاس او ماتش الدولي للدور الاول ماتشات صعبة كلها وزي ما قال كابتن العالمين شوية ان هم هم خلقين لنفسهم تحدي وطموح بلعب النادي الالي فعايز يصر بشكل كويس في لعبة معارضة هناك معارضة فترجع لعنديةها تاني عنديية كبيرة عايزة تلعب عايزة تاخد مكانة أساسية فدي كلها حاجات بتفكر فيها اللعيبة سبيرتة توبة عالية جدا يعني على عكس ما ممكن الناس تتوقع ممكنين لك لها تطلع الجيش كابتن في ترتيبهم مثلا التاسع العاشر فممكن يلعب لا هيلعبوا بروح قتالية عالية جدا 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 مهمة اي فرقة النهاردة بتلعب قدام النادي الالي ان هي تعرق للنادي الالي ودي امر واضح جدا 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 ان كل الفرقة اللي بتلعب الالي عايزة توقفك عايزة يعني تعرق للنادي الالي عايزة تاخد نقطة من نادي الالي فاتمنى التوفيق للنادي الالي النهاردة والتركيز يكون طول تسعين دقيقة باذن الله رب العليم كابتن اسامة من خلال التشكيل تشكيل فريتين الكابتن بلالو كابتن علاء قالوا ان كابتن عبد الحميد بس يوني اه يعني ما فيش ضغوط عليه ولكن مش هيلعب ماتش مفتوح يعني لو تفتكر الماتش الاولاني الكابتن عبد الحميد مش من نوعات اللاعبة مش من نوعات المدربين اللي بيحب التشتيت وكورة طويلة حضر من تحت وبيحب يحضر من تحت يمكن لو جبنا كمان لقطات اه اه دي لقطات من بناء الهجمة المورة الاولانية ودي النقطة اللي احنا ممكن نستغلها النهار برابو علي خل بالك تايما واحنا بنتفرج على اللقطات دي لما تيجي تشوف جدوى للمسابقة طلع الجيش احرز في مداية المشوار في تلاتين مبارئة النهاردة تلقت شباكو ستة وتين هادف ده ركب كبير فالنهار زي ما هو بيسجل عنده مشاكل دفاعية وار ده لازم النادل اهلي يشتغل عليها النهاردة عملية الضغط لكن النهاردة زي ما شوفنا ووراة قلبي لازم بيكون في ضغط جماعي صح ضغط الجماعي نرجحها الورا نرجحها وورا تاني عشان عملية الضغط اللي بيكلم عليها كابتن قسام حيطة الضغط في الهجمة اللي احنا بنشوفها دي ده مش ضغط آآ منظم بالضغط جماعي البداية همنا عند بسام فعلشان كده قدر آآ ديفنس تاعة طالعة الجيش يطلع بالهجمة بشكل فيه ارياحية جدا بين الهجمة من تحت من اليمين لنص الملعب يعني قدر يطلع فيها بالسهولة طيب دي الصورة اللي معانا محمد شريف هنا في اللقطة دي النهاردة طبعا مش موجود ما يفعش انه يبيع نفس ويروح واشوف نص الملعب فيه جاب كبير المسافة دي كبير لازم النهاردة لو فيه ضغط بطلع اوجه الهجمة ناحية المينة والشمال ويبدأ بقى افشة من ورايا ديانج او حمد فتحي من ورايا الباك الليفت او رايت حسب الهجمة ما رايحة فيبقى النهاردة اقدر اقطع الكرة في المساحة دي وادى اشتغل الشغل بتاعة نعدل الصورة بقى مع كلام الكابتن اسامة نشوف لما يكون فيه ضغط عالي اللي طلبه الكابتن اسامة من لعبة النادي الاهلي اثناء بناء الهجمة من ورا وهو ده اللي ممكن نعدل يشتغل عين الهجمة النهاردة شوف الخطوط متساوية ورايبة من بعض عملية الضغط شوف بدأت من عند حمد فتح بزاق النهاردة هو البداية بتاعة الضغط اول ما طلع الجيش يعني ممكن نماشي النهاردة شايف علي معلول حمد فتحي فيه ثلاثة أربعة خمس لعيبة في المنطقة دي هما اللي هيعملوا عملية الضغط فالنهاردة تقدر تستخلص الكورة بمتأس سهولة النهاردة ما فقاش صعوبة خالص ان الخطوط ورايبة من بعض هنجبها تاني كمان في الكورة دي انا فكرها قدام لقنا افشل قرب خدناها تاني علشان المسافة ورايبة حتى لو طلع الجيش خدها انا ممكن ارجع استرجع الكورة بسرعة سريع يعني ده النقطة اللي لازم لقيت نادل اهل اللي يشتغلوا عليها لكن بقول النهاردة ما فقاش الضغط يكون ضغط فردي لازم يكون ضغط جماعي لازم يكون البداية من عند بواليا بواليا ما يكونش راح لوحده وقفشا متأخر حسين الشاحات متأخر كهربا متأخر لازم بفيه ضغط جماعي وزي ما بقول لك يا كابتن ايمن النهاردة طلع الجيش واحنا بنتكلم عن مراكز القوة بتاعتها النهاردة عنده مراكز قوة في التهديف عنده ناصر منسي عنده احمد سمير عمر جمال مرعي لما بينزل زولة لما بينزل الشوذي التاني فالنهاردة عنده برضو مناطق ضعف ممكن يشتغل عليها النهاردة اللي هو الديفنس بتاع طلع الجيش وبرضو محمد بسام محمد بسام برضو مش من الحراس اللي لها تصديات كبيرة لأ ممكن عنده مشاكل تجلب لك كمان في التزديد من بر آه فدي ممكن النادل أهلي يشتغل عليها النهاردة الحاجة التانية برضو كان بلال بيتكلم عنها حتة الدوافع ودي ما فيهاش كسوف ان احنا نتكلم فيها بشكل مميز ليه وتحسب ليه النهاردة هو زمالكاوي النهاردة لما يعطل النادل أهلي هتحسب ليه وهو زمالكاوي النهاردة مش عيب ان احنا نقول الكلام ده زي ما بنشوفنا فرق لعبت بدوافع مختلفة أمام النادي الأهلي وبتلعب أمام المنافس بشكل فيه تواضع جدا وفيه أريحية وفيه سهولة جدا أمام الزمالك آه طبعا لان لا لا مش قصد عاصل انت بتقول أمام المنافس مع الزمالك إنما هو أصلا يعني النادي الأهلي ملوش منافسي طبعا بحكم الأرقام آه بحكم الأرقام ولكن هو النادي الزمالك اللي هو المفهول المنافس بطولة دي أكت آه من أقول لك المنافس بطولة دي أكت وخلي بالك ده يعني مش عيب ان كانت نعم عيد مسؤوني يلعب بمطاعة الكوة النهاردة عشان يعطر النادي الأهلي ويبه برضو هو في نفس الوقت يعني النهاردة لو شوفنا مواجهات طلاع الجيش على مدار تاريخه من بداية طلوع ده المتاز واجه النادي الأهلي تلاتين مباراة مكسبش ولا مباراة النادي الأهلي كسب خمسة وعشرين مباراة وتعازل خمس مباراة فهو عايز دوري وكاس حاجة جديدة أي وزي ما بلاي قال آخر ماتشين كاس ودوري كان في ندية مباراة في الدور الأول على ما أعتقد طلع الجيش هو اللي تقدم عن طريق أحمد سمير الكورة السابتة والنادي الأهلي هو اللي رجع فالنهاردة البداية مهمة الماتشات اللي زي دي أربع ماتشات اللي جايين أنا ما بدورش على أداء على قد ما بدور على نتيجة واطلع بالتلات بقاط من المباراة صحيح والحاجة التانية أزهان لعبة النادي الأهلي ما تبقاش هناك ناحة التانية مع نادي الزماك لا أنا تركيزي منصب على المباراة أنا بلعبها النهار عشان ما اضعش المباراة طبع صحيح كابتنا علاقة ندخل بقى على التشكيل النادي الأهلي والأوراق الربحة اللي عند مستر مسماني وازاي حيستغلها في الكلام اللي قاله الكابتن أسامة في مشاكل خط الدفاع ومحمد بسام وعدم التفاهم الواضح بين محمد بسام وخط الدفاع أربعة اتنين تقاطة واحد طريقة طبيعية اللي بلعب بها مستر مسماني كويس كل اعتماد طبعا على علي معلول وعلى أكرم توفيق اللي زاد قوي في الحتة الهجومية بيعملها بانطلقها ممتازة بس انت في الحتة دي واحدة واحدة في الحتة تعالي معلول وأكرم توفيق انت من النوع اللي بتفضل ان الاتنين يبقوا طالعين قدام طبيعي بيهاجمه طول ما انت مستحوض على الكرة الفريد الثاني بيدافع غاليا بيدافع بكل خطوطه فانت ليه اوقف واحد بكم الباكين او مفتاح من مفتاح الهجوم بتاعتك كتير اول شفنا في الاقطات اللي بتبقى انت مستحوض وديك شكل هجومي كرة عند علم معلول بتتحرك بتروح اخر راك عند اكرم واكتر من مرة وقفنا الصورة اكرم وعالي معلول موجودين قول بخط 18 مهاجمين لان انت في حالة استحواز تامي ايمن ما عندكش مشكلة بس عندك مشكلة بحاجة لما الكرة بيبقى فيها هجمة مرتدة وفي ناس بتبقى معلقة قدام يعني مسلا يعني بص هو ناصر منسي هنا بحطه كأنه بيلعب جناح هو بيلعبش كده هو بيخش مع عمر جمال وناصر احيانا بيبقى معلقة وعمر جمال على طول قدام ففي عندك انت لما بتطلع علي وبتطلع اكرم توفيق خلي بالك في الكرات المرتدة عندك مساحات وراهم كويس المساحات الوراهم دي في احد المفروض المفروض لا في احد من الخصف من منافس من فريق الجيش اكيد لا لان لو في حد هتلاو واحد مستني لكن طول من انا واحد بس لازا كان عمر او ناصر منسي بواحد ماسك واحد مغط وراه مشكلة الاتنين دي اي من اي من اي عشان تتخلص الكرة دي انك انت ما تصرحش مع الهجم يعني المدافعين مثلا اي من ارشف وياسر لازم بقى قدام قوي قدام قوي يدوب عند دائرة السنتر واحد مع الراس الحرب المستني اذا كان اي اسم بقى واحد وراب خطوة خطوة بس مغطي والاتنين مش في حالة سرحان لان بتحصل كتير قوي تشتيتة بتاعم عليك هجمة ورتدة جن سموحة كويس جن سموحة ده كمان يعني كان حالة خاصة تشتيت فعشان اخرص من الموضوع ده سيب الناس اللي بتكمل هجمة تكملها كل واقع واحنا عشر لعيبة كلنا مش مش نفس الوظيفة يعني ناس بتدافع ناس بتهاجم صحيح ادوار مختلفة دور ايمان اشرف وياسر ابراهيم مع الرجل الموجود وملومش يقع بالهجمة كويس لان في ناس تانية قدامهم هم اللي ليهم الكرة التانية اللي هم حمدي وديونج لما الكرة التالية تيجي بقى انا دول انا استحوش عليها الباقي بيكمل مع علم علول واكرم توفيق حالة الوحيدة اللي يقف فيها واحد من الاتنين لو نصر منسي او اتنين بقى مستنين ففي الحالة دي انا استنى لكن طول ما انت مستحوش مين اللي يقف واحد من الطرفين ولا حمدي فتحي حمدي فتحي حمدي فتح هو اللي بيستنى وبيعملها بامتياز ان حمدي فتح بيلعب كمساك كويس اول طول ما انت ايمن مستحوش عالكورة وعشان عشان عشان توصل لأي حارس مرمى او عنده خطورة ما نفعش كلها من ناحية واحدة لازم عنده التنويع في الهجمات علم معلول الحتة تقفت عند علم معلول يبقى عن طريق حمدي فتح عن طريق ديانج او عن طريق محمد مجدي حاول لها بقى عنده اكرم توفيق وابدأ هجمة جديدة هو ده الشكلك الهجومي لو لما تجيب احلى فترات للنادي الاهلي بتجيب الشكل ده ان الكرة من ناحية شمال بتجيبها ناحية المين وتعمل الكرة عرضية هو ده الاستحواز استحواز وشكلك الهجومي لكن حتة استرحان حتة استرحان عندي امرأة سهلة جدا ويبقى الاتنين المساكين هم اللي موجودين فيها عندك ومنازم الكلام فعلا اهو كابتن صناع الاهدام بتاع الفريقين علي معلول 11 عمر جمال 6 افشة 9 احمد سمير 6 ده هنا وده هنا دي الخطورة هنا والخطورة اللي دايما موجودة في طلاع الجيش انا بشوفه احمد سمير اكتر وعند محمد ناصف كمان انه هو باستخدام احمد شمال كويس كويس خلينا في النادر اهل ما تجي تكمل شو الهجوم بتاعك حسين الشاحات وكهربا اللي اتنين بيلعبوا كاجنحة لكن الميزة الحلوة السنية ده هم بخشوا جوه على طول مفيش تخاوط من مراكز لا كهربا يمين او شمال نفس كمان محمود كهربا ودي ميزة مهمة جدا جدا في موجود من النادر اهل حتى لما بينزل الطاهر بيعملها حلوة اوي كمان كويس ووالتر بواليا هو راس الحربة المحطة بتاعتك السابت اللي ما اتطرفش على طرف من الاطراف لان اجاد والتر بواليا لما لعب مكان شريف في الحتة دي كمحطة وكراري بيحف يجيب جول اي هو الفرق بينه محمد شريف لو الطرف طرف من الطرفين بيعرف يجيب الحتة دي كويس اول لكن والتر بواليا ارقامه معنا يا كابتن فضل عدد مشاركات كأساسي اربعة جاب ثلاث اهداف صنع واحدة وصنع ثمان فرص هو الفترة دي فترة ممتازة الوالتر بواليا في تحراز الاهداف اي راس حربة ايمن عايز تخليه في السماء ان هو يجيب اهداف مهم ما يصنع اهداف ومهمة ومهمة لكن حتى تسجيل اهداف بتيب تفرق تفرق معنا بتفرق انتو تلاتك انتم موجودين معنا تعمل كل حاجة في المورة بس انت ما بيجيه هدف تحس انك بتلاقي نفسه هو ده راس الحرب لكن بص حلوة من عمالول دي او حاجة راقية جدا كلها لمسة واحدة وكلها بص حلوة يعني هدف حلو 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 حتى ضاعت كمان دي ضاعت كمان الماتش ده الماتش اللي فائد دي الماتش اللي فائد بتاعت امبي لكن شطل الهجمة حلو او وبعدين المباراة سابقة كمان امبي ميديك كم مساحات كنت متفرغ عليكم هايل بس المساحات موجودة ازاكية انها استغلال ازاك وفي سرعة وفي لها مركزية يعني هنا قبسة ودعني معلول دخل في نص الملعب بص كمل كمل اللعب اللي فدف اول مباراة على فكرة ده الهدف الاول ده ايو لكن النية واضحة صح هو دايما انا بقول انت نيتك واضحة بدايتك ضغطك لجومي الشراسة اللي عندك هي بتوضح انت حايز النهار انت بتقلق لما البداية تروح منين بقى جدا اي فريق في العالم يا عايمن دايما بيدور على البداية ايو ما تأخرش البداية البداية بتدي ثقة لفريق المنافس وانت بتستنى شوية بدايتك دي ممكن تعطلك شرط كامل وتلقى الشرط التاني بداية وشكل مختلف هنا اللي فرق مع امبي بدايتك كان واضح ان انت مش عايز تضيع وقت اه تقول لي دي اول كرة قالك ان انت قابل قابل دربة روكنادي انت واضح بص كمل بص هنا هنا الاستيس انت عورتها بوري عمله هايل محمد شريف معدي هايل حاجة يعني ودخل لجوه وعمل بشماله هدف حلو قوي اهل حاجة في الكرة انا ده ما قدر هجيب هدف بلمسة وتانية ليه كترها بالضبط كده ايوة ليه والهدف ده كمان اللي جاوه ليه دي شالها بمهارة عالي قوي هو بص ايمان من الف ملا حلو قوي حلو قوي من الفترة دي تحس نبوليا زي فايل من المباراة دي صح وبدأ يخش في الشكل تعنادي الاهلي الهدف ده طبعا هايل عالي معلول عامر امر اوبر حلو قوي ارتخاء كمان حلو قوي وتوجيه كرة مبواليا ممتاز ده كان في طويت صعب جدا انا عارف ده كان في نهاية المباراة الارتخاء شكله حلو قوي ايمان توجيه كرة بامتياز عشان كي اقول لك انا النهاردة لازم انت عشان عامل ضغط الجمعة يا فريق طلاق الجيش تنويح حجماتك عالي معلول اكرم عامل ضغط من قدام انا بقول ضغط هجومي وانت معكو كرة ضغط من قدام ضغط عالي من بداية المباراة اللي كان بقولي عليه اسامة بالشكل اللي كان معمول في الدور الاول لا ده مش ضغط هجومي ده مش ضغط لا ده انت بتدي مساحات في حتة خطر ما بين المدافعين من نص الملعب دي حتة خطر اي 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 استعمال ضغط يبقى ابدأ من من دائرة السنتر وابدأ اروح صحة جاء ودايما عشان عشان احلى حاجة في الضغط عشان تقطع كرة بسرعة واجه الكرة على جنب أجناب لان الجنب بقى داية جدا نص الملعب الحلول بتبقى كتير حلول فردية او تلاقي واحد نزل تتام الكرة انت كل اللي انت مع عملته الضربة عشان كيف بقولك نادر انا محب يعمل ضغط يعمل ضغط من قدام بس حتة الكرة تبقى على جنب الجنب صحيح طيب بالنسبة كابتن قسامة عايزين نتكلم عن الهجمة المرتدة وطلق على الجيش بيهاجم هو كابتن علاء والكابتن بلالو وكابتن قسامة ومتفقين على ان كابتن عبد الحاجم بالسوني مش حايف تحجيم النهاردة هو بيلعب النهاردة تقريبا يعني هذه كرة من ضمن النادي الاهلي بص طلق على الجيش لأ هتالي من الاول دي اللي انا عايز اتكلم فيها كابتن قسامة بص كامل عيب من طلق على الجيش الكادر كمان لما يتفتح كامل كامل نكمل ماشي اهو لأ بكالبقول انه طلق على الجيش بص المساحة بس هو اخلي بالك يا ايمن ان دي كانت في اخر المباراة وهم خسرانين المطش فطبيعا يطلع بالعدد ده لاني كان مفيش وقت قلاص لأ دي كانت في الشوت الاول دي كانت الشوت الاول دي كانت الشوت الاول يعني بس هو عمتا مش هيفضل يضغط بكل العدد ده والناس توقفى وارا كده بيبقوا معربين بين الخطوط وبعضها خصوصا النص والدفاع ما هو ما هو ما فيش شك ان هم حتى من عدد اهدافهم وممكن قسامة تكلم عليها هو داخل فيه ستة وتلاتين هدف يعني يعني هو برضو دخل فيه عدد كبير من الاهداف صح على قد ما بيعرف التلاتة اللي قدام بيجيبوا جوان لكن عندهم مشاكل في الخط الخلفي وطبعا لما بتكون كمان في الهجمات المرتدة بتبقى اصعب لان الهجمات المرتدة يعني يعني انت طالع بفرقتك معظمها بيبقى فيه مسحات كتيرة في خط الظهر وفيه سرعة لان هجم مرتدة طبعا انا اقصد عليك على المنافس الاول اي انت بتقول ليه ليه الهجم المرتدة بتبقى خطيرة لان هو بيبقى طالع بخطوطه فالملعب بيبقى مفتوح عليه ملعب بيبقى مفتوح عليه فطبيعا انت لما تيجي تستغل للهجم المرتدة نمرأ واحد في الهجم المرتدة سرعة الهجم لان لو الهجم المرتدة تعطلت مش هتبقى هجم مرتدة هيبقى تدي فرصة للمدافعين او اللعيبة بتوع طلاع الجيش يرجعوا مش هتبقى هجم مرتدة هي اجمل مرتدة مزتها في السرعة مزبوط وبامانة ان شاء الله نقدر نستغلها كويس بالذات من كهرباء لانه عنده السرعة القدام وبواليا لكن هو كان من اخطر الناس اللي بيعملوها طبعا محمد شريف لانه محمد شريف تملي بيحب ياخد القدام على طول حتى مش في الهجمات حتى العادية يعني حتى في الهجمات العادية اللي هي مبنية من تحت القدام بيحب ياخد على طول خلف المدافعين يفرق عن بواليا ان بواليا يمشي محطة ايوه بواليا محطة اكتر شريف عنده سرعة شريف عنده سرعة جمدة جدا في اول خطوطين وبيحب بياخد في المساح عشان الميزة لازم يستغلها مره بكون عندك ميزة ربنا هستغلها ازاي ما نفعش في حد الضياء طبعا انت بتستغل الهجمة المرتدة في سرعة ادائها بتبقى بتاخد لمسة اتنين التالتة بتكون مخلص على على المرمى سواء بقى هدف او سواء بقى يعني تبقى عندنا الهدفين هوا كابتن زي ما احنا قلنا متكلم عن محمد شريف محمد شريف تسعتاشر الاهداف احمد سمير حداشر منهم تمانية دربات جزاء مصبوط احمد سمير مستو اولا هو بيلعب في الجنب اليمين اللي هو الشمال لينا بيحب يلعب للداخل يعني مش من الناس اللي بتلعب لبرا الخطوط قوي تماني يخش الجوال انه هو انه اشوال وبعدين بطن رجله كويس يعني بيعرف يوجه بطن رجله فطبعا في دربات الجزاء بيشوتها كويس في الكوار السابتة بيشوتها كويس وقبل كده جاب فينا جون ويجاب بول فينا الماشي الاولاني مصبوط مصبوط هو بيعمل الدربات السابتة كويس وبيشوت كويس ومن اللي هدفين الدوري جاب 11 جون هو طلاقع الجيش في نقطة مميزة جدا يمكن الكوارات ان كلهم اتكلموا عليها ناصر منسي وعمر جمال واحمد سمير احمد سمير جاب 11 جون عمر جمال جاب 10 جون ناصر منسي جاب 9 ده مجموحهم كام 30 هدف من ال40 هدف اللي هم ما جايبينهم يعني جايبين فوق يعدي 75% من اهداف متمركزة في التلاتة دولة فاحمد سمير ما في الشك انه انه العيب خطر وارضه برضو عمر جمال وناصر وبالذات في الكرات اللي ايه بالراس يعني الخط الامامي بالذات كمان الحاجات اللي بالراس يعني لازم يبقى فيه مرقبة كويس قوي من ايمان اشرف من ياسر ابراهيم من المجموع عشان احنا كانت نقطة ضعف شوية نسبيا الكرات العرضية عندنا في اخر 5-6 متشات تغطية العكسية تغطية العكسية فالبرضو علي معلول لازم يبقى واخد باله اكرم توفير لازم يبقى واخد باله عشان الهدف الاسماعيلي هدف الجونة هدف كلها جات من كرات بالرأس من الكور العالي فدي نقطة مهمة والحاجة الميزة اللي في الماتش اللي فات انه ما جاش فينا جون يعني دي انا يمكن قلت من الايجابيات بتاعت الماتش اللي فات النادي الاهلي جاب جونين ودي الهدف الاولان ان انت النادي الاهلي لازم بتغط وازم تجيب جون والحلو كمان ان ما يجيش فيك جونة عشان ما تديش فرصة للفرقة التانية انها تربك لك حساباتك وتبتدي تتحطي تحت ضغط ولذلك واحنا بنهاجم لازم يبقى فيه ناس متمركزة كويس جدا في النواحة الدفاعية من الكرات العرضية لازم يبقى فيه تغطيات كويسة وتمركز جيد عشان ما تتحطش في مازنة أثناء اللقاء ولكن كرة القدم أحيانا فيها بيجي فيك جوان مفاجأة أو انت بده ما يوطركش ولا يديلك لانك انت النادي الاهلي وتقدر ترجع للمباراة في أي وقت كابتن بلال زي ما قال الكابتن السامة الناصر منسي وعمري جمال مميزين جدا في الاتحامات الهوائي سواء في الكرات السابتة أو الكرات العرضية ازاي مستر مسماني حيقدر يتعامل مع النقطة دي ودي ورقة هجومية ربحة طبيعي انت عندك فيه اتنين فراودة فيه اتنين سنتر باكس بالنسبة لك هل في كرات السابتة هل في كرات السابتة حيلعب مان عليهم اكيد لان هم دول الافضل بالنسبة لي يعني انت لما تيجي تبص على النادي الاهلي وتقول مين هنا ممكن يلعب بالدماغه كويس يعني مين يمسك مين كويس ويلعب بالدماغه كويس في لعيبة النادي الاهلي يعني كلهم تقريبا انت بتتكلم في هم هم تلاتة او اربعة تحديدا حمدي فاتحي عيمان اشرف ياسر ابراهيم وولتر بواليا لو رجع اصلي في ناس نلعب على المنطقة لا لعب انا مش من الناس اللي بتفضل انك في التمنتاشر تلعب منطقة لا لازم تلعب مان لازم كل واحد يبقى مع المن بتاع ولان اخد بالك انت الغلاسة في التمنتاشر مطلوبة انك تغلس على اللعيب اللي معاك لكن انت النهاردة لما بتلعب مان سهل جدا اي حدث اي تاكتك يتعمل الفرقة التانية يضرب كل اللي انت بتعمله هتلعب على الكرة صعب جدا زمانك اللي بيعلمونا وانت بتدافع في الكرات السابتة لازم تلعب على الكرة وبتلعب على المال لاثنين مع بعض لكن النهاردة انت تلعب على الكرة بس لو انت بتلعب منطقة تلعب على الكرة بس مش تلعب شايف مين بتحرك منين مين اللي بتحرك من الخلف فيه فيه مدربين نهاردة بيعملوا تاكتك اللعيبة بتيجي من من الامام للخلف والعكس يعني الخلف الامام فيه تحركات كتيرة في الكرة عايزة كلمك عالجول اللي قدامنا ده جابتين بلال سفاك راس حربا انت بتقرم من البداية الراجل اللي قدامك وخط الدفاع بوصف الكرة دي لا هو بسام في لي ما يتقريش الحقيقة لا هو بسام على الارض عنده ضعف شوية عنده في الكرات اللي على الارض عنده ضعف شوية انا الحقيقة معرفش هو ما بعمل اي في الكرة دي ازاي؟ هو جري جري وراء هو جري وراء اقول ان اجرية حطاها حلو اه اطبع طبع ولكن بسام بسام عنده مشكلة في الكرات اللي على الارض في الكرات الارضية والتزديد بسام عنده مشكلة وفي العالي على فكر دي مش الارض بس اصدي ازاي يستغل النقطة دي اللي عيبتين لديل اهلي النهار بس خد بالك انا عايز اقولك على حاجة اللعيبة بتبقى عارفة نقاط ضعف وقوة اللعيبة اللي قدامك اذا كان انا راس حربا بلعب عليها سنترباك حرس مرمى موجود فانا اكيد انا عارف نقاط الضعف اللي موجودة عارف ان انا مثلا بسام من اللعب اللي الحراس اللي ما بتمسكش يعني دايما بيحاول يخرج ما بيمسكش بأيديه بيحاول يخرج كل واحد ده مستكابتن بتاع المشي اسموحة دي المشي اللي فاه دي كان التزديدة من مصطفى فاتحي خده كرة بالعرض ودخل دخل 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 وشاط الكرة اه ده الهدف الاول اه اه انا عايز اقولك ان فيه ماتش برضو الرس اللي بتعرف تمسك هو او حتى الكرة دي مسلا اللي سجليه الهدف يعني هو من الناس يعني كان بيفكرني مسلا كندر السيد بعمل كدا بس النادر كالحاء متميز يعني متميز تحت العرضة متميز بشكل كبير جدا جدا فانا عايز اقول ارجع اقولك ان انت كلعيب بتقرى الحرس المرمى لقمك ايه نقطة الضعف بالنسبة له. قشوط نمبر 18. لو دخلت جول 18 ممكن ارقصه حركته بطيئة حركته سريعة قوي. ما اشتركش ما ما لتحمش معي. بيخرج في الكرات العالية ولا ما بيخرجش وانت برضو بتبقى قاري. هل الكرة بتتلعب انت ساعة بتتلعب الكرة انت مش شايف اللي في ظهرك. فبتبقى قاري هل الحارس المرمى بيخرج ما بيخرجش. بيعرف يتعامل مع الكرات العرضية او الكرات العالية ولا لا بيسيبها للمدفعين. فبتبقى قاري في الكلام ده. النهاردة مثلا بتلعب قدام حارس يعني مش عايزة يقول عنده نقطة ضعف كتير. بس عايزة يقول انت لازم تكون قريب كويس. لازم استغل لها. هو في التصيبات زي ما انت شفت واحد اثنين ثلاثة اربعة شفناهم. تمام؟ ما بيتعاملش مع الكرة كويس. يعني ما بيقراش الكرة بشكل جديد. يعني انا لازم لعبتنا النهاردة يكثرهم تزدادهم على المرمى. عارفة كل المباراة يعني حراس مرمى بتقوى مصر يعني ما هو عظم الحراس. ما بيجدوش التعامل مع الكرات القوية يعني المتشاط مبارا 18 بشكل كويس او التزداد يعني. ففرصة النهاردة عندك ديانجي بشوت كويس. حمدي فتحي برضو بيشوت كويس. افشا بيصوب كويس يعني عنده الحتة النهار بيحط الكرة. بيوجه بيوجه بشكل جيد جدا جدا جدا. بيسجل اكتر من هذا بشكل رائع جدا يعني. كهرباء برضو موفق الفترة اللي فاتت وولتر كواليا. يعني عندك اكتر وليب عنده تميز في حاجة كده رحسين الشرحات نفس الموضوع. بيسجل بشكل كويس بيصوب بشكل كويس وبيوجل بشكل كويس. فمهم استغلال نقاط الضعف اللي موجودة عند فرقة الترائي الجيش. هم كمان عندهم حتة في القلب يعني ضعيفة شوية. هم برضو ما عندهمش السرعات الكبيرة اللي موجودة اللي موجودة في القلب. حتة ان هم بيرقبوا كويس ما بيرقبوش كويس. يعني فيها قوات كتيرة جدا يبقى. الكرة لما تتعف في ظهر الباك ما بيشوفش كويس. ما بيمسكش كويس. حتة التمركس بتاعاته ما بتبقاش جيدة في بعض القوات. فدي حاجات نقاط الضعف لازم نستغلها كبيرت نتكلمه وساما تكلم من شوية عن حتة انك ازاي تضغط من قدام. وانك يعني تخلي طلع الجيش. وهو بيحضر الهجمة هو برضو عنده مشاكل لانه هو برضو ما عندهمش سرعة في تحضير الهجمة. بيحضر ببطء وما بيانتشرش كويس. فدي ممكن مع سرعة الضغط انك تقطع كرة وانت بتتكلم من شوية بتجيب شوية كام لقطة. ان فرد طلع الجيش في نص ملعب انت بتضغط. اه ممكن ترجع تاني لكن لما بترجع تضغط بسرعة بتجيب الكرة تاني. فمهم انت بتضغط تتحول بسرعة وتستغل الضغط بتاعك. صحيح. طيب كابتن اسامة على الورق كابتن عبيل مسيوني بيلعب اربعة اتنين تلاتة واحد. ولكن هي احيانا في فترة من فترات قدام الفرقة الكبيرة بيعملها ساعات. اربعة خمسة واحد او اربعة واحد اربعة واحد. او اربعة تلاتة تلاتة. بمعنى نهاردة عندنا سابتين وراء محمد ناصف وعلي الفيل واسلام جمال وحسن مجد. لما الكرة بتكون معاهم عمر السيسي ومهند لاشين. لا يعني ببقى مصطفى جمال هو غير الورق اللي معانا. ببقى عمر السيسي ومصطفى جمال. اللي بيزيد شوية ممكن مهند لاشين انه عنده الكدرة انه يكمل في نواحة الهجومية. طيب لما بتكون الكرة على طلع الجيش بتشوف عمر السيسي مهند لاشين مصطفى جمال. ثلاثة دول هما اللي عمليون السيطارة قدام الديفنس الاربعة اللي وراء. كويس. وبيدوا الحرية لأحمد سمير ما بيرجعش بشكل كبير. بسبب. ولا ناصر منسي ولا عمر جمال. فالنهاردة طلع الجيش بيعتمد على المرتدة برضو. وده هنشوف الشكل ده في وقت من الوقات امام النادي الاهلي. والنادي الاهلي بيهاجم. يعني هو مش هيلغط من البداية عن النادي الاهلي. لا في وقت من الوقات والنادي الاهلي معاك كرة وبيهاجم. وخاصة من عند علم معلول أحمد سمير هيشتغل في المساحة ديه. إنه هو أحمد سمير ما عندهش الكدرة الدفاعية إنه يشتغل سعين ديه في المساحة 100 متى رايح جاي. صح. فالنهاردة هتلاقي موكي مصطفى جمالة مهاندة لشين رامش شوية قدام حسن مجد الباكرايت بتاع طلع الجيش. واحمد سمير واقف عنده الراحة موفر مجهوده الناحة الهجومية. ده هيكون وراء علي معلول. فالنهاردة متطلب من أيمن أشرف إنه يقدر يغطي الحتة دي في التوقيت المناسب. إمتى يطلع من وراء يرني وراء علي معلول عشان يقفل الكلام ده. لو اتعاملت مرتدة على الناد الأهلي في ظهر علي معلول يبقى أيمن أشرف قافل في ظهر يسر إبراهيم أكرم توفيق مرحة للنحة التانية ما بقاش طاير زي علي معلول. أو حمدي فتحي اللي بطبيعة الأمر دايما مأخر نفسه في نص الملعب. طب إنت بتقول إن أحمد سمير مش هيرجع مع علي معلول. مين اللي هيقابل علي معلول في النواحة الوجومية؟ هيبقى عندك حسن مجدي وعندك واحد من نص الملعب مهند لشين أو مصطفى جمالة. بيرمي واحد مصمرة بيرمي بره شوية ويخلي مجهود أحمد سمير لنواحة الوجومية. نفس الكلام من ناحية التانية ناصر منسي برضو. ناصر منسي ممكن آه بيرجع شوية لكن برضو نفس الكلام لو بنتكلم لا 70% نواحة الوجومية 30% نواحة دفاعية. فالتنين اللي على أطراف بوفروا مجهودهم لنواحة الوجومية بس. فالنهاردة علشان كده لازم يكون عندك زيادة في النواحة الدفاعية. لما بنتكلم أيمن أشرف ويسر إبراهيم لازم أكرم على حسب الهجمة وحسب رؤيته هو المغطي الناحة التانية. أو حمد فتحي اللي دايما بيعملها بشكل مميز دايما رامي نفسه في قلب الاتنين إنه يقدر ياخد أي زيادة جاية من تحت علشان يشتغل عليه. طب وفي النواحة الهجومية ورقة من ضمن الأوراق الهجومية محمد ناصف. هل هيقابله من قدام مستر مسماني وحسين الشحات ولا حسين الشحات هيتفرغ نيحة الهجومية ويسيب الكلام ده للوراة؟ حسين الشحات طبيعة أمره بيهجم يعني أكتر أو صفة مستمرة محمد ناصف مش هنلاقيه طاير على طول على حسب الهجمة مش هنلاقيه محمد ناصف عنده اللي يريحينه يهاجم بشكل كبير النهار ده ممكن باسيوني هيدينه تعليمات لا عايز آف شوية في بداية المباراة بس لو لقى المساحة بيعملها هو من نفسه طيب بس بداية المباراة طاير على طول لا أنا ما تكلمش من بداية المباراة لو لقى المساحة هيروح طبعا فهمني عشان كده ولازم التزام حسين طبعا التزام حسين معناه إنه هو هيعمل دور الدفاعي لحد ما يرجع المباراة تبقى ممكن في كورة في لعبة اتنين على حسب اللعبة الشكل الطبيعي حسين هو اللي هيكمل قدام الناد لها اللي بيضغط أنت دوافعك أكبر الجيش لو طلع بنقطة هو بالنسبة للمكسب لكن انت بتبقى بتدور على المكسب فأنت النهار ده اللي بتضغط بشكل كبير من قدام انت بتدور على الهجمة المرتدة بتعطيلها جيش اللي ممكن تمثل عليك خطورة علشان ما يسجلش والأمور تصعب عليك فعلشان كده لازم يبقى عندك التوازن الدفاعي وراء عن طريق حمد فتحي أو عن طريق أكرم توفيق اللي برضو بيجيد التغطية العكسية بشكل كبير ده بالنسبة لطلع جيش لكن النهار ده برضو مش عايزين نغفل نقطة مهمة جدا دخلت الناد لها المباراة اللي فاتت كرات السابتة فأول ديها في المباراة كرة سابتة هدف بواليا فالنهار ده كرات السابتة برضو من الأسلحة المهمة للناد لأهلي مع التكتلات الدفاعية اللي ممكن نشوفها لطلع الجيش النهار ده ممكن تشتغل كرة سابتة تخلص بيها أو تساهل بيها خلي بالك الكرات السابتة أسلحة للفرقتين يعني الفرق طلع جيش كمان مميزة مميزة في الكرات السابتة طبعا عنده أحمد سامير بيقدر يركينها بشكل مميز وعنده الكرات السابتة في عندك عمر جمال وناصر منسي بيعرفوا يلعبوا ودماغهم كويس ناصر منسي رجع مرة تانية بالتعادل من كرة سابتة ركنية وماشي الكاس السنة اللي فاتت ناصر منسي لما نزل ده فينا جول بدماغه علشان كده كرة السابتة النهاردة الدفاعية لازم أكون ممسك بشكل كبير وشكل مميز والنواحي الهجومية بتاعتنا لازم أشتغل بيها يعني بشكل مميز وكالبت إنه سامة بتكلم عن ميزة محمد شريف إنه بياخد في المساحات ودي صورة عنده للصارت دايما سريع النهاردة لازم نستغل بواليا بواليا بيوجيه دربات الرأس فالنهاردة لازم أكرم لازم علي معلول النهاردة برضو بي على طول إنه أنا أكتر الكرات العرضية في الثمنتاشر لبواليا ونشوف التكملة بتاعت أفشة بتاعت حسين الشحات بتاعت كهرابا يكون فيه تكملة برضو إنه ممكن يسجل هي دي النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها الماتش اللي فات إنه أحياناً بيبقى مثلاً الهجمة من ناحية الشمال أو من ناحية المين فالراجل ناحية المين أو ناحية الشمال أخره إيه؟ هيعمل كروس بنلاقي نقصة عدد كبير جداً في مهاجم النادي الآلي داخل الثمنتاشر ما هذا النقطة المهمة النقطة المهمة ما يبقاش النهاردة الأخطر بواليا مترائب بشكل كبير من الأخطر النهاردة ممكن يسجل وجايبها ريحية ومش محدش مسكو ممكن مجد أفشة حسين الشحات أو كهرباء الثلاثة دول دايماً هم اللي بيمسروا الخطورة دايماً في الكرات العرضية للنادي الآلي صحي كنت نعلاق سريعاً توقعتك لشروط الأول فيه أهداف إن شاء الله للنادي الآلي إن شاء الله فيه أهداف مبكرة إن شاء الله إزاي ماشال الفعل إن شاء الله رب العزيز إن شاء الله كابتن وسام إن شاء الله فيه أهداف للنادي الآلي بس مش شرط يعني أول ديعة زي لا 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 يعني هم نتكلم عن توقعتك لشروط الأول يعني هم نتكلم عن توقعتك لشروط الأول يعني إن شاء الله إن شاء الله للأهل يجب يكون شوط الأول بإذن الله رب العزيز مفروض الدافع إن شاء الله كبيرة جداً عند الندي الآلي بإذن الله فإن شاء الله يجيب أهدف في الشهد. كابتن بلاي. يعني أنا أتمنى إن شاء الله الأهل يسجل في بداية المتشى عشان الأمور تتسهل بإذن الله. كلنا أنا أتمنى. آآ. نقاط إيه؟ يعني ممكن الهدف يتعجل الشوتة التالي. آآ يعني تأخر شوية. آآ ممكن يعني. أتمنى. زي بلاي. أتمنى إن شاء الله. ناخد ثلاث نقطة أعمل الأدف. أعمل الأداة. أعمل الأداة. كل التوفيق لنادي الأهل إن شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى بعد نهاية أحداث الشوت الأول. أرجوكم. انتظروا. تعادل سلبي في الشوت الأول بين الأهل وطلع الجيش في شوت متوسط المستوى. يعني شفنا بعض الأحيان في البداية بالذات. شفنا يمكن كابتن عبد الحميد باسيوني كان عنده جرأ شوية لمدة خمس أو عشر دقيق. ولكن بعد كده الاستحواز والسيطرة بقى لنادي الأهل. بس قلت الخطورة على مرمى محمد بسام إلا من كرة علي معلولة عرضية. وكرة مش مشكوك بصحتها. الوضع الطبيعي في الكرة دية إن أنا حتى كفار أخذ وقت فيها. لأن مشكوك فيها جدا. الرجل بتاع تلاقي على الجيش رجله اليمين. رجله اليمين. السابتة على خط المرمى. على خط. ده لو على الفار سيبنا من التصوير دلوقتي. التصوير كإن إحنا بنصور فعلا بكاميرا التليفون محمول. أسوأ تصوير في العالم. يعني أنا مش عارب. الناس دي ما تفرجش على حاجة برة. ولا إيه بالزبط. أسوأ تصوير في العالم. يعني كنا بنتكلم مع بعض. قلنا حتى الرجل لو رجع. في التلات أربع حاجات ديت. التلات أربع صور اللي جات. ما فيش ولا واحدة تبين إن الكرة جول. ولكن الكرة الأولانية بينة. لو وقفت الكاميرا. لو وقفت الصورة. رجله اليمين. اللي مش متحركة. على خط الجول السابتة. رجله الشمال. أولا رجله مفروضة لحد الآخر. معدية الرجل اليمين. اللي هي على خط المرمى. ودخلها جوا. الجول. ومطلع الكرة. حتى الفار. ما عادش في الكرة دي مثلا. عشر ثواني أو يبص عليها. أو حتى قال الحاكم. لا. الكرة تلعبت على طول. أنا أشكك فيها. كرة. مشكوك في صحتها. ولكن. يعني عندنا كابتن ناصر عباس. بعد المباراة. هيقول لنا رأيه إيه فيها. هنروح لفاصل. وبعد الفاصل. هنرجع لديوفنا الكرام. ونشوف قراءهم عن أحداث الشوت الأول. أرجوكم انتظروا. بمرحب بكم مرة تانية يا عزيزان مشاهدين. كابتن علاء. شفنا الشوت الأولاني في البداية. ضغط من فرق طلاع الجيش. ما استمرش كتير. وتسايد النادي الأهلي الشوت الأول. ولكن بدون خطورة حقيقة على المرمى. لحد الكرة اللي هي. اللي هي. عليها كلام. عدت في خمس ثوان. هو الشوت أول ممكن تقوله متوتر. الشوت متوتر خصوة من اللاعات النادي الأهلي. النادي الأهلي. لازم نبقى هدك كده شوية. الأوقات اللي بنلعب فيها بهدوء. هاي. وبتوصل بتبقى خطر. هاي. زي كرة عالية معلول. هدوء وطلع وتلعب الكرة البعرض. هم. بس ما فيش حد. عن الجانب الأخر كرة عمالة محمد مجدي. اجراء على الجنب اليمين. الكرة اللي انت تبقى هادي فيها جدا يا أيمن. بيبقى شكلك عندك خطورة. الكرة طويلة اللي بتتلعب النهاردة فيها مغالاة شوية. بيبقى عندك خمسين خمسين. يعني مدافع مهاجم مغالبة. المدافع شاب بوشة بالنسبة له سهلة. عشان كده لازم ننادي الأهلي الشوت التاني. آه يعمل ضغط وضغط وجمه كويس قوي. بس ليلعب اللعب بتاعه. استخدام الأطراف كويس قوي. ازا كان اكرم معلول. ولازم الكرة تحدى على نص الملعب. ما ينفعش اللعب من الشناوي. او آمن أشرف ليه بوالي على طول. بتسهل الأمور شوية. ما ينفعش ألعب على كرة واحدة. لازم ألعب الكرة على الأرض. واشوف الأطراف كويس قوي. والاختراكات من نص الملعب. ولازم بفيه سرعة شوية في الأداء. فريق الجيش بلعب بحماس قوي جدا. زي ما اتفقنا كلنا. أنا هو بمقفل كويس المساحات. وبيبذل أقصى مجهود. لكن انت عندك الفرصة ان ان شاء الله تجيب جول بس بهدوء شوية. بإذن الله رب العالم. كانت مسامة التقييم السريع لحد الشرط الأول. البداية كانت ضغط من الجيش. لكن أنا قلت لك مش هيستمر. هم خمس ست دهائي سبعة دهائية. نادي الأقلي سيطر وابتدى هو اللي يبقى مستحوز وهو الأخطر. وإن كانت الخطورة مش عالية قوي. أنا شايف أن الجنب الشمال اللي عالي معلول فيه هو اللي شغال كويس قوي. وعالي معلول النهاردة فيه وعمل كرات عرضية وبيعمل أكتر من كرة عرضية. حتى الفولات بيعملها خطر والكورنرز. الجنب بتاع أكرم واقف. في مشكلة. في مشكلة في الجنب اللي بتاع أكرم. حسين اشتحات سايف الجنب خالص. بص انت خد تامل على الثاني. حسين الشحات وكهربة كمان. دخلين جوه قوي. وقت طويل. ماشي انت بضم في وقت. بعض الأقوات. عشان تقرب من واليا وعشان تخترق من العنقر. أطراف شوية. يعني لازم حسين وكهربة موسعين البلعب شوية. فدي فعلا بينا ان هي مقصرة معانا شوية. الحاجة التانية طبعا كرة اللي هي مشكوك فيها دية كانت خطر جدا. وفي كرة تانية. بس علي معلول لعبها جمدة شوية كانت على الأرض دي كانت ممكن تيجي جون. بالنسبة لفرقة الجيش مفيش خطورة كبيرة لغير الكرة اللي هي اشتراك بين عامر جمال. والشناو عملها بالبوكس. وفي كرة في أول الماتش. اتلعبت من ناصر منسي واللعيب اتأخر كمفروض يخدها على الطاير حبي يسند جوة ستة. لكن ملومش خطورة كبيرة. فانا شايف النادي الأهلي قريب. ولكن انا متفهم مع علاقة تماما انه في استعجال وساربعة شوية. عايزين اني بقى اهدى من كده. كبن بلال ايه سبب توتر لعيبة النادي الأهلي الشوط الأول؟ المكسب طبعا. انت عايز تكسب. يعني المكسبات اللي زي دي انت بتسعى فيها للمكسب. كل ديئة بتمر على النادي الأهلي هو عنده ضغوطات كبيرة جدا. عنده ضغوطات لان انت برضو عندك منافس بلعب. انت مش عارف النتيجة ماشي ازاي. فبالتالي انت كل فرصة يعني لاحظ كل الفرص اللي بتجي للنادي الأهلي انت عندك استعجال. عايز تصويف مش في مكانه. مش عايز تباصي. عايز بسرعة تنقل الهجمة بشكل سريع جدا. مش واغد وقتك في بناء الهجمة. كل الحاجات دي بتخليك توصل اللي احنا وصلين لدلوقتي حالا. الهجمات اللي بتجيلك كلها هجمات يمكن مش عايز اقول منظمة لكن فيها نوع من التسرع شوية. مش عايز اقول برضو من العشوية لكن فيها نوع من التسرع شوية. مطلوب ان احنا نيه ده مطلوب ممكن انت هجمة تتبني بشكل كويس جدا. تنتهي وتتفنش بشكل كويس جدا وممكن تيتساجل منها ده. مطلوب تحرك يعني تحرك مجد يافشا شوية والربط مع الاتنين لطرفين كهرباء واحسين الشحات. هم برضو زي ما قالوا كبات انسائبين اما كانهم شوية. اه داخلين جوه او. داخلين جوه الملعب. انت الماتشات الازاي دي انك تشتغل على طرف الملعب. خلي بالك التمساهل المأمورية اليوم ليه؟ لانهم اصلا عاملين كسافة عددية جوال 18. عندك العيب لازم تستغله النهاردة والتر بوليا في الكرات العرضية. مصبوط. لازم تستغله. فبالتالي لازم تستغل الطرفين بتوعك بشكل جيد جدا 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 جدا. احنا طرف واحد تقريبا للشكلات. عندك علي معلول بيشتغل كويس. وكمان علي معلول مش زي الماتشات اللي فاتت. ما بيشتغلش من بر قوي. علي معلول بيكمل لجوه. وبيعمل الكرات العرضية. لازم تشتغل الكرات العالية. وهو العيد مميز. ثاني حاجة مهمة جدا جدا النهاردة. استغلال بوليا في الساكند بول. مهم جدا. يعني بحطا كويس محطة جيدة. لازم نستغله نعمل زي الماتش اللي فاتت. يبقى الطرفين جاهزين. منهم يتحركوا. عشان نقدر نشتغل عرضيات كويس. عشان نقدر نخلق فرص ان احنا نسجل منها دا. مزبوط. كتنو سامة ايه الاوراق اللي ممكن يستغل لها الشوط التاني ميستر موسيماني. اول حاجة بس قبل الاوراق اللي يستغل لها ميستر موسيماني. لازم نخلي بالنا. هيكون فيه اندفاع هجومي. بالنسبة للنادي اهلي في الشوط التاني. فنخلي بالنا من هجمات مرتدة. خاصة نورة الاطراف. علي معلول. واكرم توفيق. الهدوء في الجزء الاخير. ان فيه صربعة زي ما كابتن قاله. في نهاية الهجمة. فيه استعجال. لازم يبقى عندنا هدوء. فيه طبعا برا الاوراق الرابحة للنادي الاهلي. او ممكن يعني تبديلات موسيماني. فيه صلاح محسن. فيه طاهر محمد طاهر. يعني حسب مجرات اللعب. موسيماني ممكن يكون فيه مغامرة. لو الهدف اتأخر شوية في الشوط التاني. بإذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط التاني. هنروح لفاصل. ونرجع لحضراتكم مرة أخرى بعد نهاية أحداث المباراة. أرجوكم انتظرو. موسيقى الاهلي متعادل مع طلاقة على الجيش بدون أهداف. والأمور بتتصعب. ناقص ثلاث ماتشات. وزمال الكسب فرق أربع نوعات. أعتقد ان الأمور بتتصعب جدا جدا جدا. ولكن احنا عندنا أمل لحد آخر مباراة. هنعمل ايه؟ هذا اللي حصل. فيش قدامنا غير ان احنا نلعب لحد آخر مباراة. طوفيقنا عند ربنا. كافنا على عادل طبعا غير مردي. وبيصعب الأمور علي. نتيجة محبوطة جدا طبعا. والأمور الزيادة الصعوبة. في بعض أخطاء احنا عملناها النهاردة. لكن كمان في الآخر مباراة ايه ما تحس ان لا ربنا مش لايدي ان تتكسبه النهاردة. يعني فيك أكثر من كرة طلعها محمد بسام. يعني بعجوبة. لكن كان لازم خلص مباراة بدري. من بداية الشوت الأول. يعني حتى لو في عصبية. وتفعنا على كده كان واضح من الأداء اللعيبة. اللعيب لو عصبي مش عافي قدي. مش عافي حتى يسمع الكلام. لكن العصبية دي ضيعت له وقت كتير قوي. دخلتك في أخطاء كتير جدا. أخطاء في التمرير في التمركز. صح. الديت يعني. انت ساعة تطلع الجيش ان هم تلعب النتيجة دي. بطريقة لعبك انت. الكرات القليلة أول وصلت محمد بسام على مدار الشوتين. بص وصلت ازاي ايما. بالطريقة بتاعة النادي الأهلي. طريقة النادي الأهلي طريقة لعب النادي الأهلي. اللعب على الأطراف الكرات العرضية متقنة. الضغط الهجوم كويس. ده ده اللي عرفه أنا ده طريقة لعب النادي الأهلي. طول المباراة انت بتلعب بطريقة طريقة الجيش. اللي هي اللي هي الطويل اللي هو عايزه بسيوني. اللي هو ساعة ليه بسيوني ان هو يقفل لقلبه كويس قوي. وعنده اتنين بلعبه كويس قوي دماغهم. وانت كمان سهلت الأمور بالكورة اللي هي مواجهة. يعني اي مدافع حتى لو ناشي. يعني اسامة مسك للناشئين لو سألت اي ناشية. اسامة اقول لك احسن حاجة بالنسبة لك مدافع كورة اللي جاء انا شايفها. سهلا. صعب عليك انت كمهاجم. وبنسبة له سهل جدا. الخورة عالية قوي اللي كان بسان بيطلع يخدها دي يعني. دي برضو ايمن انت سهلت. سهلت وبعدين الوقت بسه يضيع منك. وانت كلما الوقت يبعدي انت. بتوتر زيادة. بتوتر بتوتر. بتوتر. وانت متأكد ان المنافس بتاعك. ما عندوش صعوب ماتشو. يعني ما تشوفه المتناول. حتى لو اتأخر الفوز لكن في المتناول. هو انت عارف انك بتلعب فريق عيد جدا. مش عايز حاجة هو متدوري. لكن هو عايز ما اتفقنا كلنا يظهر بمظهر كويس. ولعبك بطريقته. صح. وبس الاسف انه هو جابك لطريقته هو. ايو جريته انت في طريقته. انت جريته في طريقته هو. يعني زكاء بسيوني ان انت ساعدته في طريقة لعبه. وان انت طريقة لعبك انت ساعد بسيوني كتير قوي. كور كتير او مطوعك او كتير او مشتركة. مع انك انت لو لعبت لعبك هتبعد من حتة انك تلاب كور مشتركة. وكان بيعتمد على ضغط على المهاجنين. ضغط على روص الملعب. بس انت دائما بتلعب كله كرة. في حد في ظهر واحد. واحد في ظهر واحد. مش دائما مش عارف مش عارف تلاقي محمد مجدي. محمد مجدي نهاردة عمل غلطة برضو انا من وجهة نظري قليتنا كتير. ان هو كان محمد كان معلق كتير قوي. اما في راس حربة. اما على الاطراف. وسايب منطقته اللي هو بيجيت فيها. كل المشاكل اللي اديها ايمن. كل اللي انا متفقين بكل مبرات اللي فاتت. ان بيحللك المشاكل بتاع التكتل. تحركات محمد مجدي في التلت الاخير. بس ما يكون بوشه. لكن مش بظاهره. محمد مسترم بظاهره بيقل كتير قوي. لكن تروا محمد مجدي بوشه هيلاقي هيعف تصرف. لكن دي برضو من الغلطات. الغلطات الغلطة الوحيدة النهاردة والكبيرة. اللي وقع فيها كل اللعيبة التوتر من اول دقيقة الاخر دقيقة. هي ضعت منك مبرات النهاردة. لكن رغم كل اللي احنا عملناه النهاردة. كان ممكن في الكورة من الكورة الاخيرة دي. كنت ممكن تكسب المباراة بالسهولة على فكرة. لكن هي مراكة عايز هدف. يعني طبعا النتيجة مش عاك بحد. لكن طول ما في مراكة وفي نخاط. احنا مستمريين. وان شاء الله الخادم احسن ان شاء الله. كابتن السامة زي ما قال الكابتن علاء. لقيت النديلالي فعلا النهاردة. كانوا متوترين جدا 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 من بداية المباراة. وده شفنا الشوت الاول. وازداد التوتر ده الشوت التاني. وبالتالي اثر على الاداء الفاني لجميع اللي عابيه. ويمكن اتنقل اعتقد. اتنقل التوتر الجوة الملحب ده للتوتر برا الملحب. مضبوط. يعني يمكن. اللي بيلعبه. يعني بالثقة والاداء الطبيعي بتاعهم. معلول. أفشى وإن كان. برضو سدت تلاتة. من مسافة اربعين وخمسين ياردة. في وسط زحمة كتير. مش هتيجي جون. لكنه. تحس برضو عنده ثقة. نفس الشيء معلول. ورامي ربيع لما نسل. رامي. زود الناحية الهجومية. حتى بيطلع لنص. رغم قلب تفاع. بيطلع لنص الملعب. بيزود مع مجد قفشة. لأن احنا عملنا حاجة. سهلت الأمور جدا لفرقة طلاع الجيش. انت الكورة الطويلة اللي بتتعلق جوة الثمانتاشر دي اللي هي المواجهة دي أيمن. تلجأ لها مثلا في دقيقة. في دقيقتين. لكن انت من نص الشوط. مدخل صلاح. ومروان. وأجيه. وطاهر مش عارف هو فين. كلهم داخل الثمانتاشر. داخل الثمانتاشر. وستة سبعة حواليهم من فرق طلاع الجيش. ووراهم بسام. مرة يمسك بسام. مرة احنا من الزحمة بندخل على بعض. يعني فيه كور. لو لو مهاجم أو اتنين لوحديهم. هيحطها. لكن لما بقوا ثلاثة أربعة داخلين على بعض. يعني انت عملت أسلوب. ده برضو جاي من إيه؟ من الاستعجال اللي احنا قلنا عليه في بداية اللقاء. كان فيه تحسس أربعة شوية. صح. يمكن الضغط اللي هم حاسينه. ان فرق نقطتين. وان زبالك بلعب في نفس الوقت. مستعجلين قوي. ما بنلعبش اللعب اللي هو التنظيم الطبيعي. الشغل الأطراف. باستثناء الطرف اللي كان فيه عالي معلول إلى حد كبير. فرغم أنه هو برضو شوية تاني قال شوية. لكن كان بيحاول. فأنت سهلت على طراع الجيش. موضوع العدد الكبير اللي داخل التمنتاشر. وكور طويلة من نص الملعب ومن وراء على طول لداخل التمنتاشر. كان بيستعامل معها بسام بكل سهولة. وحتى الكورتين تلاتة الخطر قوي. اللي هي أجاية لعب. اللي عدت من دماغها أجاية. وفي واحدة لعبها أعتقد. صلاح محسن. صلاح محسن. طلح بسام. هما دول اللي تحس فيهم خطورة حقيقة. لكن بعد كده الحلول كانت ضيقة. وبعدين انت مشكلة. عد منك الشوت الأولاني ماشي ممكن جدا. انت مشكلتك ان ابتديت الشوت التاني نايم جدا. يعني ابتديت الشوت التاني كمان نايم جدا. انت عارف الحماس اللي انت كنت تلعب به في آخر عشر دقايق. لو ابتديت به من بداية الشوت التاني. حتى كميات جاري. مش عايز اقول مدون تنظيم. لانه لازم التنظيم هو اللي بيفرق في كرة القدم. ولكن ما كانش فيه انت ضيعت مرضه حوالي خمسة وعشرين تلاتين دقيقة. من الشوت التاني. وابتديت تفكر اخر ربع ساعة وعشر دقايق. انك انت بتعادل. يعني هقول الحمد لله رغم كده كان ممكن نكسب. لكن الحمد لله كرة القدم كده. وان شاء الله ربنا يسأل المطشط الجاي بإذن الله. بإذن الله. كابتن بلال. الأمور ازداد الصعوبة بعد تعده اليوم. طبعا. يعني الأمور تصعبت من مباراة الإسماعيلي مش مباراة النهاردة. يعني نسبة وتناسب انت النهاردة عندك بتلاعب مين وهو بيلعب مين. هو بيلعب الانتاج الحربي. بيلعب السيروميكا كروباترا. بيلعب النهاردة ودي ديجلة. يعني الفرق في المتناول. يعني آي نعم الظروف بيلعب فرقة برضو صعبة. وبتحاول ان هي تصارع من أجل البقاء. لكن يعني متات في المتناول يعني. أما ماتشات الآلي كلها صعبة. ماتشات الآلي النهاردة طلع الجيش. الماتش الجاي المصري. الماتش اللي بعديه الجونا. ويمكن الأسهل فيهم أو ممكن يكون بالحسابات برضو. تمام ممكن يكون أسوار. اتعادل النهاردة يمكن أنا بشوف ان الأهلي افتقد هو اللي افتقد نقطتين النهاردة في الماتش. يعني بيدي لا بيدي عمر يعني زي ما بيقول. يعني انت النهاردة اللي أضعت منك. النهاردة الآلي بيلعب بطريقة لعب. مش دي طريقة لعب النادي الآلي. انت متعود انك بتستحوز. متعود انك بتبني هجمات. متعود ان انت ما بتلعبش على الكرات الطولية. الكرات العالية. غيرت من السيستيم ومن الستايل بتاع لعبك النهاردة. فكاد دي النتيجة. وصلت للنتيجة اللي تكلموا عليها كباتن. اللي نجح فيها باسيون. ان هو يمتصك ليه أو يجذبك ليه. أهي ألعب كوار طويلة. فانا هو بيلعب اثنين سنترباك سابتين على واحد. الاثنين الباكين بتوعوا تقريبا. طول المباراة ما تقدموش تقريبا. يعني بنسبة 80-90 في المية. ما تقدموش. ما عدوش نص ملعب. فكأنهم بيلعبوا أربعة سنترباكس النهاردة. نادي طلع الجيش. وصلت انك تلعب زي ما هو عايز للزبز. عايز يلعب كرات طويلة. وابتدي السرعات العالية. مين هياخد حرس المرمى بياخد الساكند بول قدامه. في اثنين لعبة في نص الملعب بالنسبة له. عمر السيسي دايما نواف قدام الاثنين السنترباكس بتوعه. فعلى طول بياخد برضو الساكند بول الأمامية. والتاني الجول بياخد بسين بياخد الساكند بول الخلفية. فخلاص النهاردة غيرت من اسلوب لعبك النهاردة. كابتن علاء يتكلم على مجد أفشا وطريقة تحركاته في الملعب النهاردة. ما كانش ليه تأثير القوي. المباراة اللي فاتت بولية. مجد أفشا بيطلع تارف الأطراف. النهاردة عندك مشكلة كبيرة جدا جدا في الاثنين الباكي بتوعك. النهاردة أكرم توفيق وعلي معلول مشاكل كبيرة جدا عدم التقدم. انت بتاع فرقة ما احترمنا الكامل ليها يعني كطلع الجيش. ولكن فرقة يعني بتلعبك من نص الملعب. إيه الأزمة اللي كانت موجودة عند العابة النادي الآلي. إن هم دايما يبقى إحنا بنلعب في الخمسة واربعين متر التانيين. إيه المشكلة لما أيمن أشرف وياسر إبراهيم يبقى دايما زقين له قدام. تب تلعب في بداية الماتش كنت بتلعب على عمر جمال. عمر جمال مش اللعيب الفاستر. عمر جمال لعيب محطة. تمام؟ فما عندكش الأزمة إنك تلعب في خمسة واربعين متر. ما تلعبش في سبعين وثمانين متر. وتدي فرصة كبيرة جدا أن يستلم الكورة ويبقى محطة ويستنى. ويخرج أحمد سامير من ناحية دي وخرج من ناصر من ناحية تانية. طريق تغييرك لإسلوب لعبك النهاردة هو اللي أفقدك الجيل. رقم اثنين تغييرات بتاعت المستر موسيماني. النهاردة إذا قررت أن تلعب بالشكل ده. اللي هتلعب باللونج بول والديركت أتاك. خلاص يبنى النهاردة هلعب بولا وجمبيه مرون محسن من بداية الشوت الثاني. واعتمد على اثنين عندهم أطوال. وخلاص ونزل اثنين ونزل اثنين عندهم سرعات. مثلا صلاح محسن. وتبتدي تشتغل بالستايل لتالما أنت هتعتمد على الكراث الطولية. وتعتمد على اللونج بس. تغيير الستايل. تغييرات كمان اللي انت عملتها النهاردة. ما كانتش موفقة. قدت في النتيجة أن انت بتلعب مباراة قدام طلع الجيش. ما عندكش فرصة حقيقية قادر تصنعها. آه في فرص جات للنادي الأهلي. لكن أنا بكلم فرصة انت قدرت تصنعها. بطريقة لعب النادي الأهلي. بطريقة لعب مستر موسيماني. طريقة لعب اللي هي الباس والرباس. باس تفتح على طرف الملعب. تشتغل الكورسات العرضية. يبقى مجد أفشب يا رب من الفرودين. يبقى في تحرر كمان. النهاردة برضو أنا في لعيبة. يعني النهاردة في النادي الأهلي. الحقيقة يعني ما كانتش موفقة. يعني النهاردة كهرباء ما شفتوش ملعب كتير. للأسف يعني. ما كانتش يعني ما كانتش موفق في أداءه. ما كانتش موفق في حركاته. برضو دي تفرق. ماتشات صعبة جدا. لا تحتمل ان واحد يكون برا للفورمو النهار. لا تحتمل. والماتشات الصعبة كمان لا تحتمل المداري بيصبر على العيب كتير. في ماتشات. ممكن. يعني أنا أنا أفتكر. ماتشات. كابتن علاج موجود كابتن أسامة وأسامة. كان جوزيبي غير مدية ثلاثين. مدية خمسة واربعين. الماتش خلاص هو أسلوب اللعب. بيضطرك أن أنت كمدير فنة كابتن علاج أنك تغير خلاص. خلاص لازم تغير. في ماتشات زي النهاردة كده. لا تحتمل أن أنا مثلا أبقي على العيب في ملعب. لا ربما. في واحدة ممكن. لا. النهاردة في ماتش. لازم كل النهاردة يبقى كل الناس على درجة كبيرة جدا من التركيز ومن التوفيق. في ماتشات أحيانا بشد العيب وحطه برا جنبي عشان مش موفق. مش يوم النهاردة. أنا شايف النهاردة مش يوم. في العيب مش جاهز بدنيا برضو. وغير. وأعمل تغيرات. أنت عندك خمس تغيرات. ممكن من بداية الشوط الأول من دقيقة ثلاثين تبتدي. أنت كمدير فن كبير. مستر مسماني. أريل جيم النهاردة كهربع. مليش دور. أنزل صلاح محسن. ألعب بقى باثنين فراودة. لما أنا أشتغل بالشكل ده. ويبقى عندي فرص للتهديف. ممكن النهاردة كنت ألعب بثلاثة فراودة. صراح النهاردة. ودي فرصة للتنين الباكين بتوع. هما اللي دايما يبقوا موجودين على الطرف الملعب. وحط خمسة في نص ملعب. أنتظر الكرة العرضية والعب على الساكن. دي بقول أنا كنادي أهلي. نهاردة ما حصلش النهاردة في الماتش. فكانت النتاج. أنت النهاردة بتخسر نقطتين مهمين جدا. في صراع الحصول على عقب الدولة العادة. صحيح. كابتن السامة. يمكن الكابتن بلال. وكابتن علامي هو كابتن السامة. كلموا على إن. عبد الحميم باسيونيا أو فير الطلاقة على الجيش. قدرت تجرنا لأسلوب اللعب اللي هو يريحه. لعب الكرات الطولية. لعب الكرات العالية. سالة المأمورية على مدفع طلاقة على الجيش. صعابة المأمورية على مهاجم النازي الأهلي. وخصصا بعد. خروج بوالية. طالما زي ما كابتن بلال قال. طالما أنت ابتدت تعتمد على الأسلوب دوت. يبقى على الأقل. جانب بوالية. نزل واحد تاني. يعني مثلا نزل مرام محسن. طالما هو ده الفكر بتاع أسلوب اللعب الشروط التاني. ولكن اللي حدث. حدث أن أنت سهلت الأمور على فير اطلاع الجيش. ضيعت الشروط التاني. بدون هجمة خطر حتى يعني زي ما قالوا للكباتن. بنسبة كبيرة ممكن تجيب منها هدف. كان اللعب عبارة عن كرات طولية. كرات عالية جدا. في المتناول. في المتناول. وده مش أسلوب اللعب الجديد. بصة كابتن أيمن. يعني قبل ما نتكلم عن أخطاء مسلماني. وبالفعل المسلماني النهاردة أخطأ. خاصة في الشروط التاني وفي التغيرات. في لعبة النهاردة مقصرة. وهنقول النهاردة أسباب تعادل النادي الأهل. لكن قبل ما نفند الأسباب. النهاردة أنا فين حقي كنادي أهل النهاردة. وأنا بلعب المباراة. صحيح. لما النهاردة بتتكلم في تعادل. في وقت حاسم في بطولة الدوري. ويبقى لي هدف ملغي صحيح بنسبة 200%. بضبوط. ياريت الأستاذ برجاوي. جيب لنا بس اللقطة. بتاعت الهدف كابتن إبراهيم نور الدين. ما رحش للفار. أهي. علشان نتكلم في النقطة. ماشي. علشان بس قبل ما نتكلم عن أخطاء مسلماني. وأخطاء لعب النادي الأهل. النهاردة الرجل السابتة. اسلام جمال اللي لاعب طلاع الجيش. ياريت الشيء الخط الأزرق والأحمر كمان. النهاردة الرجل اليمين السابتة على خط المرمى. الرجل التانية الشمال مفروضة ودخل المرمى. مفروضة كاملة. كاملة. النهاردة كاملة. وخلي بالك إيه اللي جاب الكورة برضو عشان عشان نقول السادة المشاهدين. انت آخر حاجة في رجلك وش الرجل. آه. فانت رجلك كاملة. كاملة. مفروضة ودخلها جوه الجول. آخر حاجة جبت بيها الكورة وش رجلك. آي. ده عدل خط المسافة كمان. بص يا كاملة قايم عشان تعرف ان النية مبيتة. النهاردة لو ما يكون لعبة زي دي. لازم النهاردة يتوجب على حكم الفار انه يستدعي الكابتي برم نور الدين. ولازم اللعب يقف. ولازم يشوف اللعبة بنفسه. ولازم دي اللي تستدعي ان انا واقف اللعب. النهاردة تخيى اللعبة زي دي. هدف صحيح بنسبة مليون في المية. بعدها بعشرين ثانية ولا عشر. بخمس ثواني. قالك اللعب يكمل وما وقفش ثانية. قبلها كان فيه لعبة ركنية. وقف اللعب وقف حوالي دي او دقيقتين. وكابت ابراهيم نور الدين وقف في نص المعلة بخد اللقطة. وخد الكاميرات وخد الشو بتاعه. ومعرفناش وقفة ليه. وبعد دي. تيجي اللي بعدها اللعبة دي. وما تتحسمش الناد الأهل. انا بقولك النية مبايتة ليه. النهاردة بكابت ابراهيم نور الدين وحكم الفار لو استدعاه. وراح عشان يشوف اللعبة. واللعب وقف. وخد دي ائتين ثلاثة. هقولك اه الراجل رجع لللعبة. وفي نية سليمة. لكن باللعبة دي يبقى في نية مبايتة النهاردة. معاك في دي. النهاردة ما انا بقولك خلي بالك في نقطة مهمة. قبل ما اتكلم عن اخطاء مسلماني. النهاردة كانت موجودة. اللي قدت للتعادل. والنهاردة كان فيه لعبة مكسرة. لكن النهاردة ديني حق. النهاردة تخيل مطور الدوري من اول مباراة في الدوري. بتلاعب ودي دجلة. بتخلص بالتعادل. وليه ركل الجزاء. كل مباراة ليه ركل الجزاء. او هدف صحيح ملغي. وكمان المباراة اللي بكسبها بالتلاثة واربعة. ليه هدف ودفين ما تحسموه. لأ وكورة زي دي حتى لو انت مش في احسن حالتك. انت ممكن تكسب بالجلدة. ما انا بقولك النهاردة. يعني علشان. النهاردة احنا بنبررش. النهاردة يعني ضايع نقطتين. يعني ممكن يكونوا هما سبب خسارة الدوري. النهاردة او الأمور الصعابة بشكل كبير. لكن قبل الأمور ده كلها. يديني حقي. علشان النهاردة لما ننتقد موسماني وانتقد اللعيبة. نقول ان عندنا فيه تأثير في الحتة الفلانية. برغم ده كله انت النهاردة. وكمان فيه لعبة تانية. بتاعت اجايف الشروط التاني. كرة اللي اتعاملت بالعرض. وهو بيحط دماغه فيها. واسلام جمال رفع رجله. النهاردة برضو تحسب. السنة اللي فاتة ولا بلها. برضو راكل الجزاء الاحمد فتح. مشابهة لنفس اللعبة دي برضو. نحن يكون معنا كم تنصرع بس. هيكلم في كل النواحة التحكمية. النهاردة لما نتكلم بقى عن اخطاء موسماني. دايما الشروط التاني. هو ده الشروط اللي بيخليك. يخلي اللعبة تفوق في الملعب. يبقى عندك شراسة هجومية. الشروط التاني ما شفناش الموضوع ده. مزبور. وانت النهاردة بتقرب والمباراة كل دي بتقرب. اللعبة ببقى عليها ضغط. اللعب في الشروط التاني بقى نمطي. النهاردة بقت الكرات الطويلة. مش لعب النادل أهلي. حسيني الشحاية من ناحية المين. وعلي معلول من ناحية الشمال. وبدأنا نعمل الكرات طويلة. صحيح. مين قدام في الثمانتاشر؟ مرام محسن. هتلاقي صلاح محسن. طهر محمد طهر مفروض يلعب على الطرف. دخل كمان في الثمانتاشر. فبقى عندك كسب. طب الكرة التانية حتى اللي تترد. كانت لمين. مفيش حد. النهاردة انت فقط نص الملعب. بخروج ديانج. الحاجة الثالثة اللي كانت مهمة. لما يبقى عندك. تكتولات دفاعية وراء. طلع الجيش. بيلعب بالشكل ده. ايه الكرة الصعبة اللي تجي للمدافع. الكرة اللي من على الجنابل نانا أوصل. على الخطوة عملها. النهاردة ليه؟ مش في استغلاب. مسيماني كان عمل تغيير قبل كده. في مراية كتير. لما كان بيحط محمود وحيد. وقدامه علي معلول. وبيعمل جبهة. كان ممكن النهاردة التغييرة دي. تجيب صمارها لو. محمود وحيد تحت. وعلي معلوله قدامه. تعمل جبهة في المكان ده. تقدر تشتغل فيها. النهاردة دي ما كانتش موجودة. النهاردة كمان. وانا قاعد متفرد. الروح بتاعت اللعيبة. والوقت بعد. ديئة في ديئة. وخلاص بقية عشر دايب. خمس دايب. مش شايف في الروح القتالية. في الملعب. ان انا عايز. النهاردة فاضل خمس دايب. والدور ممكن يضيع. فدي ما حستهاش قوي بشك كبير. اه. يعني لعبة النادي الاهلي. لعبة موسم طويل. اسعدت جمهور النادي الاهلي. في وقت صعب جدا. بمطولتين افريقيتين. في وقت صعب. في زمن قياسي. في تالت كاس عالم. في بطولة سوبر افريقي. في كاس مصر. لكن دايما. جمهور النادي الاهلي طمع. انك انت لما بتلعب على كل بطولة. بتلعب علشان تاخدها. خاصة ان بطولة الدوري دي. انا هارجع وكنت اقرر تاني. ان من اسهل البطولات اللي كنت ممكن تاخدها. خاصة انك انت في مباريات سهلة كتير ضعت مننا. يعني. لما تخسر من المحلة في المحلة. تخسر من سموحة. تتعادل مع الجونة. تتعادل مع البنك الاهلي رايح جاي. تتعادل مع برامدز. برامدز. الماتشين. رايح جاي. فبتالي. يعني. بالتعادلات والخسارة دي. يبقى الدور كده مش حبيبنا. وهيبقى الامور فيها يعني صوبة بشكل جدا. صوبة جدا. طيب. كابتن علاء. يمكن. هدرك خسرت. التعادل النهاردة. في نقطتين. توتر. وتسرع. إنما. تغيير اسلوب اللعبة بسي. هل ده كان نابع من. ضغوط على اللعبة. فده كان نابع من جوة اللعبة نفسها. ولا ده. مستر موسماني هو اللي قال لهم. تغيروا اسلوب اللعبة ده الشوت التام. ما ينفعش يبقى نابع من اللعبة من جوة. إن انت. متندي الأحلي. طريقة لعبك معروفة. ما تغيراش خالص. ودائما كل التفوق لما بتبقى انت. مستحوز على الملعب. بتبدأ تلعب طريقتك. بتكلم علها وسامة. وتكلم علها بلال. وتكلم علها سامة عرابي. دائما الاستحواز. بتستعمل نص الملعب. انت نهاردة. انت نهاردة. نهاردة أيما. لو جبت ملخص كده لحد دي خمسة وتسعين. انت لاغي حاجة اسمها نص ملعب. بالكوار طويل. انت بتلعب كوار طويل. التفوق كله عندك كده في نص ملعبك. نص ملعبك. استحواز. بعدين تلاقي محمد مجد. محمد مجد يبدأ. زي بقولك كان البستيرم. بيبقى راح بوشه. كل التحركات بتبقى صحة بعد كده. النهاردة اختصرت اللعبة كله. في الكوار طويل. ويريد كل الكوارة عرضية منها على الأطراف. لا. مش الأطراف كما. عشان كده بقولك السهولة النهاردة كانت للجيش. ما ينفعش اللعبة تلعب من دماغها كده خالص. وبعدين. هو ليه النهاردة انا هغار طريقتك اللعبة. ما ينفعش يعني. ده لسه من كم يوم لعب. ممكن يكون نتيجة التوتر والجول يتأخر. لا. التوتر يا. التوتر يا ايمن. التوتر من بداية المباراة. انت متوتر من بداية المباراة. لو لقيت متوتر. وتحت ضغوط هتفقت كل حاجة. حتى لو مسمانة إلا كلعب بطريقة. انت متوتر فانت برا الجيم خلاص. أسوأ حاجة بتصيب لعيب الكورة. التوتر والتعب. التوتر ما خالت عافش تفكر. ولو تعبها مش عاف تفكر. عشان كده النهاردة حاجات كتير قوي. يعني لو لعبت فراجة على المباراة دي. هتقول مش عحنا. دي حقيقة والله. صح صح. لو لعبت النادر أهلي الفراجة على المباراة دي النهاردة. كلهم كده ايه ده؟ ده ولا لعبت النادر أهلي ولا أسلوب لعبت النادر أهلي. غيرت أسلوبك تقبل اللي حصر. ومع هذا ولسه مسرر على كلامي كنتم وكتكسب مباراة نهاردة. طبعه طبعه. لكن انا دائما بتكلم ان احنا متفقين ومش متفقين ده حقيقة انت اللي بتدير كل حاجة مع المنافس يعني من امتى انت غير طريقة لعبك انت اللي بتكبر المنافس هو غير طريقة لعبة مش المنافس خليقة لعبة طريقة لعبة ابدا بس انت غيرت ليه عشان انت بتفكر انك عايز تكسب بتفكر ان فيه فريق ناحة تاني بلاعب مباراة زي ما كان بكلب بلال في المتناول بتفكر ان فريق طلاق الجيش لأ فريق قوي وعنيت جدا طوله عمر مع النادي الاهل طوله عمر الجيش كده طلاق الجيش كده ممكن وانا لعيد جوة الملعب يا كابتن بفكر برضو في حاجة زي ما قال الكابتن اسامة ان انا حاسس ان فيه اياتي خفية مش عايزة تخلي النادي الاهل يكسب مش عايزة تخلي النادي الاهلي يمشي في المصاري الطبيعي بتاعه يعني حتى لو انت في اسوأ حالات حنقولي النهاردة ان احنا كنا في اسوأ حالات حنقود ولو ان احنا ما كناش في اسوأ حالاتنا ولكن اسلوب اللعبة تغير بطريقة غريبة انت كان ممكن تكسب الماتش ولكن حتى الكورة اللي بيبقى عليها كلام تلاقي عدم اهتمام مثلا من حكم براه عدم اهتمام الفار طبعا حاجة تخليك وانت لعيب برضو هو كابتن براهيم بعيد عنها حلوة كابتن انا ما كلمش عن كابتن براهيم جلوس انا بقولك بس وانلاين زمان محجوب عنه الرؤية برضو ان هي كابتن عليها بعيزك والسباك تكامل النهاردة يعني ابسط الامور حكم الفار يصدق كابتن وانا بقولك هو مش واشركوا في الموضوع واندي اللعبة اهمية النهاردة ده ما فيش خمس ثواني لعب استمار كابتن عليها عشان اقولك حاجة بس انت كحكم اكيد لعبت كورة مزبوط ده المفروض يعني انا بفترض ان انت كلعبت كورة انت كحكم شفت الكورة دي الحكم الفار انا بكلم على حكم الفار شفتها على الشاشة عندك انت كلعيب كورة عارف ان الراجل ده رجله اليمين على خط المرمى يبقى رجله الشمال فين اللي شال بيها الكورة هو المرمى يبقى انا ادي الكورة دي اهتمامها كويس ابص عليها مرة واثنين وثلاثة جوا ما اداش اهتمام للكورة خالص خالص يبقى ان يبقى النية فيها تعمد ما انا مش حاضر امشيها يعني انا مش حاضر امشي كورة زي دي ان كورة زي دي ساعدتك على الفار قاعد مسريح في التكيف ما عليكش تغول انا جايبك انا جايبك فار عشان اللعبة دي هو انا جايبك علشان ايه؟ تضيع مني ثلاثة نقاط حتى لو انا وحش هو ده دورك انت كفار هي الالعاب دي او تضيع مني نقطتين حتى لو انا وحش ما مش عادف لا انت وانت في الملعب بتحس بالظلمة برضو ماشي بحس دي تؤثر ممكن تؤثر على فاراتك واداك الفني جوا الملعب مش فكورة زي كده طب انا خلص المباراة انا ليه قد ماشي اصدق اهمش انا هامش معاكم ماشي ان فيه سن التعانب فيه شوية مدايق او كده طب انا ما اخلص المباراة في الملعب ما ايام المشاكل كتير قوي كنا بنحس ان فيه ظلم تحكيمي ايه كتير او يسامة مش مرة ولا تنيك كتير خلي بقى كابتعالي احنا بنقول فيه اه موسيمانية اخطى واللعبة اخطاء ايوة طبعا لكن فيه اخطاء وقلنا وفندنا كل الاخطاء دي فيه اخطاء برا كمان برا الملعب هي مش بايدك انت فاهمني يسامة لكن هي كلها جامعة النهاردة كلها جامعة مبارات النهاردة ورغم كل التجميع التي تتكلموا عليها دي انا موافقك تماما كنت ممكن تكسب لمباراة ماشي كابتعالي سهلة على فكر لكن بص عامل انا ليه انا موافق فيه ايادي خافية وفيه 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 انا ليه ادي الفرصة الحق ما انزل المباراة خلصها زي كل مبارات اللي خلصها قبل كده انا النادي الاهلي لو ادينا كلها وقفت قدامي ولا بص. انا بفكر في حاجة واحدة بس. اكسا بارت النهاردة عشان انا عندي بطولة الدور العام اللي عايز اوصل الله. لكن اخطاء النهاردة مع الاخطاء اللي قالها اسامة وصلتك النهاردة ان اخسرت القططين مهمنين جدا جدا جدا. حاكم الفارج كان لازم ارجع كرة دي. طبعا. كان لازم ارجعها. هقول لها حاجة. حتى لو هو واثق ان يعني يعني مش قوي. فيها شك. خلاص. كابت ابراهيم تعال. بس. صحيح. فهمني? حاجة بسطة جدا. ايه بعد بسطوليها عنك? خليك زكي يعني سبحان الله. ما تخليك زك انت وخلي الكرة عند كابت ابراهيم. كابت ابراهيم انا اشكل في كورة ايه تعال. بكرة هدف. يعني تلت نخطف من وراه. مش يعني مش كرة تاني. طبعا. تعال الفارج بص الكرة دي. بس. وسيب الكرة كابت ابراهيم. يوع بقى دقيقة دقيقتين تلاتة زيما الفاربي وعد. وبعدين هو ايضا القرار. لكن كون ان انت بتدهاش اهتمام. اه. طبعا. طب انا حقول لحضرك حاجة. فضل. كرة زي دي مش محتاجة كابتن ابراهيم. ليه بقى? لان انا بنزل الخطوط بتاعتي. كابتن ابراهيم ملوش علاقة بالموضوع ده خالص. العلاقة كاملة بالكرة دي للفار فقط. ليه? لان هو بيعمل الخطوط. مش هيستدعي كابتن ابراهيم. هو هيقول لكابتن ابراهيم. في الايربيز يا كابتن ابراهيم الكرة تخطط المارب. طب انا همشي معك. همشي معك ان هو مش عايز ياخد المسؤولة والقرار ده. يعمل الخطوط دي كلها ويشوفها كابتن ابراهيم تعال انا شكك في الكرة دي. اه. وقتها هو الحكم صاحب الكرار. اي. انت فهمني اعمل? لان انت لو قلت كده او كرة جول هتلاقي بتاع الجيش ازاي. ده مراحش وكده. هتديهم برضو ايه سكة كلمة فيها. انا ما انت من الزكاء. كابتن ابراهيم انا اشكك في الكرة دي. حتى لو انت منشكك فيها. اي. بس فيها كلام. تحس نعم. حاجة مش مزبوضة. سبق انا التصوير سيء. اه اه. سيء. اي. ما انفعش يعني. ما فيش دوري في العالم. ما فيش كاميرا ورا الجول. كاميرا. كاميرا ورا الجول كده تحطي عشان كرة زي كده. اللي عليها كل اللغة ده. والضياء عليك تلات نقاط مهمين جدا في بقى الدور العام. عشان كاميرا. لو دوري مدارس. هتحط الكاميرا ورا الجول. كاميرا ورا الجول تخلص. احارف لو كاميرا ورا الجول. الموضوع انتها تماما. سادة بقول لك ايه. حتى لو لو جابوا الساعة دي. للحكم بتاعتنا دي. وفيه قول للاهلي. الساعة هيقول لك الساعة عفل. حجر هنا. حجر هنا. او الله العزيح. او لك حجر هنا. غالي تقنيه غالي اوة يا اما ده انا باتكلم في تصوير. لا اقول لك حتى. حتى لو قولنا الساعة. لكن. انية مبيتة. خلاص ايوتا. ما تقوليش بقى ساعة. ولا فار ولا. كابتن يسامة زي مالك كابتن علاء. كرة زي دي. نحية تانية. كرة تشدت في العرضة. مجرد خبطت في العرضة. دي تلعب. هدف على طول. بقول لك ايه? دي ردت بره. طبعا. يعني كرة جات العرضة وردت بره. اه. انا بتكلم زي مالك كابتن علاء. لا يا كابتن. لا لا حتى مش قادر يدى القراءة ويكلم فيها. لكن. القرار كله النهاردة. كان عن. فار. خد وقتك. يا سيدي. ده انت رجل ساعة بتقعد في في لعبة. خمس دقايق. ما في لها بوقفة النهاردة مش عرف وقفة ليه ومشت ليه. اه. وعدها وقفة. انا بقول دي. يعني دي. يعني دي. يعني احنا استغربنا. الوقف ده كله. واللعبة الاهم. استغرب. استغربنا ايه? ان بعد ما عادها. احنا مش ليني حاجة في اللعبة. ده احنا مش ليني حاجة في لما يكون حاجة زي كده عشان يتكب اكويسة او صافية. لو انت مش عايز تدي القرار. كابتبراهيم تعال فارج على الكرة دي. بس. تعالي شوف الكرة دي يا كابتبراهيم. صح. هو يدي القرار بقى. لكن على اقل حتى النهاردة احنا. وممكن تطلع نتيجة كده على فكرة او اسا ما تتغيرش. طبعا. احنا عادين. صح. خلاص. من جوانا. اه. لا احنا يعني. مزبوط. مزبوط. هو انا ربنا مش رايد واحنا عملنا اخطاء. لكن. ايه. في النهاردة كل كاعة كده في المباراة. مسيرة لقلق شوية. اصلا انت كابتن انا عايز اولا لك حاجة. وانت في الملعب كالعيب كورة. حتى لو انت مأثر. انت عايز امي الحكم. عادل بس. حتى لو انا وحش. انا عايز ايه? انا عايز حقي. اديني حقي. دي ما ما لهاش. يعني. هو ايمن. دي ما لهاش جعب اللي بوحش وحلو. بالضبط. هو الحكم بينزل مباراة عشان ياخد كل فريق بياخد حقه. بالضبط. وليه جعب اهلي بيلعب مين? ولا ده ترتيب ايه? وترتيب ايه? هو ده 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 اول اول حاجة في الوزار في الحكم. انا بديك حقك. اللي ليك هتاخده ولا عليك هحسمه عليك. بالضبط. انت بقى كمان بتتكلم فيه? انت بتكلم في اخر تلات اربعة ملشات اللي هم يعني يحسموا البطولة مية في المية. انا والمنافس قريبين من بعض. كرة زي دي تبعدني على المنافسة تمامة. كرة زي دي تسهل الامور للمنافسة تمامة. كرة زي دي تساقع بالامور علي وتخليني احبط كمان اللي ماشي الجاي. سيبك الله سيبك من حدث الاحباط وكده. لكن هي كرة عليها كلام. عليها كلام كتير جدا. جدا جدا جدا. حتى لو انت نيتك كويسة هتشك شوي. نا شك قوي. هتشك. ايه? ليه ما قيتش كرة زي انت بنا عيد ايه? يعني ليه الفار ما يعيش ما 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 ياخدش وقت في كرة زي كده. عارف. ومن حقه يضي القرار او لو يا سيدة عايز تبعد الشبهة عنك. هاتي هاتي الكابت. كابت ابراهيم تعطي فضل ان انت خراك الاول والاخير. بس عشان ما نتكلمش احنا عارف لو لو حصل كده مش هنتكلم كده لكن انت مدي فرصة اتكلم يا بجد علامة السنوان كبيرة جدا. انت زي ما اجيبش الفار ما دخلتش في كرة زي كده ليه? وليه ما اخدتش ثانية ونص. ليه ما اخدتش خمس ثوانية يا كابت. ده كرة كرة هدف. والكرة لو لو وقفت يعني الشكل التشريح بتاع اللعيب لو انت واخد بالك زي ما كان قسما بتكلم مشكلة. يعني مشكلة. طب وعشان انا بعد من المشكلة دي طب اخد وقتك وقامل خطوطك. طبع. ويا سيدة مش عايز تدي القرار كابت ابراهيم تعالى وتسكت. احنا على اقل ما اخدتها اربعة دقايه في لعبة زي كده. وكابت ابراهيم يجي يروح مصفر مش جول ماشي. انا موافق ايه? ايو اسم. ايو نهر ابيض. ده هنا. ده المتالي فيها ايو اسم. دي مش محتاجة فار والله العظيم. دي محتاجة ايه? محتاجة واحد عنده ضمير. بس جاني. بس. محتاجة واحد لما يروي حط دماغه على المخدة. يبقى كده عنده ضمير ومستريح. ان لعبة زي دي. شوف رجل اسلام جمال اليمين. على خط الجول. خط الجول ده. لما يمانا خط الجول. خط الجول ده 12 سنت. النهاردة لو ركبته حتى على خط المرمى شوف بقية الرجل. وش رجله يا كابتن اسامة. يعني الكرة عدت مش بكامل محطة. ده فيه ارضا جوه. كم استنى الكرة تلمس الشبه. بس 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 يا اسامة. يعني الشكل اللي قدامنا ده. ايه ده? لو رسمت خط كده من من رجبة اسلام للخط بتاع المرمى عليم الزبط. ايوه. طبيعة تبقى جوه الخط. طبعا. طبيعة تبقى جوه الخط. فكرة زي كده. ايه كابتن. بس يا كابتن. بس يا كابتن. الاحمر. على رجلي اليمين. ده الخط. خط الازرق اللي جوه. اللي جوه كمان. ده هزي الكرة. ماشي ماشي. على الفكرة انا 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 متفذ معكم تماما. الشكل ده. اه. الكرة جوه وعدت شوية. ده هي مش جوة. هي عدت شوية. لانك انت حضرتها كمان انت وصلها بوش ريلك ووش ريلك كمان لجوة. مزمو. يعني انت وصلت بروحتك كمان. فيعني كرة زي كده ازاي ما تدهش ديئتين. يا اخي ديئتين عشان احنا نفت. خلي بالك الخطوط دي مش يدوي. ده الخط الازرق ده. اللي هو بتاع الخط رابية بتاع المارمة. الخط الازرق اللي هو لما موازمع كرة. لما كرة دخلت جوه الجول. والخط دي نازل عليها. بص الكرة فين. يعني انت بتكلم على نص يردى او يردى كاملة داخل المارمة. هزا ما ما خطش في الوقت. لا. ما ولا شفتها ولا جبت الحاكم. صدق لو فرقة تانية. كان اخوانا والحاكم في الملعب. طب ما بقولك يا كابتان ما تخليه جيب لنا اللقطة دي بعد يا سناك تاني. لا مش منحققنا. هي? مش منحققنا دلوقتي. ليه? مش منحققنا اه كمان شوية هيجبها لنا. هيجبها لنا كمان شوية. بس انا عايز الماء الكرة تعدى كده. ها طبعا انا كابت. ها. ها طبعا. لازم. لازم. بس انا عايزة للي حاجة. انا بقولك انا بقولك لعبتانا. ها. انت لما بيحصل لما. في اسلوب الاعتراض. معلش. لما بيحصل اي حاجة في الملعب. اي حاجة في الملعب. حتى لو مش بنالتي بتلاقي الناس كلها ثابت الكرة. وثابت كل حاجة. والجول تلعم الجول وراح عند الحكم. صح. واتخاني معاه وعمل كل حاجة. طيبين. لعبتنا طيبة. طبعا. لعبتنا طيبة. لا طبعا. اصلبوا الاعتراض نفسه. يعني انا النهاردة كرة زي دي. الاتنين التلاتة اللعيبة بتوعنا اللي نشايفين الكرة. طبيعا جدا يسيبوا كل حاجة ويروحها الحكم. حتى لو راح فيهم ياخذ نزار. مستر موسماني وكب ساعة عفيز. لا لا. انت الحكم في الملعب. والحكم هيدي ادني المستر موسماني وكب ساعة عفيز. الحكم في الملعب. عايز ده الطبيع جدا. يجروا على الحكم. طبيعا. رأيز حقي. دين حقي. انما سيبنا الكرة وخلاص ما الحكم هيعدي. يعني انا يعني برضو. شوف. الفار طبعا. يتحمل المسؤولية الكبيرة. مسؤولية الهدف الكبير. لكن ابراهيم نور الدين اللعيبة كان لازم تتحمله وكب تدخله في المسؤولية. يعني كان لازم اللعيبة نفسها تدخله في المسؤولية. اللعيب اللي موجودة على الخط. لازم يجري يعتري لا يا كابتن شوف ويرجع على الفار. يعني ما. الدور المصري ماشي بالسستر ده. بالطريقة دي. اي حد بيبالوه حاجة بيوم جاري على الحكم على طول. اديني ابنالت. اديني حق شوف. تمام. انما النهاردة تبقى كرة زي دي. والعيبة واقفة. وشايفة كرة عدي خط الجول. وبعدين يوم وقفين. يلا نكمل. لا. لا. لازم يبقى فيه اسلوب قوي للاعتراض. لازم نجبر الحكم. ان هو كامل لي. طالما الفار مش عايز ييجي. تمام. او انا سايب الكرة تتلعب ويلا ونكمل. خلاص الحكم. خلاص. ما هو. الحكم ساعات. بيلتفت يا كابتن ايمن. اللي بيحصل في الملعة. تمام. يعني انت اللي بتكبره ساعات. او بتكبره ساعات انه يغض او يرجع. عشان يغض قرار. انما النهاردة كرة زي دي. يعني هاتت معالش تاني اللقطة للصورة اللي كانت جايه كده يا برجاء. رفكرة ابلال احنا اعترضنا عالكرة اللي احنا بنقول اتعادة اة وما فهش حاجة. اامش حاجة. اكتر من ايه. ا suab удجم. اا اكتر منه. اين يغض اخطان يا قناة يغضو علي تاني. اكتر من قناة. اعشان ليج adolescents. يعني اه. او ا hommes اتنين. ا Dos. ا sina و مستخدم او عالخط الغول. اين? اكتر من ازاي اللعيبة دي ما تجريش. مش يعني تتخانم عالحكم مش مش تقولوا يا هاكابتن ونوي بعد ذلك. لازم تدير لعيب التلاتة دول لازم يتخانهم على الحكم. لا. دينا ابنالت يشوف. يديهم انظار وبعدين عارف هاكابتن لو واحد اعترض وراح داله انظار مش مهم. بس بعدها حتى لو داله انظار لسلوك الاعتراض. بس هيجري بعد كده هيجري إبراهيم نور الدين على الفار عشان يتشك. ايه. ايه كرة ايه كرة رائبة. طيب. ماشي. سبتها لنا بقى وهي على الخط. بس كده. انزل. انزل كمان. انزل كمان. انزل. بص رجل الرجل. بص رجله التانية كان فين. ده معنى كده لو يعني لو الرجل اللي برا ده ما بيفهمش في الكرة. يبقى فعلا زي ما قال الكابتن اسامة والكابتن عليها ميهوب. لا فيه تعنم. طب ايه? كابتن انا اللي بيجنمني اللعيب بتاعتنا مش سيبك من ابراهيم نور دي. انا مش فالي. انا معاك حتى لعبتنا طيب. لا يا اسامة. بص كارابة فين يا اسامة? انت شايف كارابة فين? كارابة قدام قدام الجول. يعني واحد كارابة يعني معليش الحقرة اللي واحد بيكلم بيها. بس انا شايف الكرة عادت جوه الجول يا كابتن. انا طبيعي. اروح معليش. لا امسك الكور. ا اص فالي تسيبك من الكورة نفسها. انا طبيعي你 اجرى الحكم. اي. اه يعني Yeah. اهote اللي انا قولك بتاعت ميستر مسماني. يعني ميستر مسماني اعترض وكارابة اللي قدا بي قدا بي الجول. بالتì. كامو محمد فاتح اللي قدا بي الجول. مش عايز É seamless طلب الطلب الفار. بس بعدما اللعبة بعدما اللعبتين روحوا يا كابتarah سماني لان اللعب احزاريك. يعطرد بعدما اللعبة طبعك كزا بيقول له ارجع من الفار ارجع من الفار ارجع من الفار بعدها بتتلات دقايق. هؤلاء الله عايز اقول لاك حاجة فيه كتير جدا زي ما قاله انت بتحس ان فيه تعernt ان فيه حاجة آآ او في حد بيعمل عليك ضغوط وبيعمل عليك زي زي التحكيم السناتي. تحس ان هو مش عايزك تاخد الدول. تحس ان هو عايز يصدر لك الاحباط. ناس مسؤولة عايزة عايزة تصدر لك الحتة دي. احنا الظلامنا كتير جدا بقول لك ايه? احنا بنتكلم على اخطاء لعبتنا. واحنا بنتكلم ان احنا مش في احسن حالتنا. واحنا مش بنخلق مبررات. لا احنا عارفين ان احنا في ماتشات كثير جدا كان في ايدينا المكسب. واحنا بسبب بعض الاخطاء ضع من ايدينا المكسب ده. احنا ما بننكرش حكا زي كده. ولكن في نفس الوقت اديني حقي. انت كمان انت كمان. احنا لسه بنتكلم قبل الاستوديو ما نبدأ بنقول ايه? ان احنا طلبين من لعبة التركيز. طلبين من لعبة ان هي الفترة الحاسمة ديت تقع لنسبة التركيز شوية. انا كمان كحاكم انا طالب ما هي دي منظومة. انا طالب من حاكم المباراة يعلي نسبة تركيزه الفترة ديت. طبيعي. الوضع الطبيعي. الاخ الناس اللي على الفار دي احنا يبص احنا يعني بنقعد نقول احنا كلنا ثقة في الحكام المصري. كلنا ثقة في في الحكام اللي بيحكموا لي. كلنا ثقة في الجماعة على الفار. انما صراحة لا كلنا ما عندناش ثقة لناس كتير في منظومة متاحكمية. لأ. انا ما عندي ثقة في الموظومة التحكمية في مصر. واتحاسب. حاسبوني. انا مفيش مشكلة بالنسبة لي. المشكلة طبعا الطبيعي ان التحكيم ده ليه تأثير كبير جدا في في سر المباريات ونتائجها وكده. والدليل على انه اتحاد الكورة مفروض بيحقق العدالة. انه عامل اخر اربع ماتشات في توقيت واحد. عشان يبقى في شيء من العدالة. فمن ببقى ولا طبعا التحكيم اللي هو بقى النقطة الفارقة في تحقيق العدالة. يعني انت بتحقق عدالة في الوقت. انك انت بتلعب كله في وقت واحد عشان ما يحصلش. ان كل فرقة تعرف نتاجي الاخرى فتلعب عليها او سواء هيهبط سواء هياخد دوري سواء بيلعب على مركز او على مربع زهبي. فانت بتحاول تحقق العدالة في في الوقت. عشان كده عملت المباريات في التوقيت واحد. وانت او من باب اولا التحكيم هو اللي يكون لانه التحكيم ده طبعا العنصر الاساسي او اللي مع مع شغل الادارات مع مجالس الادارات مع شغل الاجهزة الفنية مع شغل اللاعبين التحكيم هو النقطة الفارقة في اوقات كتيرة جدا في بعض نتاج بعض المباريات طبعا. بس اللي احنا شفناه او اللي احنا بنشوفه تحس لا ان في اتجاه معين انت مش عايز النادي الاهل ياخد الدولي السيغاتي. طب ايه طب ايه اللي بيحصل. الاخطاء لو تكررت مرة ولا اتنين ماشي اما انت معارضة شوف كم من الاهداف اللي بتلغيت. تعمد. شوف كم الاهداف انت كسبان. وتعمد. كم ركلات الجزاء اللي ما يعني ما بتروحش للفارو وتفكر انك تروح. في نيم وبايت. كابتن اسامة انا عايز اقول لك حاجة. انا طبعا بتابع الماتشات الدولي المصري. كان فيه ماتش في الماتشات اللي لعبة اليومين اللي فاتوا. الحاكم قاعد في كرة. تلاتة اربع دقايق. الفار طبعا. اه. برا. بيشوفها اربع دقايق. انا يعني. وانت بتشوفها كده من اول واهلة. بتقول فيها. على طول. يعني انت جوة على الفار. يا اما حاجة من اتنين. يا اما انت مش فهم. يا مش عارف التقنية دي. تشتغلها ازاي. زائد بقى في ماتشات النادي الاهلي. لا. فيه تعمت اه في تعم. زي المباراة اللي فاتت. كرة بتاعت برضو علي معلول بيعملها بالعرض. وجات في دو احد. اه. برضو حتى حاكم الفرما الساد عاش. الحاكم الملعب عشان يشوف نفس الكلام النهار. خلو باك دي يعني من اول من اول مباراة في الدوري. من اول مباراة في الدوري. طبعا. انا بقول لك. علشان تعطن النادي الاهلي. اه. احنا بنقول من اول الموسم فيه مباريات كتيرة النادي الاهلي فرط فيها وقولنا فيه مباراة ضعت بسبب مسلماني ومباراة ضعت بسبب اللعبة. لكن النهاردة وانا باتكلم عن ده كله. الدين حقي. يعني الدين حقي كنادي اهلي. ازا كان ليه هدف وازا كان ليه رقل الجزاء. فهده اللي احنا بنطلب به. صحيح. طيب. كابتن اه علاء. النهاردة. كانت تقريبا زي ما قلته كده في البداية. الاجناب توقعنا انها تشتغل احسن من كده النهار. لما الاجناب تعطلت. خلي بالك احنا ما تعطلتش من من طلاق على الجيش. لا. احنا اللي عطلنا الشغل بتاع الاجناب بتاعتنا. حركاتنا. قلت الخطورة جدا 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 على طلاق على الجيش. ودي من اكبر موائزاتك. دايما الاجناب واطراف تحت شغالة كويس جدا. ازا كان الاتنين اللي هم الاطراف البكات او قدامهم. فانت لغتها. هتقدر تجيب لنا الصورة دي تاني ولا دا ملخص. طيب الكرة دي تاني اللي هي من احت الشمال دي. اللي هي قابل اللي هي بدي. ماشي. بص. لا 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 قابلها. الكرة اللي فادت بالزبط. حواريك انا حاجة. طلاق على الجيش مسهلك المأمورية. سايب لك. اه لما ترجع بقى. ماشي. ماشي. خلي بالك اطلاق على جيش مسهلك المأمورية. سايب الاطراف. هو. وعمل. بسيوني. كسافة جوة جوة الملعب جوة 18. بسيوني. واضح من طريقة لعبه. اعمل كسافة دفعية. بالقلب عنده. بالزبط. والاتنين اللي قدامهم. مصبب. لكن سايب لك الاطراف. صح. اللي انت اشتغل فيها. انت روحت عملت حاجة غريبة. سهلتها اكتر ايه. دخلت الاطراف دي. روحت ابدأ خلم له جوة. فالزحمة زادت. صح. مش عشان اكسب. اعمل زحمة في قلب الملعب. بالعكس. طول ما في زحمة في قلب الملعب. انا خليني من الزكاة ان انا استخدم الاطراف كويس قوي. وابدأ الشغل العادي. مع عشان كده يا عيمن انا بتكلم في بداية الاستوديو وقولك. بعض الاخطاء النهاردة ساعدت بسيوني في طريقته. يعني كرة زي دي. بص الجنب اليمين. اه. بص الجنب اليمين بص الجنب اليمين. ايوك. كويس? كمل. ماشي. دي دي اول هاجمل لطلاع الجيش. الشوطة دي. كميلها بقى. كمل بقى. صح. انت انت بص وبعدين في مشكلة ايما انت كايبت فاهم كن. الكروسات او الفراب بتعمل من بدر اوي. اه. مفاشة الصعوبة اللي كان بيعملها علي. سهلة. معظمها يعني خمسين في المئة كلها على المستوى. واضي جدا تحت مش عام. وايما عالية اوي يعني الكرة دي بص. ممكن ارجع الكرة دي وقفها تاني كده. هباريك بس خطأ حاصة ليه من لائدة الاهل. ممكن نرجعها تاني. اه. رجعها. كمان. 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 ما امشي امشي لا امشي امشي. امشي امشي. 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 اقف هنا بقى. اه. من اللي في القلب الوقت? كاعرابة وورا مين? عسان الشحات. صح? اه. صحيح. النيحة دي. مش هزغوص. عشان كده بص. يعني وليميني الاضطرف بوالية. اه. وبوالية اضطر اضطر. ماشي. حد يبقى يعني. ماشي. كعربة كويس. لازم حسين يبقى دعا هنا. وكان في واحد يحش مالا هنا. مشيه بقى كمان. مشيه يا برجاو اسمح? ماشي. مشيه. علم عالو الده اللي جاي كمان. بص. 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 افشة كان خد افشة خد. افشة. لا. ده. دخل حسيني. بص. 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 زحمة. 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 بص. حايز تلعب فين. هي. هنا ماشي. احسن كرة تلعب بدي اللي قولك عليها بقى. بص. دي. ده. هتهلي دي بقى. هتهلي معلش. هي. هو علي العبه سريعة. بس انا عايز ابص على التحرك. بص على فكرة. هو علي العبه صح. اه بس بص الاتنين وقفيني ازاي. بص. كميش بص. ماشي بص. هنا انت متكتل اهو بص لقيت الجيش كلها متكتل. ماشي. الكرة الوحيدة يمكننا. انا نكبدأ عليها دي. بتضرب بيها العيب اللي استعملت فيها اللاعب بتاعك اللي هو بتاعه بص دي. وصلت. وضربت بيها تكتر. بس هنا اف هنا. بس هنا. انت ومش وصلت. بس كابتن هنا. اه. دي الكرة اللي انت ضربت بيها التكتر الدفاعي بتاع فرق طلاع الجيش. كويس. حلو. انت انت عملت السحك هولي. ماركوز ضعب بوالي وكرراب وحش جدا. سيء. اه. بص الاتنين راح فيها. اه. 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 راحين عزاء واحدة الاتنين ومفيش بينهم خطوة. بالزبط. كان لازم مش بوالي ما روحش هنا. مصبوط. كان لازم بوالي كان ايه بعد شوية. لو بوالي عدن بقى من ورا المساك ده. اه. كان ممكن تروح لها. سهلة جدا. اه. وشريف لسه جاي بقول رائب زي ده بالزبط كده. اه. اللي هي التاني. الكرة التانية اتراح. ايو. لكن. اصيرك من دي. اه. ده اللي بيقوله. اه. ده اللي هو بيقوله عليه العمق في الهجوم. الهجوم برضو ليه عمق. طبع. مفروض هما اللي اتنين رايحين يعطبروا واحد. ايه. يعني هما اتنين رايحين زي ما على اقل كده. ايوة. بص بوالي ما يروحش هنا. اه. ومفروض ان هو خلي بالك بوالية. مشايف. اه. يعني. بصون بصش على كهربة زي ايه. اه. انا مغلطش كهربة. ايه. كهربة عينو على عالي معلول وسابق. مفروض ده بلاي يلف من ناحا تاني. بس هي دي. لكن انا بولي يا واساما بقى. اللعطة السيارة دي ده هو لعب النادي الاهلي. صح. صح. توصل لحد ما توصل لمكان الخطر ده كورقة عرضية وتبدأ تشتغل. وخلي بالك الخصم ميدي لك الافضلية داية. ايه. بصوا فين بايهنا. استعجال. استعجال الكرة عالية. لكن كامل كهربة وكامل منها كان كرق في صحيط. لكن ده بيقول لك ايما استعجال. صح. بيديت استعجال. حاجة تانية برده ناردة كابت على غير استعجال كان فيه جاب دايما بين المدفعين ونص الملعب. عشان بتلعب لعبة طويلة تحس ان الملعب مقسوم نصين. نحن بتلعب قدام. ما هو ما بتلعب احنا بنقول لكلام ده كابتن. سمحنا بنقول لكلام ده. بقى لنا خمس ست مكشات. ملعب مقسوم نصين. اه طبعا. وانت بتلعب وراء. اه. نهاردة مفروض الكرة بتبقى قدام. خلاص ياسر. نص الملعقة. تاخد الناس واطلع قدام. الخطوط تبقى ورايب. نهاردة كمان لما كان طلع جيش بيطلع بالهجمة. تلاقي المهاجم كان عمر جمال ولا آآ ناصر. بيستلم بأريحية. برغم ان عندنا تلاتة من اهل واقفين ولا اتنين. صح. بس بس وينزل يستلم ويطلع بالهجم. دي برضو نقط يعني فرقة النهاردة. مزبوط. تعرف نقطة برضو يا كابتن. التحركات بتاعت بتاعت حسين الشيحات وقربة النهاردة. انت في معظم الوقت. يعني انت خلاص طبيعي جدا انك تلعب وتفتح. وانت بتفتح الجيم. المفروض يبقى عندك اثنين على طرفين الملعب. ده وضع طبيعي. يعني تستغل واحدة ده واحدة عندك سرعات تستغل لها. انت الاثنين أسرع من الاثنين الباكين والاثنين عندهم مهارات ممكن يعني يستغلوها بشكل كويس. بس دايما دايما حسين الشيحات او في اغلب الوقت حسين الشيحات وكهربة. على طول يا كتب قرابين من بعض. على طول قريبين من بعض. الاثنين بلعبوا يعني واحد بلعب. مثلا نحت اليمين والتاني في النص. واحد بلعب نحت الشمال والتاني في النص. في وقت ملاقات لازم تبقى انت عامل الملعب وانت بتهاجم. يعني تبقى فاتح الملعب عشان تقدر تستلم تستغل السرعات بتاعتك. ممكن تجيب لي كرة لتلعبت لبواليا دي تاني. معلش. اه بعد اذنك يعني. ماشي. نقول تاني. ماشي تكمل. بصة كابتن احمد وكابتن وساما انت كنت رأس حربة. نتحرك عرضي كويس. نكمل بقى. بصة كابتن مين اقرب واحد المفروض ده الوقتي. بصة الشحاية. انت حسننا هنا ده اه طب. اه. مين 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 ورا بواليا. كابتن اصلا. مين مين قرب حتى على الاقل. لا 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 ما هو كده ده قريبا ايبا. كابتن. ياخد الخطوتين يا كابتن. ماشي ماشي بس بس مش بعين. بس هم عندوش بباية. اه يعني اصلا هي ملعوبة برضو مش يعني. مرماول. ماشي كابتن. لما بواليا استلم هو خلاص دخل خلاص اقرب. الازمة كلها في ان حسين جنب افشا. مش يا كابتن. لا ايا دي ايا دي كانت متر مابين لاتن اشتغل ازاي. اتحرك ازاي يا كابتن. يعني طبيعي ايضا ايضا. ايضا انت معاك الكورة. ماشي دي افشا لعيب كويس. بيعرف يعمل thick pass كويس. يعني بيعيه تحدث الكورة تحتليله وعندي رؤية كويس. طبيعي جدا 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 يبقى فيه تحرك جايز nastząt apart like عندي. بص يا بلال هنا. عشان قلت بتكلم عن اعتراض اللعيبة وما راحوا للعيبة. مفيش بعدها خمس سوائن هيقول لك تستكمل اللعب. بس هو بأمانة هي دي مش غلطة. لا لا انا اصلي. انا اتكلم عن اللعيبة. اللعيبة راحة وعملة تدور عليها. عارف ان اه. انا شفت يعني لاحظ الفرق يعني. كورة مش بنالتي. خلاص هتمسك في رقبة الحاكم. ايو صح. اوالله لا كابت انت بتكبره. لا روح. يعني حتى خط انظار مش مهم. ده جول. ايو. ده جول. يعني حتى لو انت خط انظار. ده جول برضو. مزبوط. يعني طبيعي جدا. وخاصة بصة. كورة مش طبيعي كورة خلاص جول يعني. بسة كاتنا امن برضو احنا بنتكلم. الاول امور الصعابة. النهاردة في مشوار الدوري. ام. بعد ما كان الفرق نوتوتين دلوقتي زاد والامور الصعابة. يعني بشكل كبير يعني. طبعا. لكن برضو يعني هي نفس اللعيبة هو نفس الجهاز ده اللي فرح. اللي جامل البطولات. اللي فرح النادي الاهلي وفرح جمهور النادي الاهلي. طبعا. في موسم صعب واستثنائي. نهاردة لما تاخد افريقيا ونود نكرر ونقول ونعيد. سبع تمن شهور. افريقيا مرتين وتاخد سوبر افريقي وتاخد سوبر مصري. تالت عالم وسوبر مصري. فنهاردة. ده انجاز كبير. صح وكاس مصر. هي نفس اللعي ونفس الجهاز. فاحنا برضو النهاردة اه احنا زعلنا على بطولة. كانت سهلة. كانت في المتناول. هي بطولة الدوري وبطولة محببة الجمهور النادي الاهلي. لكن برضو مش عايزين نقصوا على اللعيب. طبعا. النهاردة لما يبقى فيه موسم صعب جدا. النهاردة فيه اصابات كتير. فيه صفر كتير. فيه ضغط مباريات. بتلعب كل تمانية واربعين ساعة مباراة. في شهر. بتلعب عشر متشات. ده يعني شيء مستحيل. لكن اللعيبة تحملت. وفي الوقت الصعب كانت موجودة وكانت رجالة. لكن النهاردة خلاص جات في وقت بطولة دوري. اه احنا زعلانين ان العملية الصعبة ممكن بطولة الدوري تضيع. لكن برضو لازم نشكر اللعيبة دي على موسم طويل. نشكر الجهاز الفني على موسم طويل. ادروا برضو يفرحوا فيه جمهور النادي الاهلي. من اصعب المواسم كمان. طبعا. والنهاردة انت كأنك بتلعب موسمين في بعض. مضغوط ملحوم. اه عندك اصابات. عندك صفر. عندك كل تمانية واربعين ساعة مباراة. كان عندك فيه صعوبات كتير. فانت النهاردة انك برضو تحقق فيه نسبة نجاح بنسبة تسعين والخمسة وتسعين في المية. ده برضو نجاح كبير. صحيح. وفي الاخر علشان توقف النادي الاهلي في ظل الظروف دي. لازم تجيب لجنة حكام زي وجهه احمد. استحالة توقف النادي الاهلي بالطريق العادي. لازم تجيب واحد زي ده علشان توقف النادي الاهلي في ظل تحكيم. لا بص احنا بص مش عايزين نجيب اسماء لكن ايه? انا معاك انا معاك ان فيه تعلم. فيه تعلم طبعا. ولو جبنا هنتكلم عن ملشات كتير جدا جدا جدا. طيبا. وده اللي ده اللي خليك تقعد تفكر كده. طيب. لما انتو مش عايزين النادي الاهلي ياخد الدولي السناتي. ايه التمثيلات اللي بتحصل دي? ده فيلم فيلم هندي. ايوة يعني ايه التمثيلات اللي بتحصل دي. كل مباراة. السنة دي يعني اسامة قال كلام. والعدالة. اه طب. واưỢخر اربع اسبيعي يتلعبوا. وميش عارف واحد. عدلت يا كبتن. عدلت ايه بس. مصوا السنادي يا كبتن مش. يعني اني. يعني نقدر نقوله على دورة ده حلال يا كبتن. نقدر نقوله على دورة ده حلال دلوقتي? اه هيقوله حلال طب. اه. اكيد طب. مصوا السنادي مش دورة الكبار يعني. احنا يعني مادريد ما اخدش وبرشنة ما اخدش وبياس جي مخدش ولا لي مخدش يعني سواضح السنة دي لا بس ما نخدش يا بلادي انت لازم تلعب على أفضل يعني خلي اتكلم بها لا لا معلش لا لا معلش لا تصعبت ماشي ما فيش شك انها تصعبت بس لازم انت تعمل عليك لغاية اخر سانية تعمل كبت اكيد سمع اكيد هتشتغل بس يعني ثلاث ماتشات مع محترمنا المنافسين وانت وارضو اربع ماتشات ماشي على الأمور أصعب يعني هو تحية وتقدير طبعا للفرقة كلها والجاز الفني اللي تعب واحنا قلنا يعني يعني السنة دي انت عملت كل حاجة فطبيعي جدا هتجي آخر السيزن خلاص تبقى داون يعني وضع طبيعي طبيعي جدا على فكرة اللي بيحصل ده ده طبيعي على فكرة مش مش حاجة يعني فيه اهمال أو تقصير أو ممكن يكون انت وصلت لكل حاجة هتلينا كورة دي بعد اذنك وقف 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 يحط دماغه ماشي خلي بقى كلها بديت حسبت نسم اللي فات على ما اعتقد برضو على النادلاج كانت راكل الجزاء كانت لعبة مشابه لأحمد فتح لما كان موجود في النادلاج برضو لعب كان بيحط دماغه وأحمد فتح رفع رجله وقف لنا كورة بقى وقف يحطها حسبها راكل الجزاء على النادلاج وقف لنا كورة ورجل لعيب اللي طلع أيوة ماشي 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 بس كم كاميرا من ورا كاميرا بس كده بس كده بس كده هات لنا صورة كده فيه يا كابتن فيه لقطة تانية بشكل اوضح لو ماشي اللعبة بشكل اوضح طيب ماشي هلنا تاني هتتعادي يعني بقولك لعبة على النادلاج الاهلي لما كان احمد فتح موجود ده هنا بينا نفس اللعبة واحد بيحط راسه واحمد فتح بيحط رجله ده هنا بينا خلي بالك كابتن رسامة كمان في لقطة تانية يعني اوضح من كده كمان لو ماشي اللعبة في العادة ماشي اللعبة ماشي اللعبة غريبا ان لعبتنا ما اعترضتش برضو مابلال قالك لعب طيبين يعني طيبين بالزيادة الله لعبتنا زي ما قال الكابتن علاء حاول التركز ان احنا حتى لو ازلامنا نلعب احنا ونحاول نجيب احنا للمكسب مفيش اعادة طيب ماشي لا كابتن فيها اعادة كرة اللي فاتت دي فيها اعادة بتعادة بس اه بس هتجيب في زاوية تانية اه زاوية تانية لو عندوها طبعا لو عندوهم اه لا مش دي 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 لابت صلاح محسن دي اللي بعدها هي حتى عادة بعديها كابتن وستام اه اه يعني لو عادوها لا هي دي ايوة ايوة بص يا كابتن شايف رجل فين بص الرجل اه طبعا اه طبعا اسلام جمال برضو على ما اعتقد صح اسلام جمال اه هي دي بص كرة الرجل نفس اللعبة لحمت فتحي لما كان موجود في النادي الاهلي وياريت اللعبة لو رفع رجل واحد حط راسه رفع الجزاء على نادي ناهي وقتها هي هي ودي رفل الجزاء مليون في المية ودي رفل الجزاء مية في المية ابراهيم نور الدين حسب واحدة في نص ملعب ودى لعيب انذار ايه اه زي دي بالزبط زي دي بالزبط اه حسبها ودى له انذار لا خلي بالك حاجة تانية مين اللي راح اسرع للكورة وكان اقرب للكورة بحط راسه المفروض اه يعني مش اسلام ولا حط رجله صحيح يعني هن حتى زي ما انت بتقول يا كابتن بلال كابتن علاء ميهوب لعبة زي دي تحسبت في نص الملعب طب اختلاف المعايير بقى في تضبيل ده المعايير الوحي يا كابتن ايمن وزع علانة ما بقول لك عشان تخصر نادي الاهلي دوري لازم تجيب واحد زي وجيه احمد تقول لي بلاشي اسمك لا طبعا لا انا ما حيبش اسمك بس انا بتكلم على بس كابتن هي تانية بينا او من هنا طبعا النهاردة لما ببقى في جولة حاسيمة زديف الدوري جاي بالنحية التانية محمد الصباحي محمد الصباحي الحكم اللي وزنه زيادة اكتر من عشرة كيلو حكم ملعب وحكم مش دولي ده تتحط عليه علامات استفهام حكم الدولي دهش في الشخصية وفين وفين لازم حكم دولي من الاهلي والزمالك طبعا طبعا صحيح طيب هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع انجومنا الكبار ارجوكم انتظرونا بنراحب بيكم مرة تانية عزيزة مشاهدين ومباشرة هنروح لزميلنا شريف شعبان ولقاء معك كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بالنادي الاهلي تعاتي لك كابتن عيما نولديوفك ولكل متابعي شاشة قناة النادي الاهلي بعد انتهاء مباراة طلع الجيش والاهلي بالتعادل معي مدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيز كابتن سيد بقولك يعني هرد لك وهي دي الكرة بس يا كابتن سيد يعني برا اي حسابات يعني انا اللي عرفه واللي تعلمناه في الكرة الفار ده بيبقى بيدل للناس حقها كل مباراة المباراة اللي فاتت واللي قبل منها واللي قبل منها يبدو ان الفار مصمم ان يخسر النادي الاهلي النهار ده فيه كرة فيها شك كبير كده اللي الكرة جول وما نروحش للفار طب ما تروح يا كابتن ابراهيم بص على الكرة انا ما بتلكش بتحكيم وبتلكلمش على التحكيم ولكن حالات الفار كل مطش الخبر التحكيم بيقوله زي كرة عجيال مرات شرفات ضرب الجزاء وقبلها 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 والنهار ده فيه كرة فيها شك كبير جدا اللي الكرة هدف لحد امتى يا كابتن سيد هيفضل النادي الاهلي يعاني من اخطاء تحكمية بيدفع تمنها بطولات طيب يعني بسم الله الرحمن الرحيم طبعا نتيجة يعني مش مرضية اطلاقا خالص في ظل صراعة كان مهمة وان احنا نوصله للاخر يعني طبعا يعني فيه لسه شوية وقت لكن الامور طبعا بتصعب انا مش هاكد على الكلام اللي انا قلته المرة اللي فاتت فالبعد مبارات امبي احنا السبب بشكل كبير اوي 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 في عدد من المباريات والنقاط اللي فقدناها السنة دي كانت كانت كافلة انها تحسن من الوضع بشكل كبير جدا جدا مش هادي برضو هقول نفس الكلمتين المبررات اللي احنا قمناها والحاجات اللي احنا قمناها كل حاجة بتنتهي خلاص بتبقى بس النتيجة أسفين جداً الحاجات كتير قوي عملناها السنة دي في الدور المصري اجتهدنا بشكل كبير قوي في البطولة الأفريقية ربنا قرمنا في 27 نوفمبر ببطولة أفريقية مع على حساب الزمالك ثم 5 ديسمبر على حساب طلع الجيش في الكاس ثم 11 فبراير ثالث عالم ثم كاس السوبر الأفريقي يوم 28 خمسة ده أثر بشكل كبير أو في المباراة المحلية اللي اتضغطت أصلاً بشكل مش طبيعي أبداً مش ممكن أبداً اللي يكون حطها إنسان عنده خبرة في الكورة لا إنسان قاصد يعمل حاجة معينة وحصلت هناك فقدنا 10 نقاط في 9 مباراة لعبناهم في رمضان المضحك جداً جداً ولكن انت بتستخفي بالعقول يعني سمعت التصريح بيقول أصل الأجونة هتلعب السموحة يوم 19 فأجلناها يومين عشان يبقى فيه تكافؤ فرص طيب والمباراة اللي احنا اضغطنا فيها هال 19 مباراة اللي احنا اضغطنا فيها كانوا بنلعب في دور السلطنية ما هو هو نفس الدور يعني انت بتعمل تكافؤ فرص في مباراة والنهاردة بتضغط فرقة 9 مباراة المضحك أكتر يعني عايز الجونة يعمل 3 أيام 3 أيام عشان يما يجي يلعب مع الأهلي ويبقى فقط 3 أيام بس اللي اسماعيلي ده اللي لعب مباراة بيراميز يوم أربعة وقعد مستنين لحد يوم 11 وبعد اللعب بعد 48 ساعة مع المنافس بتاعك يعني ما كانش تكافؤ فرص يعني استخفاف بالعقول بشكل سيء جداً جداً الفار وعميله معرفش كابتن محمود بسيوني معرفش معرفش يعني أنا بقلي فترة طويلة يعني ماسك يعني حكم لي تقريباً مباراةين مباراة مع دجلة من حوالي 4-5 سنين حسب عليها ضرب الجزاء على المؤمن زكريا تقريباً ولا حاجة ما لهاش علاقة بالقانون أصلاً يعني القانون ما تغيرش ساعتها جات في كتف وبعدين في إيدو راح أسيبها النهاردة يعني كان من كام يوم من 13 يوم كان موجود برضو على الضار عندي في مباراة دجلة وجاب إبراهيم نور الدين برضو كابتن إبراهيم نور الدين وقال له تعالى شوفها النهاردة يا راجل دا احنا بقلنا 32 مباراة الفار استدعى الحاكم مثلاً 3-4 مرات في الـ 32 مباراة تمام؟ يعني الفار في الكاف حسب لنا حكم لنا خمس مباراة كلهم حاجات صحيحة 100% الفار في الداري المصري عندنا يعني 11 ضرب الجزاء أو مثلاً ممكن يكون 10 ضربات جزاء ما حدش بيرجع لحد أنا مش منفعله على حاجة بالعكس أنا بقرب الأخطاء إحنا أخطاء أنا كتير جداً مجهدين جداً الفرقة مجهدة الفرقة ميتة بأن صح التعبير من المشاركات والصفر وتغيير الملاعب لك أنت تخيل فرقة من 27 نوفمبر السنة اللي فاتت لحد دلوقتي كمية سفر مش طبيعية كمية واللي بيقولك عشان تكافئ الفرص يطلعني يعني ألعب يوم الأربعة اللي فات في اسكندرية وبعدين ألعب السبت في القاهرة وبعدين ألعب الثلاث في السويس وبعدين ألعب الجمعة اللي جاية في اسكندرية وبعدين يقولك تكافئ فرص تكافئ فرص وبعدين تنام مسبق تنام تلاقي واحد مثلا إيه يعني رح بعيت لك جدوى لك ده على الفطار يعني كون أنت لسه يعني ما سحتش وركزت يعني طيب النهاردة الشهر الجاي مثلا المفروض أن أنت عندك ثلاث بطولات تمام المبدأ التكافئ الفرص ده فيه فيه بتوقف دولي يعني بتوقف دولي توقف الدولي ده يبقى من يوم 28 لليوم 7 أقطع درعي من هنا أنه هممكن يحط لك يوم مطش يوم 9 يوم 10 يعني في الكاس ما أنت ملعبتش تمام الراجل اللي كان بيقول لك يعني إيه عشان مبدأ تكافئ الفرص والفريتين يوم لاغي مطش أسوان مبدأ تكافئ الفرص فهم يعني مبدأ تكافئ الفرص في يوم لاغي أسوان يعني إحنا هتلعب برضو الكاس نفس الكلام يعني هتضغط أم المطشات زي ما هي بالشكل اللي بنلعب بي ده يعني فرقة على مدار 32 أسبوع على مدار 32 أسبوع لعبنا 17 مطش 32 أسبوع 17 مطش أو 16 مطش كل 48 ساعة يعني أنت بتلعب 50% من مطشاتك يعني بص العقلية اللي بتقول لك تكافئ الفرص يعني فرقة بتشارك في أفريقيا وبتشارك في أدوار متقدمة في أفريقيا وبتوصل للنهاية وبتلعب في الدور المحلي 50% من مطشاتها 50% من مطشاتها لعبك كل 48 ساعة أنا يعني مش بدي مبرر لكن نهاية يعني أنا شايف أن كان دوري في المتناول جدا ما بلومش برضو غير نفسي فغضنا نقاط كتير أول لكن لها لها أسباب يعني يا راجل ده يعني انتب هاته يعني اضحك علينا اضحك علينا وهات إبراهيم بنور الدين وشوفها كده عضو يعني دقيقتين تلاتة ده فيه كرة بتيجي في العرضة الحاكم بيحسبها وبعدين الفر بيلغيها يعني كرة الدوبك بس بتيجي في العرضة يعني مش عايزة أقطر في الكلام يعني عشان برضو يبقى المزاكرات أصلي بتتفهم بشكل مش مزبوط وبعدين اللي بيرائب ده ويقعد يقول لك خليك في ورقتك رائب ده مع ناس تانية لا 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 مع ناس تانية بيبقاش موجود في اللجنة أصلا يعني ما بيقاش هو يعني بيجيب ناس تحقر من بطولاتك تحقر من بطولاتك وتتفهم من بطولاتك تمام وبعدين يجي عندنا يقول لك ايه يعني خليك في ورقتك يعني ايه من والتاني يقول لي يعني انا بعتب عليك جميد جدا في تصريح ولا اثنين تمام يعني طبعا بعتب على نفسك يعني لو انت شاف ان انا كلامي يعني في حاجة يعني مش مزبوط طب انت مع الاخرين ايه ما بتحتبش عليهم لإيه يعني طيب بس عشان بس الواحد ما ينفعلش بشكل واحش يعني احنا غلطانين جدا غلطانين يعني ففي مبارات كتير قوي النهاردة كلنا جون ممكن يفتح الجيم في وقت في وقت انت بتحتاجه يعني ما فيش ما فيش قدرة شوط تاني ان انت تسجل لكن طبعا طبعا يعني في حسابات هتتراجع بشكل اكيد يعني وفي حاجات هتتعدل اكيد يعني سيد انا برعب باسم مصر وبشارك في بطولة افريقية والحمد لله بشرف مصر وبشرف افريقيا والنادي المصر اللي بيحافظ على اللقب وبيجيب لقبين هل يتم عقابي بدخط مبارياتي ولا يتم تكريمي يعني بشي تكريمي يعني يديني حقيا في اللعب بس بس عشان نبقى فصورة يعني في الاخر فالاخر كل دا هيتنسي وهيفتكر بس مين فاز يعني لكن احنا بتقول الاسباب اللي ممكن قدت لكده اسباب احنا ما ينفعش ان احنا نسك في الناس ما ينفعش يتثق فيها يعني الكلام كلام نهائي ما ينفعش تسك في حد يعني تسك في حد ماينفعش السقة تبقى فيه أساسا يعني ماينفعش اتنين اتنين إن يعني فيه مقولة حلوة جدا يعني يعقول لك يعرف الرجال بالحق يعني يعني ما يكون فيه حق كده علي وعلى التاني وعلى غيري وعلى غيري وعلى غيري آه يبقى أنه أنت بتعرف الراجل هنا國 الموظبوط يعني أنا شايف أنا شايف يعني لأن السنة دي فيه أخطاء طبعا على المستوى المحلي مننا طبعا أكيد في حساباتنا وتقييمنا وفقادنا للنقاط ده وضع مفروغ منه يعني لكن عد المطشاط ألعب 32 أسبوع 32 أسبوع منهم 15 16 17 مباراة كل 48 ساعة وبعدين يقول أحد يطلع بتصريح يقول لك إيه عشان تكافئ الفرص فهنأجل شوية مباراة الجونة يا راجل في نفس البطولة فرقة بتلعب 16 17 مباراة وبعدين طب الكاس هتعمل فيه هتلعبني يوم 9 برضو يعني هتجيب لي جدول كده أصحى من النمرو على الفطار قبل ما أكل أي حاجة على الفطار ولا أشرب شيء ولا حاجة لاي جدول علي يوم 9 يوم 11 يوم 14 يوم 17 على أساس إن إحنا نخلص المهم إن إحنا إيه يعني نخلص نخلص مش مهم يبقى من يصعب لو الجونة كان طالب يلعب مباراة الأهلي في السكندرية تحد الكرة كان ممكن يوافق له مش هرجع لحاجة عمرها ما هو تحصل عمرها ما هو تحصل لماذا ما يحصل ليش هكذا ما بيحصل لغيري مش هيحصل مش هيحصل بس لإيه لأن إنت أولا أولا بس يعني إنت في حاجات يعني زي ما قلت لك فقدناها وفي حاجات على المستوى على المستوى الفني طبعا في حاجات ممكن يكون يعني أثرنا فيها على المستوى الحسابي أثرنا فيها لكن زي ما قلت لك يعني عمري ملعبت دوري ألعب نصه كل 48 ساعة ما عملتش كده ما عملتش كده ما أنفعش أبدا 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 فرقة بتشارف كل البطولات داية أصلا يعني وتسافر هنا وتجي من هنا وتروح السويس وتجي سكندرية وتبعدين كهرة وبعدين تراجر السويس تاني مش مهم يعني أنت الجدول الأولاني كنت مديني أربع تيام وبعدين أربع تيام ما بين سافرية وسافرية تمام وبعدين يجي يقول لك إيه لا ما هو ده بيحصل مع غيرك حصل مع غيري فين يعني حصل مع غيري فين مش عايزة كتر في الكلام بس أنا يعني بتأسف الصراحة بتأسف جدا 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 لكن زي ما قلتلك يعني كل ما ملهاش تاني يعني فعش تصد في حد مش أهل للثقة دي خالص خالص لأن أنت بيحصل معاك من أول الدوري حصلت معاك من أول الدوري شوية نقط كده شوية نقط كانت بينة علامات بشكل واضحة على الأموم أنا زي ما قلتلك في حاجات كتير بالنسبة لنا يعني كنا ما ينفعش إن إحنا نفقدها لكن مش مبرر على حاجة بطولة ولسه موجودة طبعا وكل حاجة لكن طبعا بتصعب وتبعد يعني آسف جدا جدا على تعادل مش أنا بس أكيد كل الناس بإحساس متغير مش أكلم على محمود بسوني أو غير محمود بسوني أو يا راجل ده كرة أجايه بتتناقش مع كابت المحمود عشور بتتناقش معها فبيقول لي خلصت والكرة طلعت يعني realize أديك بالبوكس مثلا أديك بالبوكس وبعد أقول لكم كرة طلعت يعني إيه دا أنت ما جيبتهش يا سي دا أنت ما جيبتهش دا أنت ما جيبتهش الحكم يعني مقولت했다 تعالى في تدخل أنا مش مرتاح له تمام وسيبوه أخد القرار سيبوه ياخد القرار النهاردة محمود بسوني محمود بسوني على الملعب على مستوى الملعب ما يشفتوه من أربع سنين يعني إلما مبارة مع دجلة من أربع سنين ومبارة تانية ممكن تكون تانية أو ما كنش. ما شفتوش في الملعب قرار اربع سنين. الحكام اللي موجودة على الفار اللي موجودة في الفار يعني هو مش انتقاد يا جماعة. مش انتقاد. هي الموضوع باختصار شديد جدا جدا. كفاءات. هل الناس دي يعني يعني ممكن تاخد قرار سليم مية في المية ولا لا. على العموم. بس انا بشوف اللي جاي. بشوف اللي جاي. انا خايف اصحى من النوم بكرة. الاقي جدول كاس مصر. مسلا يعني. الاهل يلعب يوم تسعة. والاهل لو لو كسب يلعب يوم حداشر. وبعدين يلعب تلاتاشر. وبعدين خمستاشر. وبعدين لك عمل ايه كاي. انا خلال الحمد لله رب عم يخلص الموسم دوري وكاسي يعني. بعين عن التحكيم وكل اللي يعني. اعتصرت الجماهير النادي الالي عن يعني. يعني خلاص في النسب بتتضاءل في الفوز ببطولة الدوري. ولكن لسه فيه امل. وابقى الامل موجود الى اخر البطولة. لا برضه عشان امين في الطرح يعني. احنا غلطانين في حاجات كتير جدا. بنعتزر عن بعض المباريات اللي كانت في المتناولة جدا. مع كل الاخطاء اللي حصلة دي. مع كل السلبيات اللي حصلة دي. مع كل. يعني المباريات المضغوطة دي كلها. بعتزر طبعا لان ده. آآ واجب البطولة بتبعد آه صحيح. لكن ممكن تكون موجودة. لكن برضه يعني مش عايز مش عايزين ننسى ان انت في في السبع تمن شهور لعبت كمية بطولات في توقيتات وصفر وآآ ومناخ مختلف وصفريات مختلفة. وقدرت ان ان تاخدها. عندنا عندنا الشهر الجاي فيه ثلاثة بطولات كمان. انا مبقولش كده عشان الموضوع انتهى في الدور. لا. انا بكلمك عشان الرؤية تبقى جاية بس. لكن راسنا او عينينا هتبقى في وسط راسنا. تمام? قبل ما تبعت لي اي حاجة. قبل ما تبعت لي اي حاجة. اي حاجة. لو في حاجة مش مزبوطة. لو في حاجة مش مزبوطة في في جداول وترتيب مطشاط وبتاع يعني كمان اوعى تفتكر ان انا يعني هاسمح بيها. يعني ازي لو قلت لك عندنا فترة التوقف الفترة الوقت هتخلص يوم سبعة. انا متأكد لو انا ما قلتش كلمتين دول اصلا كان ممكن يبقى لك الجدول لك ايه هتلعب يوم تمانية هتلعب يوم تسعة هتلعب يوم عشرة ايه ده? ايه ده? يعني اجي من آآ من برة يوم مسلا تسعة قلعب يوم اتناشر قلعب يوم حداشر قلعب يوم آآ تلاتاشر. سويس اسكندرية. وباحدين طالع بتصريح وحدي يوم طالب بتصريح يقول لك. يقول لك ايه? لا الجنن اخرها بقى عشان تكافل. يا نهري سود. اخيرا اخر حاجة بس اكل تسير. فترة جاية في مراجعة حسابات لبعض اللاعبين? هل سباتك وانت بتكسب? بعض اللاعبين? وانت بترجع حسابتك وانت بتكسب? بترجع حسابتك وانت بتكسب? لازم ترجع حسابتك. لكن بس مش عايز الناس تنسى بس عشان يعني مش عايز مش عايز تنسى. نفس اللاعبة ديت. نفس اللاعبة دي الليخدت اتنين دوري ابتال واربعد في سبعة وعشرين نوفمبر وسبعتاشر سبعة اكبر بطولتين كان فار هناك في خمس من اللقاءات حضرة كان كلهم مزبوطين وتمام التمام يعني خدوا كاس مصر خدوا تلت عالم خدوا الصوبر الافريقي شعر تسعة اللي جاي عندك تلت بطولات عندك يا رب بس عرف الصوبر المحلي هتكمل صغيرة كده yani ما تعرفش ما تعرفش راح فيه أحياني يصاره أفريكي شارك جاي؟ أتعرفش لحفين؟ فين؟ يعني الموعيد دي تجيلي بقى تجيلي بس تجيلي مظبوطة تجيلي مظبوطة وتجيلي يعني وأخذ وقتك ورحتك يعني وأخذ وقتك ورحتك ما بين المباراة والمباراة أربع تيام خمس تيام يعني عشان تبقى في الصورة ما تقول مش عامللي الصلق بيد هو يعني أطلق أم منهم ألعب أم بي مسلا ولو كسبت بعد يومين ألعب الكسبان لا يعني خليها بس نبقى بالراحة كده وبالعقل وبدون أي انفعالات يعني وبدون أي حاجة يعني خلاص زي ما قلت بأكد على معنى مهم جدا 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 يعني في الأول والآخر برضو مش هلوم غير نفسي وغير حاجات صغيرة كانت بطولة في المتناول جدا جدا فقدنا نقاط ما كانش ينفع أن احنا نفقادها ومش مدي مبرارات لكن أتحدى ليفربول نفسه إنه يلعب يلعب نص الدوري نص الدوري كل تمانية وربعين ساعة أتحدى 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 والآخر هيتطلع حد طبعا ينتقدك وبتاع ما فيش مشكلة خالص لا بص فرعتك ده يعني اللجان اللجان مختلفة في الوقت في الوقت التالي يا راجل يا راجل ده انت ممكن تلاقي ناس يعني ولا كفاية كده كفاية أحسن بس كابتن نايمن ده كان نقاطنا مع كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بالنادي الأهلي اللي اعتذر طبعا لي جماهير النادي الأهلي عن فقد بعد النقاط ولكن يبقى السؤال وعلنت الاستفهام لحكام الفار إلى متى سيظل النادي الأهلي يظلم من حكام الفار إجابة أتمنى الإجابة عليها من مسؤولي اتحاد القرى أعود لك من جديد كابتن أيمن بفضل شكرا جزيلا الزميل العزيز شريف شعبان كابتن أسامة يمكن الكابتن سيد طبعا اتكلم زينا ويعني من جواه محروف طبعا من اللي بيحصل في النادي الأهلي نحن مش عارفين بصراحة ده لمصلحة مين نما هو أتكلم على حاجة كمان يمكن ما حدش خد بالو منها قوي نحن لعبين 17 مباراة في قل من شهرين طبعا عدد كلم على نصف ماتشات الدول عدد ماتشات كبير جدا بطبيعة الحال أنت الطبيعي يعني لما يكون كل خمس ست أيام مباراة العباب تبقى تقدر تستشفى تقدر حتى عشان كمان السفريات الكتيرة بين إفريقيا وبين الدول المصري هنا في سكندرية وقاهرة والمحلة غير الماتشات الإفريقية يعني كمان بس مش جهد مش جهد أن الوقت دي في أنك بتلعب مباراة متتالية كمان بسفر أنت رايح جاي رايح جاي فده بيعمل إرهاق ما بيخليش اللعب في أحسن حالاته اللي هي البدنية يعني بيبقى تعبان بيلعب تحت ولما بتلعب أنت تعبان بتفقد حاجات كتيرة بتفقد إمكانياتك طبعا الفنية بتقل ده طبيعة الحال أنك بدنيا مش قادر سرعتك قوتك اتخذ الخرار كمان بتأثر عصبيا طبعا اتخذك القرار مش مظبوط عايز تشيل الكرة مثلا بالراحة ممكن تتليها جمدة عايز تشوت تتليها في السماء أن ده تعب على الضغط عصبي على الجهاز العصبي كمان بتسبب إصابات وانت فقدت لعيبة مهمين جدا 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 في أوقات صعبة منهم أخيرا بدر بنونو ومحمد شريف عمر السلاء أقول لتلات انظرات لك أنا بكلم مثلا بدر بنونو ومحمد شريف اتنين من أهم من أهم من أهم عناصر النادي الآلي يعني بيبقى الآلي في قمة قوته لما الاتنين دول بيبقوا موجودين طبيعة الحال وفي فترة حاسمة زي دي طبعا لما يواحد زي محمد شريف يجي له شد وانت بتلعب كل ثلاث تيام الشد ده في العضلة الخلفية يعني عايز له من ثلاث أسابيع لشهر مثلا أو يعني في الحدود دي زي ما احنا كنا كلنا لعبت كرة وكننا بيجينا الموضوع ده بتاخد كده تقريبا يعني معناها انه مش يلعب بقيت المطشط الدور صحيح فتلاحم المباريات ده أثر عليك في حاجات كتيرة جدا زي ما قلتلك بدنيا ذهنيا إصابات كل ما بتلعب وانت مرهق الإصابات بتبقى سهلة تيجي فانت فقدت لعيبة كتير جدا وفعلا موسم شاق بالنسبة للعيبة وكنساية كمان اتكلم على حد وكلنا كنا متكلمين عليها جزئية ان احنا خدنا كل البطولات اللي كنا مشاركين فيها رغم الدغوط دي يعني اتنين دي افريقيا كاس مصر سوبر افريقي سوبر مصري كل البطولات يعني فما في الشك ده غير كمان الدغوط التحكمية اللي انت بتتعرض لها جوى الملعب مزبوط انا عايز اقول حاجة برضو لجمهور علشان يحسوا برضو بمعاناة اللعيبة داخل الملعب طبعا فيه اوقات يعني حتى لو فيه ظلم بيبقى فيه توفيق من عند ربنا ان انت ممكن تكسب الجيم حتى لو فيه ظلم احيانا ولكن احيانا وانت حاسس بالظلم وعارف ان انت مظلوم وحكم الماتش او حكام الماتش ظلمينك فانت بتحاول تعمل مجهود زيادة مجهود زيادة علشان تكسب الجيم ده اللي انت حاسس فيه بالظلم الضغط التحكيمي ده ممكن كمان يقدي لإصابة اللعيبة في الملعب اللي بتعمل مجهود زيادة فوق طاقتها علشان تحاول تكسب او تكسب وتكسب الظلم التحكيمي كمان فالكلام على فكرة الكلام ده مش اول مرة يمكن نجومنا كلهم ليهم ذكريات وليهم مواقف بعد المواقف اتعرضوا فيها الضلم التحكيمي وعارفين الكلام اللي انا بقوله كويس قوي الواحد بيدوس على نفسه اكتر من المجهود الطبيعي اللي بيبزله فحتى الضغط التحكيمي ده بيخسرك ماتش ويخسرك لعيبة يخسرك ماتش ويخسرك لعيبة يخسرك بطولة ويحبطك الماتش اللي بعده هو ده المقصود وده اللي احنا شايفينه الفترة دية مش الفترة دية ما احترامنا يعني للجماعة اللي بقولك الثلاثة اربعة مشات الاخرانيين لا مش الثلاثة اربعة مشات الاخرانيين انا حنجيب شوية مشات دلوقتي من اللي حصل مع النادي الاهلي الموسم ده بص يا كابتن اي واحنا بنتكلم وهتعرض لاتي الظلم التحكيمي هحكي لك موقف الواحد ضغطه علي هحكي لك موقف علشان ارجع للنقط اللي انا بقولك عليها ان هي مبيت السنة دي كان فيه اتحاد الكورة دعا الاجتماع للاندية تعالوا يا جماعة شاركونا في جدوى للمسابقة تعالوا كل واحد يقول اقتراح ده في مشوار الدور النادي الاهلي راح او مثل النادي الاهلي في الاجتماع ده كان الستسر انديل عضو مجرس الريدار راح هناك خد الرؤية كاملة من جهاز الكورة ايه اللي النادي الاهلي محتاجه زي كل الاندية ما بتشارك في اتحاد الكورة ايه اللي احنا محتاجين مفترة اللي جاية وكان الاجتماع مع الستاذ احمد مجاه عضو او رئيس اللاجنة السوليسية اتحاد الكورة علشان لو عنده رأي غير كده يطلع ويكذب ويقول الكلام ده ما حصلش كويس راح النادي الاهلي حط الرؤية بتاعته احنا بنشارك في بطولة افريقيا انتو النهارده عايزين تضغطوا الماتشات في الدوري فاكر الشهر اللي كان فيه عشر ماتشات ايه الفترة دي النادي الاهلي اداهم الحل الحل النهارده عندي مباراة النصر في كاس مصر حطها لي في التوقيت ده قبل ماتش افريقيا بحسب ملعب مباراة افريقيا الجدول بعدها بدل ما تلعبني كل 48 ساعة مباراة هتديني بس راح اريح ثلاث ايام علشان الالعب يبنى حلتلك الجدول النهارده قدرت انك الضغط اللي انت عايز تعمله تحقاو بس انا برضو في نفس الوقت يبنى ارتحت وخدت راح تأتي وحطت الماتشات باعد نزبوط الأستاذ سرقانديل حط الرؤية دي للأستاذ احمد مجاهد رئيس اتحاد الكور وقال له ده رؤية النادي الاهلي وحنا بنشارك معاكو زي الانديا وانتو دعيتو للكلام ده قال له اوكي ده رأي محترم اقترح خلاص يعني احنا ما فينا عليك اتحاد الكور راح النادي الاهلي أستاذ احمد مجاهد بعت الجدول يعني انت النهارده الاجتماع خلص بعدها بساعة اتبعت اللي هو عايز يعمله احمد مجاهد واتحاد الكورة وضغط النادي الاهلي في الفترة اللي النادي الاهلي اللاعب فيها كل تمانية وربيت ساعة مجهرة وعمل اللي هو عايزه ده بالاتفاق مع مين ما انا بقولك انها مبيت انها مبيتة علشان كده دي الفترة كاب سيد بتكلم فيها بقولك احنا بنعتذر للجمهور على بطولة يعني ضاعت لكن النهارده لعبت النادي الاهلي بلغة الكورة اللعبها ماتت من كتر المنشاط النهارده شوف كم الصفر من سبعة وعشرين حداشر لدلوقتي كم الصفر برة الملاعب اللي انت بتلعب فيها بقولك فين النهارده العدالة العدالة وانت النهارده تطلعني من اسكندرية على ما عرفش القاهرة ترجعني تاني ما عرفش السوية ترجعني فيه قالك فين هي دي العدالة اللي انتو بتدوروا عليها وانتو بتتكلموا عليها انا بس بضرب لك مثل ويطلع عليه استاذ الحمد مجاهد يقول لك الكلام ده ما حصلش حصل والنادي والتصوص طريقان دي لحط رؤية النادي الاهلي علشان عايز تضغط الدوري علشان انا باخد افريقيا وباخد كس عالم وانت عايز تعاقب الاول انك تضغط له ماتشاته طب حطيلي ماتش النصر ده قبل الماتش بتاع افريقيا مش بعديه علشان نلعب ماتش افريقيا والجدول بعد كده يبقى كل يومين زي ما انت عايز بس فيه مباراة تعمل هالي كل اربعة ايام ماشا كابتن انا محضرك في الكلام ده طب الكلام ده بيتعامل لي ويبتعامل لمصلحة مين والله ده السؤال ده بقى اللي يتسئل للجنة اللي جاية الدير وجاية توجه الكورة في حتة معينة وجاية توجه الدوري في حتة معينة وتجيب لجنة حكام علشان توجه التحكيم لحتة معينة يا ريتل استاذ برجوي يجيب لنا كمان هتلاقي عندك استاذ برجوي اخطاء التحكيم اخطاء التحكيم من بداية مشوار الدوري صحيح النهار ده حتى مش اخروها يعني لبعد كده مثلا نص التاني في الجادة في اول مباراة في الدوري نعم بياتة من زمان ده عبوادي دجلة ركل الجزاء النادي الاهلي تتحسبش وكمان في اللقطة دي خلي بالك الحكم البتاع ما راحش للفار برضو يعني مثلا النهار ده لو هنقول قده مباراة ولا اتنين لا ده هي دي خلاص ده ده السين اللي احنا نتفعل من اول الدور كابتن ده ماتش بيرامدز في جول وفنالتي ركل الجزاء وغول وهدف بواليا اللي ما احتسبش حكم ما راحش للأي حد ولا الفار قال له حاج الفار كان عندنا اخذ ليه رح بعيد المباراة اللي فاتت مباراة اللي هنبول القرى بتاع التعالي مع اللي اللي بيعملها بالعارض النهار ده حكم الفار ما فيش ولا يصدق الحكم بس اقول احنا الماتش اللي فاتح احنا كسبنا احنا بنتكلم على النقط اللي ضاعت اللي ضياحها التحكيم من النادي الاهلي السنادي معيها دي بقى الطريقة السنادي اللي اخذها لأمية الحكام نهار ده الفار ما استدعيش الحكم علشان نهار ده لو انا استدعيته واللعبها يوقف زي اي كل اللاندية ما بيبتاخد حقها لا النادي الاهلي نهار ده ممكن يعني يتقدم طب لمصلحة مين النادي لأني ما ياخدش الدور يعني انتوا عايزين زيئته النادي الاهلي يعني من كتر تلاتة واربعين دوري لكن جمهوره ادارته لعبته ما بنزهقش عايزين ناخد برضو بطولة الدور وناخد كل البطولات لكن النهار ده برضو عايزين نوقف عند كلمة الكابتن سيد يعني لعبت النادي الاهلي منهكة لعبها منهكة في مشوار موسم طويل جدا مش موسم اكتر من يعني ده مزمين يعني نفسي القائمين على الكرة في النادي الاهلي ومجلس الادارة لازم نحتفل بالفرقة دي لازم نحتفل في ظل الضغوط النهار ده وانت حتى بتخسر دوري بتخسر دوري بفعل فاعل لازم نهار ده نحتفل بالفرقة دي بالبطولات اللي احنا خدناها وحقناها وعملنا بها ارقام قياسية السنة دي لازم يفرحوا الفرقة ما كانتش بتفرح النهار ده تخلص بطولة افريقيا يوم سبع وعشرين حداشر تدخل في المباراة اللي بعديها على طول ما عرفش بتلعب كاس مصر امام طلع الجيش عشان تاخد كاس مصر تطلع من هنا على الدوري على الصبر الافريقي على تالة العالم فما بلحقوش لا ده انا هكمل لك كمان يا كابتن علاء هتطلع من الدوري على افريقيا انتخب مصر ترجع من الدوري من بطولة الماتشين بتقع الانجولا والجابون ترجع على كاس مصر تطلع على ماتشين كاس العالم لا كاس افريقيا برضو بتقول ليبيا ها ترجع على بداية الدور عارف بتتكلم على ايه لحم تلات سنين في بعض شعر مجموعة اللعيبة دي ده هي ايه نفس اللعبة ايوه ده مجموعة اللعيبة وخلي بالك مجموعة اللعيبة دي نصاف المنتخب ده اكيد طبعا مجموعة اللعيبة تلات سنين مع بعض وماشاء الله كم مفتولات يحترم جدا ومتل ان انا بتفع مع اسما ان كل التحاية اللعيبة دي خدت الدوري ما خدتش الدوري كل التحاية التقدير اليوم على البطولات اللي خدوها الفترة الليلة دين مضغوطة يعني فترة ما حصلتش في كورته قدم في حتة في العالم اه عمرها ما تحصل ان ضغط مباريات كده وشغط مباريات عادي ضغط مباريات انت مطلوب بمكسب انك مطلوب دايما بطولات لعيب النادر دايما مطلوب منه ناخد بطولات كل التحاية اليوم على الفترة اللي فاتت وعلى البطولات اللي اخدوها ان شاء الله هيكملوا للدوري لو لي نصيب او ما ليش نصيب كل التحاية وتقدير ليهم لان انت حتى لو ما يشصل في الدوري ده انت مخسرتوش اي انت مخسرتوش اي انت وحش مخسرتوش لحد حسن منك لا في عوامل خارجية بقيه كتير جدا 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 هي لوصلتك للمرحلة دي لكن انت كنادي قال لي لأ انت الأحاق بكل حاجة كم أخطاء على مدار الموسم كانت بتكلم فيها الوقتي سيد وتكلم فيها واسامة لا كتير جدا 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 ومع هذا انت لو مبارياتك المؤجلة واسامة لو كنت تكسبتها كنت زمانك برضو رغم كل الصعبات دي كنت انت خلاص انت اللي بتحسم الدوري تفاهمني يعني حتى لكن ضغط مباريات كمية تصابت كتير جدا اه فأتفقات النقاط يعني في حاجات مش بييدك وفي حاجات بييدك اللي حاجات بييدك انت في خط النقاط وكشان تفقدها لكن بتحصل فكور لكن في حاجات كمان خارجية انت هتتسرف فيها ازاي صحيح فمش عايزين ولا ولا نقص على لعيبة ولا نقص على جهاز ولا حاجة خالص الكلام ده جاميري نادي الاهلي اللعيبة دي فرحة جاميري نادي الاهلي في الفترة وصولة دي فرحة مع بعضها فرحة وهي فرحهم ان شاء الله والكلام لسه بقوله لسه فينا خاطر الملعب ما تعرفش اللي حسن في مرة القادمة لكن كل التحية للمدير الفني وكل التحية لالجهاز الفني والإداري وكل التحية لعيبة النهاردة على المجهود اللي عملوه وفي مسأة بيقولك يا جاب الميزك ريح خلص هو ده النادي الاهلي صحيح النادي الاهلي هيفضل طوله عمور النادي الاهلي اكبر نادي بأفريقيا والشرق الاوسط وكل عندها بتتمنى تباعها زي النادي الاهلي او اللعيبة كلها بتتمنى تنتمي للنادي الاهلي صحيح زي ما قالوا الكباتم فعلا تحية كبيرة جدا للعيبة والجهاز الفني على كل اللي قدموه السنة دي حتى لو خسرت الدوري هو بنسبة كبيرة دلوقتي بعيد عننا انما انت خسرت الدوري لو خسرت الدوري انت خسرت الدوري بفعل فاعل مش فاعل واحد لا عدة عوامل وزي ما قلنا احنا مش عارفين اللي حصل النادي الاهلي ده لمصلحة مي اللي بيحصل في النادي الاهلي واللي حصل خلال الموسم دوت اللي ما حصلش في اي موسم بالشكل ده مش عايز اقول كلمة لان مش منعتي ان انا هاجم بكلام يعني خارج هي مش خارج ولكن يعني فيها يعني يعني البسيط بتاعها ظلم الدلع بتاعها ظلم عمرها ما حصلت زي ما حصلت السنة دي مش مبرر انما تحية كبيرة جدا 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 للعيبة على الموسم ده الموسم اللي فات كل البطولات اللي جابوها ونتمنى التوفيق للاعبتنا الفترة اللي جاية وهنفضل برضو وراهم لحد اخر مباريات الدوري او لحد ما يتكون الفرصة ما زالت موجودة في الصراع على الملافسة تعالوا نروح للمؤتمر الصحفي ونشوف ميستر موسماني قال ايه ومن بعده نطلع لفاصل ونرجع نستقبل خابرنا التحكيم كابتن ناصر عباس عشان يقول لنا الحقائق والحاجات اللي بتحصل داخل الكواليس سلام عليكم سلام عليكم ماذا يمكنك أن تقول عن هذا المعام أنت تستطيع بحثات 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 ولكن يمكنك أن تستطيع بحثات بحثات التي المعام تضع لهم يحبوا من المقهود المنزل المنزل يحبوا من المنزل لتعالى ولكن لم نكن لا يمكننا التعالي في الناس نعم، نحن في حالة جيدة، بالطبع، لأنه يريد أن يقوم بها. لكن هذا المعام، أعني أنني أعلم أنه لا يوجد الكثير من التكتكات. نحن نفتقون بسلاماً، وأن نعتقد أن المساعدين فتحدثاًا كما يفعلنا أنه قفرت أنه جيداً. لنعم، أن نفتقى الأعلى من أن نجد الكثير من المساعدة ويجب أن يكون طعباً. يجب أن نذهب إلى المساعدة أكثر من أجل التعامل ولكن هذا هو أكثر من المساعدة ويجب أن نستطيع أن نستطيع أن نستطيع أن نستطيع كما قلت أكثر من المساعدة أكثر من المساعدة أكثر ذفي كما قلت نحاول أكثر من عن مساعدة أكثر من المساعدة ودلوقتي برده مش هكلم عن اي حكم مش هكلم عن التحكيم تعال ماتش ناريه ده حكم عنده خبرات وحكم متحاد افريقي ومن الممكن ان يرى من مكان الذي كان واقف فيه وانه اعتبدا على المساعدين متوعه وانه لديه ثلاثة رفرين على التحكيم وانه لديه ثلاثة رفرين على التحكيم لديه اجل سيحدث ايها الي هيأمل ايه؟ اليوم هنستملح من علاج التحكيم ونكمل العبيرا إنه جداً 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 عندما يحدث في هذه الحالة لأنه يأخذ الكثير من أشعر ومشاعدات من كل شخص لكن يمكنك تفعل شيئاً شكراً لكم مدينة اللعب وأخطاء تقنية الفور أو الأخطاء بقيادة حكم الفور وخليني أقول حاجة مهمة جداً جداً زي ما قلت إن الأخطاء التي تؤثر في نتائج المرات اللي هي الناد الأهلي بيتعادل فيها أو بيبقى فيه هزيمة وهنا الأخطاء التحكمية بتبقى أفثرت في نتيجة المرات بتفقد الناد الأهلي نقاط كتيرة جداً جداً الكلام أنا مش هقوله كلام مرسل ولكن إحنا زي ما قلنا كابتل أيمان هنا عندنا المصدقية فيه عرض الحالات اللي موجودة من خلال الحالات من خلال البرهان والاعتبارات بنتكلم في كل حالة خاصة بالحالة بتاعتها هنروح للأول تاكم التحكيم اليوم نقدم تاكم التحكيم وهنتكلم فيه الحالات الخاصة بمباراة الناد الأهلي نهاردة قوية طلاق الجيش عندنا النهاردة كان نتاكم التحكيم بقناة الدولي إبراهيم نور الدين كان على الخطوط مساعد رقم واحد كان عندنا تحسين أو سيدات حاكم دولي ساعد رقم اثنين كان هانيا عفتاح على الخطوط كان موجود الحاكم الرابع عندنا أحمد لطفي وعندنا على الفار كان موجود حاكم محمود بسوني وكان حوصني سلطان كابتن علاء أنا بسأل سؤال كلام دا احنا ما قلناهوش الوقتي احنا قلنا كل مرة كنا بنتكلم في تطبيق تقنية الفار وقلنا ان كان هناك استعجال كبير جدا جدا تاني بقول مش بقول كلام دا النهاردة ولكن انا قلت هذا كلام قبل كده اكتر من المرة ليه استعجال كبير في استخدام التقنية استخدام كبير استعجال كبير في تدريب الحكام كابتن ايمان استخدام كبير في التكنولوجيا اللي موجودة احنا بستخدامها على سبيل المثال في مرازة النهاردة النهاردة في هدف الكرة عبر ام لم تعبر الطيب، لذا النهاردة في تقنية الفيديو aglesكين pork technology دي نούμεmia 1个 ايه هيピ Across Green inhalation اللي هي تكنولوجيا خط المروم انا اللي اتعاقد مع التقنية كابتن احمد لابد ان انا ادخل فيها انا عند دور مصر النهاردة بتسرف علي فلوس كتير من اقوى الدوريات يبقى انه webinars ما بخالش على انا جيت تقنية متكاملة فيها Γ Log dolph bal shape technology اللي هي بتراح الكل هننا كبتن متعاقدين على التقنية دي في النادي الاهلي؟ لا إحنا التقنية كاملة في الدورة المصفية أنا بأتكلم في حاجة مهمة جدا كابتل النهاردة في هدف جهة طبعا لما يكوني جولانت لاين تكنولوجيا اللي هي تكنولوجيا خط المار أنا عارف يا كابتل حتى لو مساعد ما شافش ما رفعش الحكم ما شافش ما رفعش البر عنده ما شافش أنا عندي النهاردة لو التكنولوجيا موجودة بتديني إشارة للحكم في أقل من ثانية إن الكرة عبرت هدف بيحسب الهدف صحيح ما نخشش في الجدال بكل إذن أنا في البداية ما عنديش الجول لاين تكنولوجيا طيب الحل إيه على الأقل أنا النهاردة كادم بأعرض الماشي بتاعت 6 كاميرات كابتل أحمد كابتل علاء اتنين كاميرتين بيبقوا في نص الملعب كاميرتين خالف المرمى قد أربعة وكاميرتين مع الحكم المساعد هنا وهنا قد أدل 6 أين كاميرا خط المرمى اللي هي المفروض طالما ما عنديش تكنولوجيا خط المرمى المفترض أنه أحط كاميرا على خط المرمى اللي هي تقدر توضح لي تماما 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 هل الكرة عبرت بكامل محيطة خط المرمى بين القمين والعرضة ولا ما عبرتش للأسف أيضا ما عنديش تكنولوجيا خط المرمى ما عنديش كاميرا على خط المرمى وبالتالي أنت بتتكلم في أكد حدث بتتكلم في إيه طب أنت النهاردة بتطبق تقنية على أي أساس دا حلم نتكلم فيما يخص الجون لاين تكنولوجيا فيما يخص الكاميرا اللي هي مفروض تبقى موجودة على خط المرمى للأسف الشديد هي مش موجودة طب ما كده يبقى قراتها كيف لا احنا قلنا في الأول كان في استعجال وعدم تدريب للحكام لأن الحكام ما خدش فترة تحكم كدت النهاردة المتكلم في خبرات حكام الفار لابد أن الحكم الفار النهاردة على الأقل يبقى حكم كبير صح ببقاش أنا عندي حكم إمكانياته خبراته قليلة وبالتالي هو بيحكم على الحالات لأنه هو بيبلغ الحكم على الحالات اللي هي فيها أخطاء النهاردة اللي بيكون عنده حكم ما عندهش خبرات طبقا اللي هو الثقافة اللي خدها في القانون طبقا اللي خبراته هو نهاردة بيشتغل لأ النهاردة مفروض حكم الفار نهاردة يبقى أكثر خبرة من حكم الميدال دي مسؤولية مين المسؤولية اللي هم في البداية خلنا نتكلم معك بأمانة تم اختيار الحكام كان لابد مسؤولية مين في الفترة حسيمة من في الفترة حاسم الدورة دي ان انا ما جيبش ناس كبيرة زي ما حضرت بتقوله خبرة جفاقة في الفار. ليه? بالزلط كده جبت. احنا قلنا ايه? انا قلت الكلام ده يا كابتن الحلقة اللي فاتت. واللي قابليها ولادي. قلت من فضلك لو سمحت. النادي الاهلي او النادي المنافس. انا اربع خمس مراج. من فضلك مش عيب انك انت تقرر الحكام. سواء كان حكام الميدان او حكام الفار. مش عيب. لانا عندي مسابقة. صرف عليها كتير. الانديها بتصرف. مقود كبير من الجهاز الفني ومجلس الادارة والانديها واللعبين. يبقى النهاردة خطأ تحكيم النهاردة بيخسرني تلات نقاط في تلات نقاط في تلات نقاط. ببصي الآية في النهاية يا كابتن رحمت. خسرني بتوله. انا خسر خسران مسلا اتنشر بوله. يا كابتن ناصر. قالش بيه لما بفيه لعبة عليها جدا. المفروض حكم الفار يعمل ايه? كابتن احنا اتكلم في الحالة لسه انا باتكلم صف العمى. انا بتكلم عن حكام الفار البستوى ضعيف وما تمرنوش الشكل اللازم. المهاردة انا بتكلم على لعبة جدالية عليها جدان. الف به. حكم الفار مفروض يعمل ايه? هو المطلوب النهاردة. في حالة من الحالات اللي معي النهاردة حالة. كان لابد. كان لابد. هو ما شكش فيها اسامي. كان اسامي. انا عندي النهاردة كانت من حالتين. النهاردة في حاجات مش اجد. احنا عدم اهتمام. اسامة بزبت انا ضمير. ممكن سنة واحدة. اللي انت بتقوله ده الصح. ان كلام هو اساسا مشاكش في اللعبة. اه. الكلام ده لو شكوا. ده دي كارسة. طيب هو هو مشاكش في اللعبة. يعني هو عدى اللعبة بدون اي اهتمام. ما فهش شك. الطبيعي انه يشك لو هيرجع تاني. بس كتن علاقة. خلينا نتكلم مش هنتكلم كلامه. ولكن انا عندي الفيديو اللي من خلاله بحكي فيه يا كابتن. انا ما بجيبش حكا من برش. عشان يبقى كلامنا مقنع جدا جدا. ونقول ان احنا لينا او مناش او نادل اهل ليه او طرق ليه. لابد من خلال لقطة الصورة او لقطة الفيديو اللي موجودة معنا. خلينا نحكي. انا نهارك انا معي حالات كتير. ولكن اقتصرت الحالات له حالتين مهمين جدا جدا يا كابتن ايمن. نروح له الحالة الاولى. وانا بس حابب اعرض الحالة الاولى. وهقول لك ازاي الحكم المساعد رقم واحد تحسين المساعد لم يشاهد ابدا الكورب. اه. من خلال اللقطة المعاية. مزبوط. اه مزبوط. لبقى لمرأة واحد الحكم لم يشاهد. لمرأة اتنين المفروض المنوط ان هو يشاهد ويدي هدف او مش هدف. الحكم المساعد لم يشاهد. طيب انت عندك تقنية الفيديو. اين تقنية الفيديو من هدف النادي الاهلي اللي تم تسجيله. نروح للحالة ونشوف. هي اعتبر الترسالة تشاهدها كمان اكبر. الكلام مش بالكلام اكاد ناعمل عندنا لقطة ونشوف. هاتلينا اللقطة يابني. هنا هناك لاعب نادي التلاقع على خط المرمى. ولاعب النادي الاهلي على خط المرمى. الحكم المساعد رقم واحد تحسين ابو ستاب. حديني اللقاء عنه مش كيف. عشر عشر. اه. قل لي بالله عليك. خلينا بس لو سمحت. خليني في اللقطة اللي انا كنت بحكي فيها. بس هنوصل الامور لان الحكم مساعد. بس. هي دي لحظة الهدف. ايه. طب حد يقول لي ان الحكم مساعد هنا شاف الكرة تعبر. لا ما يشوفهاش. ليه كنت ما شوفهاش. حاجبين الرؤية عنه الان. تماما. هم عزور. اه. هم عزور. حاجة تانية القائم ايضا. القائم. يبقى اذن النهاردة الحكم الميدان في تمركز لا يسمح له بمشاهدة هذه الحالة. يبقى اللقاء دين في التكييف. المساعد رقم واحد لا تسمح له الرؤية ان هو يقول هدف من عدم. مزبوط. تعال بقى نروح لك التقنية الفار. حضرتك موجود في تقنية الفار. هذه حالة من الحالات المهمة جدا جدا جدا. وانا احكي افتراضات من خلال الصورة اللي موجودة. وحقول هكذا كان هدف او مش هدف. طيب. هذه اللقطة انا بستغرب هي لم تستغرق في المراجعة. عشر ثواني. اه. في الوقت. ان في حالات خدت خمس دقايق يا كاتن. ايمن. صح. حالات واضحة جدا 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 جدا. يعني اهداف صحيحة تاخد وقت. اركاد جزء صحيحة تاخد وقت. كابتن انا عايز اقول لحضرتك حاجة بعد ازنا حضرتك معلش. مش مش عايز اقطعك. النهاردة في كرة كوميدية. ماشي? في مش مباراة الاهلي. المباراة الاخرى اللي كانت بين نادي الزمالك وودي دجن. كرة جات في العرضة. واضح جدا جدا جدا. انها حتى ما نزلش على الخط. والفار قعد فيها تلات اربعة دقيقة. بالزبط. هاركع تاني يا كابتن. احنا قلنا هناك لقطة لنادي الاهلي في مباراة. خدت خمس دايق ثمانية وتلاتين سالة. وكانت طلق طواضحة جدا جدا. طيب لما يكون حالة من الحالات هذه الحالة المهمة المؤثلة في ناتيجة مباراة. هل من المعقول النهاردة انا كافر. ادي كنفيرم عليها. في خمس ثواني. لأ طبق. دي عليه علامة السفاب. يعني انا عشان ارجع ديت. خلق اقل. اشوف اكتر من زاوية. اتأكد من الكرة. هل هي عبرت بكامل محيطها. خط المرما بين القامل واضحة العرضة. ولا لأ. انما اعمل كنفيرم فيه. عشان ثواني. دي حاجات انا مش مش مقنع بها كابتين. دين مرحب. حتى لو لو ما ايش كابتنا. حتى لو ان ايه مبيئة انا مش احسبها. اضحك على حالي. اضحك على حواليك. يعني. اهو دربة خمس دقيقة ازاي وفي الاخر تقول لأ. انما حاجة زي كده. في عشر ثواني. عارف كابتنا. اسمها تسوق القرار. يعني ايه? خد وقتك. بالزبط. حتى حسسنا ان احنا ان انت حاجاتك بتراجع. صح. انما زي وقت حالة من الحياة المهمة جدا جدا. طب تعال نشوف كابتن هنا اللاعب. لاعب نادي الطلاقع. هنا عنده الرجل اليمين. تقريبا. بتلامس خط. تقريبا. انا هعمل افتراضات. واحكي بالمنطق. بالمنطق. مزبوط طبعا. مش مجابلة لحد. طبعا. طبعا. لما تبقى الرجل اليمين على تقريبا على خط المر. والشمال مفهوض. فرد اقول المسافة ما بين. الرجبة. لان احنا اخذنا اه اه اه. الرجبة على الخط. الرجبة. والخط. الرجبة على الخط. اه. والقدم. لحد المشت. اللي هو اللمس الكرة. اخر حاجة. دي اقد ايه? صح. دي اقد ايه? ده سؤال. يعني دي. ده انا بكلم في صورة. صح. دي. لو انا بكلم غلط. انا شايف ان هنا. من الرجبة. اه. اه. القدم او المشت. اللي هو بكامل محيطها. خط المر. كوني انك انت حضرتك كفار. ما عندكش امكانية. وما عندكش لقطة. ده مزان بينات الاهلي. ولكن احنا بنحكي في لعبة كابتن هنا. انا شايف ان هنا هدف. صحيح. اه. مئة بالمئة. الكرة تعبر بكامل محيطها. خط المرمى بين القائمين وتحت العرضة. وهنا زي ما قلت الحكم مساعد معزور. الحكم معزور. ولكن انا النهاردة. بحمل تقنية الفار. عدم احتساب هدف. في. اه. اه. هذي المباراة. هدف. اه. كان. اه. مؤثر في نتيجة المباراة. اعتقد. كويس. ده خطأ من اقطاء المؤثرة. اللي نادل نهارة. نادل نهارة. نادل نهارة. خسر. نقطتين. كابتن بعضيزناك حضرية بتقول. اه. يعني. ما اقدرش انا اتجاهل حتة ان انت بقى. ما عندكش التقنية دي او ما عرفتش تستخدمها. هل هو. سوء استخدام. ولا نقصة الامكانيات. اه. كابتن ايمن احنا بنتكلم بالتفصيل. انا عندي زي قلت. التقنية غير متكاملة. وحتى. دي مسؤوليت مين لك؟ اللجمة السلسية لما جات قالت ان التقنية كانت مع شركة. كويس. هزي الشركة اللا مش مؤهلة بنسبة 100% النهاردة. عندنا هزي التقنية اللي هي تعتبر مش عالية. اه. بنتكلم في عدد الكاميرات. ودي مهم جدا جدا. حقلتي اكتر من مرة. ان هناك مبارات بتتعرض بتلاتة وتلاتين كاميرا. مش هروح تلاتة وتلاتين كاميرا. هروح مسلا بيعشرين كاميرا. هروح بتلاتتاشر. هل من المعقول ان ما عنديش كاميرا على الخط المرمى كابتن. اش ممكن. وانا مش عندي يعني يعني مفترض انا بدل بعرض بستة اعرض بثمانية. حط الكاميرا خط هنا وخط هنا. المهم ان نهاردة بنتكلم في القصور من الكل. هناك بعض الحكام اللي لم تتضرر بشكل جيد. زي ما قلت. كان يجب اختيار الحكام ذات الخبرة. لما اجي اختار الفار. اختار الحكام اللي عندها الخبرة الكبيرة اللي هي. عندها الكدرة اللي هي عندها شخصية. ده في مشكلة تاني كابتن ايمان. احيانا للحكم. علاء ميهوب. وعالفار مع ترامي احمد بلاي. هو علاء الان من احمد. اي. علاء حاس ان هو حكم كبير. اي. واحمد لسه صاعد الخبرات قليلة. دي بتعمل مشكلة. محمود باسسين حكم دولة كابتن? لا 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 سبتش حكم دولة. اختصار الكابتن ايمان. ان يبحاكم الفار بنفس قوة النقطة تتكلم على كابتن ناصر. نفس قوة وكافاة حكم الساحل. اي. لكن النهاردة انت بتزبط بقى العملية. ما ده المقصود من كلام من كابتن ناصر. اه طب. انا بقاش تبس على كلام. الاختيار كان مهم. التقنية كان لابد انها تاخد وقتها في التدريب. في الاختيار الشركة المهمة جدا جدا. قلنا ليه كابتن ايمان. كابتن ناصر بعد ازنا حضرتك. اه معنا الحالة عملناها سري دي. مجسمة يعني. فقط. وحنشوفها دلوقتي على الطبيعة ونحكم. يلا بينا رجال. اه يا كابتن عشاشة الكبير. اتا انا حتانيا طيب. اتا. كابتن ايمان. اتا انا حتانيا عشانا اعرفوه وراك. بص الكرة كلها فين. تمام. كامل محيطة. اه كابتن ايمان هلتكلمنا فيه? عدت كلها. بزبط. وإحنا قلنا القرى تعبر بكامل محيطها خط المرمى بين القائمين وتحتار ده القانون وقلت مبررات إن الحكم ما شفش لإن تمركزه ما كانش يسمح لإن هو يشوف القرى وقلنا المساعد ليه ما شفش لإن كان هناك اثنين لعيبة موجودين إذن هنا كان دور التقنية أيا كابتن في عشان شعر عند عدريك جلوات قلنا هنا دور التقنية كابتن هنا كان لابد تدخل في هذه الحالة اللي ما خدتش وده أنا باستغرب له يعني هذه الحالة إزاي ما تخش معك أكتر من 10 ثواني أو 5 ثواني هنا هدف والهدف هنا إحنا قلنا مؤثر في نتيجة المباراة ودي المشكلة كتير من المشاكلة كابتن أحمد كابتن علاء إنه اللي أهلي كاسف كابتن الصورة اللي حضرتك جبتها والصورة اللي هي 3D دلوقتي ده الفيصل لإن في ناس بتقول يعني بتحاول تشكك إن ده مش جول إن الكرة مع بريتش كلها بكمل محيطة خط المرمى كابتن أنا إدتك بالبرهاني الكرة عبرت ولا ما عبرتش من خلال اللقتي اللي فاتت من خلال حتى الرجل المفروضة الرجل الشمال بالقياس بالرجل اليمين اللي هي على الخط بهذه الحالة اللي أنت حدرت جبتها واللي هي 3D اللي موجودة أعتقد النهاردة كان هناك فار والفار ما كانش موجود في هذه الحالة هدف صحيح لم يحتسب نتيجة سواء بقى كسور في حكم الفار كسور في التقنية أنا المهم عندي كابتن علاء النهاردة إيه النادي الآخر خسر النهاردة بنتين خلي بالك مش أول مباراة وقلت كتير إن فيه أخطاء أثرت وأخطاء لم تؤثر فيه مشات جاية وحنشوفها إن النادي الآخر نهاردة لم تحتسب لرك الجزاء والأهلي بتعادل إذا أنت ضعت مني أكثر من مطش أكثر من نقطة وبالتالي هنا بنتكلم فيه التحكيم اللي كان يجب إنه يكون بأكثر من تطور أو إيجابية في هذه المتشات كابتن ناصر ده يعني يمكن حضرتك هتكمل لسه أتواصل في ماتشات كان فيه أكثر من حالة هنجيبها زي ماتش النهاردة كمان وبرعمة زبلي كده عندي كابتن علاء كابتن أسامة كابتن أسامة كابتن أحمد بنار حالة لكل مرحلهاش هذه الحالة المهمة وإذا أنا باستقرب يا سيدي يلا على الفار حضرتك حضرتك من فضلك خلينا نروح للحالة ونشوف ونشوف من خلال الحالة هننجيب لقطة مش من عندنا حضرتك نشوف ديني لقاعدة من فضلك لو سمحت ونشوف هنا قدم لعب القدم هنا هنا أنا هنا كابتن عندي إمكانية لعب في فرصة لأبي يلعب بدماغ عندي فرصة أن أنا أسجل بدماغي هدف إذا النهاردة لما المدافع يرتكب خطأ وخطأ هنا الرجل ممدودة ومرفوعة في مستوى الرأس طب في مفاجأة في حالة من حالات أحمد فتحي تم طرده في هذه الحالة حالة من حالات تحكمية أحمد فتحي تم طرده بخصوص هذه الحالة إذا النهاردة عندي حالة من الحالات المهمة داخل الصندوق في واحدة في نصف ملعب ووودة فيها نظار يا كابتن ادفها فاول والنظار بالنهاردة دي لو فاول في نص سؤال لو الحالة دي كابتن بلاد يا كابتن ايمن انا لو الحال دي في نص الملعب احسب او مش حسب او حسب او حسب او حسب او حسب يا كابتن واحدة زيها بالزبط طيب خلينا بس احكي في حاجة مهمة جدا جدا لو انا قلت ان خلال الزعفة في ستة ارد كابتن براهيم تمركزك مكانش يسمح لك بانك انت تتواجد في المكان اللي تقدر من خلاله تاخد القرار الصحيح صح على رغم ان احنا قلنا الحاكم لابد ان هو يبحث عن زوية رؤية لما بيحس ان الامور مقفولة انت شطرتك حاكم لابد انك انت تخش داخل مدى الجزاء تشوف عشان تقدر تجيب التفاصيل طيب لو فاتته معانا الفار صح ما عندش مشكلة يا سيدي اللي على الفار حضرتك حضرتك انت من وجهة نظرك كحاكم موجود على الفار شايف ان بيحس مقالف طيب اذا دورك بس هناك حاكم في مدان اللعب هل انت النهاردة استدعيته وقفت شوية واستدعيت الحاكم هو يجي اخد تفاصيلها وياخد القرار لا للأسف لا دول الزار كانوا بيتابعوا متش الزمالي يعني ده 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 كابتن معلش هي مش سخرية ولكن ده يبدو ان الناس اللي بره اللي على الفار دولت ما كانوش متابعين المباراة كابتن ايمان حرب نتكلم بجرد انا بكلم بجرد انا بكلم احنا مش هنقولها بسخرية انا بكلم من خلال التحكيم ده تعليمات علشان خسرها انا شايف انا شايف هزيه لقطة كابتن علاء انت شايف هنا القدم وصاك مفروضة لحظة لعب اجيه الكورة تمام على اقل كبار لو انك تتدخل بالقرار وتشيك وتجي بالحكم والحكم يشوف ياخد القرار لو انت كمان مش متأكد من ان هي راكد الجزاء خلي الحكم ياخد قراره صح دي حالة من الحالات ايضا اللي الفار لم يتدخل شايف ان هنا هناك مخالف بالمعايير اللي تحس بيها الاخطاء سواء خارج منطقة الجزاء او بالمعايير اللي تم احتساب عليه اخطاء لنادي الاهلي وقلت بالخص لعبة احمد فتحي كانت بالزبط كانت العلقة هي دي تم اشهر بطاقة الحامرة مباشرة في هزيه الحالة اذا النهاردة بنقول ان النادي الاهلي خسر النهاردة الاخطاء التحكمية اللي تؤثر اللي بيفقد الفريق النقاط وهنا النادي الاهلي خسر النقاط فانه مرحلة قلت مرحلة مهمة وانا قلت الكلام ده كابتن قلت المرحلة اللي جاء مهمة جدا في اختيار الحكام سواء كان حكام او حكام الفيديو حول حاجة تاني من حظ الحكم احيانا اللي الاهلي بيكسب او الفريق المنافس بيكسب الاخطاء لا تؤثر ولكن انا شايف زين وراه نادي الاهلي فقد نقطتين بسبب البار اللي اعتقد ان النادي ما كانش موفق تماما في هذه الحالة والحالة اللي قابليها وبالتالي بنقول يعني انا كنادي الاهلي بصرف مجلس الدارة بيشتغل في الجهاز فني بيشتغل لعبين بتشتغل ما تقوليش اللي مستوى النادي الاهلي لا يقول لا مكشتغل المستوى من فضلك لا سمحت ما تكلمنيش على المستوى كلمني على مستوىك انت كحكام هل الحكام النهاردة قدت المهمة ولا ما قدتش ده كما يخص هزين مباراة شايف ان هناك هدف من وجهة نظر من خلال الصورة هدف صحيح لم يحتسب الكلة تعبر بكم من محيطها خط المرمى بين القامير وتحت العرضة شايف هناك راكلة جزاء كان لابد من الفار وبقول الفار بحمل الفار مسؤولية اللعبتين اللي الاولى كان يجب اختخاذ القرار والتانية كان يجب ان هو يستدع فيها الحاجة من اخسارت نقطتين في مرحلة صعبة جدا 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 في الدولة العامة طيب خليك معنا كابتن وهنرحب بدكتور احمد ثابت المحلل الفاني في قناة الاهلي ودكتور احمد كان لي حالة كده رصد فيها عدد النقاط اللي فقدها النادي الاهلي بسبب الاخطاء التحكمية اللي كانت 13 نقطة وبمباراة النهاردة بقت 15 نقطة فالمسلسل ما زال مستمر يا دكتور احمد هلو؟ هلو؟ هيا يا دكتور ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ حياتي الحضرتك وحياتي الكابتن علاء والكابتن احمد كابتن اسامة وكابتن الناصر. الله سلام بك. ولكن يعني خلينا نقول ان الموسم ده كده بعنوان الفات شاهد ما شافش حاجة. ده انا بشوف ان ده ابرز عنوان الموسم ده. يعني النهاردة كاملت كده بقت 15 نقطة النادي الاهلي فقدها هذا الموسم بثبت الاخطاء التحكمية. صحيح. خلينا نبدأ كده بس يعني مباراة مباراة وكابتن ناصر معنا نبدأ الاول بمباراة ودي بيكلة اللي هي دي كانت انتهت بسفر سفر. الحكم كان احمد الغندور وحكم الظار حسام العزب. حسام عزب اه. دي كان فيها ضربة جزاء صحيحة للنادي الاهلي لو نستعرضها. مفروض ان المباراة دي خلست بالتعادل لو كان تم احتساب فيها ضربة جزاء كان طبعا النادي الاهلي فقط فيها ضربتين لانه حصل على نقطة وكان مفروض ان الاهلي يفوس بيها لو كانت ضربة الجزاء دي تم احتسابها. هنرصد هنرصد الجدول الاول يا دكتور وبعدين هناخد الحالات كلها او ربعا. دي اول 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 مباراة. المباراة الثانية مباراة البنك الاهلي كان حكم المباراة محمد سلامة وحكم الظار عمد شناوي. تم الغاء فيها هذا الصحيح. لا ايمن ارشي. ضربة الجزاء صحيحة لمحمد مجدي افشا لم تحتسب. كده نقطتين دانين برضو فتضوا من النادي الاهلي بسبب الاخطاء التحكمية. صح. المباراة تالتة مباراة بيرامت انتهت بالتعادل سفر سفر كان حكم المباراة جهات جريشة وحكم الظار كان طارق مجدي. تم يلغاء فيها هدف صحيح للنادي الاهلي اللي هو هدف بواليا. وضربة جزاء صحيحة لم تحتسب على طالح محمد شريك. وبالتالي كان يستحق النادي الاهلي نقطتين اخرين في هذه المباراة. صحيح. المباراة الرابعة مباراة غزل المحلة اللي انتهت بهزيمة النادي الاهلي واحد سفر كان حكم المباراة محمد معروف. وحكم الفار كان كافتين سيد شعبان. كان هناك ضربة جزاء صحيحة. محمد هاني. في نهاية الشروط الاول. وكارت احمر لمدافع المحلة في بداية الشروط التاني. وبالتالي انت لما تحتسب لك ضربة جزاء في نهاية الشروط الاول. يعني المباراة كان هيبقى تعادل. وتاخد احمر ما عديت الشرط التاني. بالتالي مباراة كان قد تفتح اكثر. وبالتالي النادي الاهلي كان يستحق بالهزيمة في هذه المباراة بثبث الاخطايا التحكمية. لا. وخلي بالك كمان. كمان. المباراة ديت هدف المحلة اللي جاء من فاول غير صحيح. مزبوط صح اضافة لكلام حصلة. يعني الهدف كعاد بن فاول ايضا اذا من النادي الاهلي كان يستحق ثلاس نقاط في هذه المباراة. المباراة اللي بعد كده برضه مباراة الزمالك اللي انتهت بالتعادل واحد واحد كان حكم المباراة امين عمر وحكم الفار المحمود عشور كان هناك ضربة جزاء الرمي ربيع لم يتم احتسابها وبالتالي ادنو توتين كمان النادي الاهل فقدهم بسبب الاخطاء التحكمية نيجي بعد كده ليه مباراة لاسماعيل اللي انتهت بالاخيرة اللي انتهت بالتعادل واحد واحد كان حكم المباراة محمد الحنفي وحكم الفار كان محمود عشور كان هناك ضربة جزاء لصالح جونيور أباية لأن الكرة كانت مخرجتش من الملعب وكان باهر المحمدي دايس على قدم جونيور أباية وكانت ضربة جزاعة صحيحة وبالتالي النادي الأهلي فتت من قطتين أخرين المباراة بتاعت النهاردة أنا شفت تحليل كابتن ناصر انتهت بالتعادل 0-9 كان حكم المباراة إبراهيم نور الدين وحكم الفار محمود تاسيوني إلغاء هدف صحيح للنادي الأهلي كرة عدت خط المرمو حضرتك بطوها بشريدي وكان هناك ضربة جزاعة صحيحة للنادي الأهلي لن تحتسب وبالتالي فقد النادي الأهلي نقطتين لما نجمع كل النقاط دي هنلاقي ان هم 15 نقطة فقدهم النادي الأهلي هذا الموسم في وجود الفار عشان كده بدأ بكلامي ان هذا الموسم الفار شاهد ما شافش حاجة أنا بصراحة عندي اعتراض على الفار انت ليه ليه عامل الفار وانت مش عامل خاصية بقول لا ينتمولي شيء ايه لازمة الفار ايه لازمة الفار وانت بترسم الخط بتاع التسلل يعني يا جماعة يبقى نجيب أجهزة يا اما يعني احنا لو عندنا الفار وحنعمله نطبقه يبقى نجي نكمل أجهزته ما نعملوش برضو تبقى حاجة عالكيف طالما يبقى مالوش لازمة يعني احنا بتشوف في أوروبا الحاكم بيبقى مع الساعة ده بساعة الساعة بتصفر ان الكرة عادة خط المرمى لكن اللي بيحصل ده مش طبيعي يا جماعة سدق الساعة دي لو معاه مش هتشتغل برضو هنا هيقول لك البطارية يعني كده نشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد طب خليك معنا يا دكتور وحنستعرض بقى الحالات على الشاشة مع بعض نبتدي نبتدي يا كابتن ناصر بوادي دجلة تمام احنا هلنا على خطاق المؤثرة التي تؤثر في نتائج المرات اللي هي بيبقى في خطع تحكيمي والنادي الأهلي خسر بنتين أو خسر تلاتة بنتين ماشي نروح لي الحالة الأولى لو موجودة معنا موجودة كابتفضل نحن نحن بالنادي الأهلي يخش بالكرة هنا حالة من الحالات الواضحة جدا جدا لكابتن دي مفيش فيها تأدير كابتن علاء كابتن أحسن شد احنا قلنا احيانا في العرقلة أو في المكاتفة ممكن نختلف خمسين خمسين صح لكن اللي مجون هناك شد من الدراع هنا الشد واضح جدا 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 تمام الحكم يبعد بالزبط تمانية يارضا أو سبعة يارضا نجيب الحكم متاع كابتن وجيه أحمد وتمركز استدادة في الدوري نهاردة حكم الفار لما يشوف لعبة ما يستدعيش الحكم المالحة دي برضو نفس القصة اللي احنا عايشين دلوقت خلينا كابتن خلينا نحكي في حال خلينا نحكي في حال خلينا نحكي في حال هل في مخالفة؟ في مخالفة هل في نقطتين راحوا؟ طبعا نجيب الحالة تاني منفضل لو سمعت خلت الحالة قبل ما تعمل عليها الزوم نشوف التمركز الحكم ستوب كابتن أحمد كان هنا بعيد كان يجب كان يجب على الأقل يوصل لحد الخط منطقة الجزاء عشان يقدر يشوف التفاصيل طيب قلنا اللي هو كابتن قدرها انه ما فيش مخالفة او ما شافهاش وين الفار يا كابتن؟ ده اللي أنا بسأل فيه ده بسأل فيه ادي اول حالة طبع في انت تدخل الفار في هذه الحالة حالة الشد الواضح اللي خلال الموراة انتهت بتعادل وبالتالي هنا شايف انه راكل الجزاء لم تحتسب صحيحة من نتيجة الشد او المسك الواضح هنا من الايد اللي كانت حالة من الحالات السهلة اللي كان يجب تدخل الفار دي حالة من مباراة كانت مباراة في الناد الاهلي فقط فيها نقطتين كتبين طيب خلينا نروح لي مكشي البنك الاهلي اللي بعده بعد جدا حالة ايضا داخل الصندوق وهنا للأسف الفار لم يستدع الحكم وحنا قلنا الحالات اللي انت كحكم احيانا ما بتشوفهاش يجد تدخل الفار تقوى البرتكول لانت انت بتديني حالا حالات تتدخل فيها الفار والحكم بيجي لا تستدع انك انت تستدع الحكم فيها اي هذه الحالة من الحالات ايضا اللي كان هناك تعادل والنادي الاهلي خسر دين وبالتاني عندي اربع نقاط صحيح في مباراتين برضو الماتشي البنك الاهلي ده كابتن كان في حالة تانية هنروح لدكتور احمد السابت يا دكتور احمد الماتشي البنك الاهلي كان فيه هدف لأيمن اشرف هنجيب الهدف فضل يا دكتور كان فيه هدف لطلح ايمن اشرف اللي هي اللي هي بنشوفها عادي احتكاك عادي في الملعب الاوروبية هي جابها براهه اي اي دكتور اي دي اللغاء الفار هو كابتن برضا نقولنا اي هو حسبها والفار هو الاستدعاء كابتن هو ايه الفايدال عندي خطأ واثنين وثلاثة النتيجة ايه خسرنا نقطة دين زي اثنين زي ثلاثة من تخسرت البنطين اي بخطأ ما الخطأ الواحد مؤثر اي حيثنا الخطأ المؤثر اللي هو يؤثر في نتيجة المباراة وان المباراة تطلع للأسف مش في صالح الفريق اللي هو بس احنا عايزين نوضح كمان يا كابتن ان في بعض المباريات كان فيه اكتر من خطأ تحكيم يلا خلينا نروح للمباراة اللي بعد كذا ماشي نخش على هنا حالة من حالات ايضا يا كابتن دي حالة واضحة جدا جدا قد يفتقد الحكم التركيز واليقظة والتمركز معاك هرجع لجهاد لقديني اللقطة اللايب من فضلك لو سمحت ماشي ماشي نمشي ستوب ستوب بعيد الكابتن جهاد جهاد على دارة النتصر احنا قلنا الحكم يجب نكون عنده توقع وقراءة خلي بالك الكلام مش بنقوله بنخلي الحالات عشان خاطر نعمل هجوم على الحكام ولكن احنا ايضا بنخلي الحكم يبقى النهاردة يبقى عنده الكذرة ازاي يطور من اداء وكابتن ايمن في خلال هذه الحالات هنا جهاد عنده التوقع شوية مش موجود ونشوف نيق الكرة لما تخش داخل صندوق ستوب هنا جهاد للاسف مش موجود خالص ازن هوا عندوش التفاصيل ما عندوش القرار طب هل في مخالفة نشوف هل في مخالفة انا بحمل دي للمحمد شريف شوف مش بحملها نشوف مفيش مستقسمة نشوف اه ده اعتراض مش اعتراض تعالي هنا بق طبعا الفر غلطان طبعا وانحكم غلطان لكن انا كلعيب لازم انا ااخد حقيقة لا قلنا الشرح لان لايب نهالي طيبة بس نقف 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 كرة فنالتي واضحة 100 احنا شوفناها في المقاش نافح خليني بس لحظة التلامس من فضلك فنالتي واضحة 100% كابتناص طيب انا هنا لا لاعب حمشي في اللجح في لعب الكور اللعب المدافع هنا ما عندوش القدرة على اللعب وما عندوش التنافس وبالتالي عامل يا كابتن هنا نشوف هنا القدم برجليب الكور والرجل اليمنى بتركل الرجل اليسرى لامحامد شريف وبالتالي هنا جهاد يدى كوروكنية على الاسل ان اللعب المدافع النجح في لعب الكور الاسف هو اللعب المدافع لم ينجح في لعب الكور والنجح في لعب الكور كان محمد شريف طيب تعالي يا سيدي يلا على الفر من فضلك هل هذه الحالة كانت من علاقة مش راكت الجزاء انا بتكلم بس عشان ايه باشتركوا معايا هذي الحالة دي راكت الجزاء واضحة طبعا واضحة جدا 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 النتيجة كانت ايه كابتن لامتو احتسق في مبارات اه بيرميز وحصل فيها تعادل والنادي اهل الخسر فيها فعلا نقطتين احنا ماشيين مباراة مباراة عشان ما حدش يقول ما حدش يقول ان احنا بنجيب حاجات مش من عندنا كابتن لامتو اللقطة المشتركة في كل الاخطاء اللي لعبة زي دي واللي قبلها واللي بعدها حكم الفار ما بيستدعيش حكم الساحة علشان يشاركوا الرأي حتى ويقولوا ويوري اللعبة عن قرب دي دايما بتحصل كابتن انا قلت ليه ليه السبب لان احنا قلنا في اختيار حكم الفار لابد ان يكون عنده القدرة الشخصية التحكمية تكون موجودة عنده الخبرات تكون موجودة عنده القدرة على تفسير القانون تفسير القانون مش اي حد يقرأ كابتن ويطبقه ما انا ممكن افهم ولكن في التطبيق عندي مشكلة في تطبيق القانون هنا كان في استعجال في اختيار حكام الفار يلا خلينا نروح ليه هنا طبعا راك الجزاء هنا واضحة جدا جدا الفار لم يتدخل وبالتالي هنا فاقد بنالي نقطتين كانوا في هذه المباراة نمر وروح ليه الحالة المباراة اللي بعد كتب ده كان فيه جول بتاع ابواليا كان ما هو ده ابواليا ده جول اوه اه هنا اه في نفس المباراة اه جهاد هو مصفر اه طيب هو هنا انا بس السؤال كتب حتى لو انت يا جهاد عندك التفاصيل المهمة ان هنا فيه مخالف احنا قلنا البرتوكول بيسمح باستمرار اللعب يعني ايه خلي اللعب اتواصل تكمل بما البار يجيبك اي وانت تشوف ان هنا المخالفة لا توجد مخالفة وبالتالي هنا ايه يبقى على الاقل لما ييجي هذا في كابتن اسامة يبقى على الاقل انك انت تأكد من احتسامك لكن لما انت بتصفر بتقتل اللعبة وبالتالي هنا تبقى فيه المخالفة دكتور احمد بعد ازنا كابتن ناصر دكتور احمد برضو الكرة دي ما فيهاش اي تلامس من بواليا لشريف اكرام وكان حكم البار يعني لو ركزنا مع الاسماع كمان هتلاقي حكم البار طريق مجدي محمود عشور هم دايما اللي بيلغوا الاهداف معرفة ايه يعني نركز مع الازماء تحديدا طريق مجدي وطريق مجدي برضو موجود على فكرة نادي الزمالك برضو تحسب ليه 13 نقطة هذا الموسم بتاعه الاخطاء التحكمية اغلبهم برضو من الحكم طريق مجدي لكن الهدف اللي قدامنا ده بصراحة هدف صحيح طبعا مكوش اي حاجة تمام خلينا نروح لي المباراة اه اللي بعد كده كابت المسامة المحلة بعد كده المحلة محلة ركل الجزاء محمد هان طيب اه ماشي محلة ونادي الاهل وكان الحكم الدولي محمد معروف طيب هرجع لللايب بعد يازك من فضلك لو سمعت صبع هرجع تاني هرجع تاني يلا خلينا نمر ونشوف نمشي وصول متأخر ليه الحكم الدولي محمد معروف لم يكتشف التفاصيل وقلنا الحكم الشاطر يا كابتل ايمان هو الذي يبحث عن التفاصيل صحيح الدقيقة وقلنا عم عندكش مشكلة يا سيدي انت ما شبتش نتيجة التمركز ونتيجة عدم التوقع وقراءة الليه عندنا الكبار في هذه العالم هنا انا قلت نشوف هنا محمد هاني نروح الفقد والرقبة اعاقة واضحة جدا 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 الاعاقة بالرقبة وبالفقد وشايف ان هنا راكل الجزاء هنا الاعاقة موجودة كابتن هنا بالرقبة وهنا كان يجب على الفار هذه الحالة من الحاكم المهمة جدا جدا على فكرة ان الحاكم الفار في هذه المراه تم ايقاف ولكن السؤال السؤال هو وحدك لما توقع في الحاكم طيب الفريق خسر ثلاثة نقطة ثلاثة نقطة اول نقطتين صحيح وبعدين ما هو بيرجعي لعالتاني لا المفترة دي كابتن احنا بقول في البداية كان يجب اختيار الحكام تاني بقول بما اللاجنة اللي موجودة عندها الابشن مش كتير لان الحكام البار خلاص اللي انت اللي تلعب بيهم هنا رك الجزاء اللي هم تحتسب ليه محمد هاني في هذه المباراة في نفس المباراة دي كابتن بعد اذنك اه كان في حالة طرد المحمد فتحالة مدافع المحلة الفرصة المحطبة اه تعال نروح للحالة اللي جاي زي ما قلت هنا انا مش بقول كلام من عندي ولكن انا بتكلم على صورة هي دي حالة الطرد هنا بص معمول بداية الشود التاني دي هرجع هنا اولا محمد شريف تمركزه سليم لا يوجد تسلول كابتن نمشي بالكرة وهقول لك امتى تقف عشان نحكي في حاجة مهمة جدا جدا الكابتن اي هنا ستوب ارجع تاني السؤال هنا للكل لحضراتكم اللي موجودين اللي لم ترتكب هذه المخالفة يا كابتن احمد اللي لم ترتكب هذه المخالفة محمد شريف عنده القدرة يروح انفراد ولا لا طبع سؤال عنده القدرة يروح طب حتكلم في معايير تاني احنا قلنا الفرصة المحققة ومعاييرها يا كابتن اسامة مالش تسمح لبس ان انا حتكلم في النقطة دي مهمة جدا فضلا ودي بنحفاظها ده من الحكامنا يا كابتن احمد عشان تقول في فرصة محققة وبطاقة حمرة لابد ان عندك اربع معايير نمرة واحد نتكلم على المسافة المبين المخالفة والمرمى المسافة تسمح تماما لان المسافة قريبة المسافة قريبة العنصر التاني وهو الاتجاه العام لللعب هل الاتجاه العام ناحية تنادي الاهلي ولا ناحية غازل محل الاتجاه العام لللعب هو ناحية مرمى غازل المحل دي عنصر اثنين نمرة تلاتة بنتكلم فيه السيطرة وتمركز المدافعين تعالوا من التمركز المدافعين هو آخر المدافع كان فينا يا كابتن هنا كان بعيد صحيح إذن الحامد شايف لو استحوز وسيطر هيروح يبقى إذن المدافع ده مش هيلحق يروح له مصبوح وبالتالي كان رايح ينفرد كان هذه الحالة برضا أنا يعني أنا قلت الله يعني إحنا حكامنا شاطرين في اللعبة دي أول طيب الحاكم لم يعني يستطيع التأكد من إن هنا فيه تحامر فين الفار فين الفار أولا للحاكم هنا على دائرة نص الملعب ارجع للفار برا يبقى المشكلة فين الفار صح يا كابتن بلال ده ده ماتش خسرك ثلاثة بوم اه طبعا ماتش المحلة اه وحاجات مؤسرة جدا وسهلة جدا على الحاكم فينانتي وجول ما يكسبش الناحية التانية كابتا حمر وساول بتاع الجول مش فاول يعني كابتن من فضلك راسم ملخص الفار أنا كحاكم ممكن في الملعب عندي اللوكيشن اختلف قل اختلف ان اللعب ده المدافع ده كان ممكن يلحق او اللعب ده كان ممكن مش عارف ايه حاجات كتير طب فين الفار فين حادتك فين يا سيدي فين الحالة دي ده انت لم تستدع الحاكم في راكلة الجزاء محمد هاني ولم تستدع الحاكم في هذه اللقطة اللي هي كانت تقريبا في ديئة ستة واربعين من الشوت التالي يعني لسه في اول شوت التالي لما قون بتاع حمراء الفارج ينقص ويلعب عشرة لما راكلة الجزاء لم تحتسب كل دي كابتن وسامة حاجات اثرت على نتيجة المباراة بالضبط وهو خلي بالك في حاجة عندي مش دفاعنا على اللعب نادل قالي كابتن احمد اللعب نادل قالي برضك هما يعني ايه ما بيعترضوش يعني ايه بحيانا احنا بنشوف بص يا كابتن في اللقطة دي بالزات والكادري مش موجود برة برضو هقولك الجهاز الفاني وموسماني وسادة الحفيز يعني كتير لو حامد معروف عشان يروح يشوف اللقطة في الفار وهو في تعليمات تعليمات من وجه احمد للنادي الاهلي اللعب كله يا كابتن بص لو انا احط لك حكم ضعيف في الميدان احط لك حكم قوي في الفار عشان يبدأ اشتغل نفس الكلام ممكن اعملها العكس كل العام لحاك عرطاء دلوقتي تخالي للفار ما بيصدقش حكم لما يكون حكم دولة كابتن خلي بالك انا حكم دولة حتى انا بخاف عن اسمي كابتن احمد اتحكم الارضة مصنف في الكاف مصنف في تحدي الدولي المفروض تلعب لنفسك تلعب لإسمك انا بكلم كحكم عندك عندك الثقافة عندك القانون عندك التطبيق زي ما قلت انت حتى كحكم دولي في اللعبة دي الفار لم يستطيعك عارف كابتن علاء البرتكول بيقول ايه انا بطلب من الفار من فضلك اللعبة دي ياريت تقول لي فيها فرصة واضحة انا كحكم ما عندكش مشكل انما البر لم يستطيع الحكم لما يستطيع الحكم والحكم ما طلبش بطاعة حمراء نتيجة الفرصة المحققة والمعايير موجودة في هذه الحالة تماما 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 دون المجاملة ودون كلام مش مزبوط بنكلم تبقى عن القنو تبقى للتطبيق القنو هذا مطلش غاز المحلة النادي الخسر فيه تلاتة بونت خلينا نروح للمباراة اللي بعد كده ماشي الزمالك حي الأسف الشديد هي ممكن المخرج هنا في المباراة في المباراة كابتن ما عادش اللعبة دي بص من الزاوية دي بقى كابتن بص بص الزاوية هنا رمي ربيعة هناك على البعيدة بص القدم على القدم رمي ربيعة هناك القدم على القدم يا كابتن هو هنا هنا كابتن هنا اللقطة دي نفس اللقطة هو لم يعني يرجع اللعبة أو نشوفها صح ولكن هنا شايف القدم على القدم فوت هنا كان يجب تدخل الفار وزي ما قلت انت اللي شايف حكم برضك هيبقى عنده صعب انه هو يريكش في التفاصيل هو احنا بس السؤال كابتن هو احنا عملنا تقنية الفار ليه عشان تحقيق العدالة التحكمية وتقليل الأخطاء اللي موجودة داخل المدال أسف الشديد أنا شايف انه زي ما قلت لما يكون ما عنديش تقنيت خط المرمى اللي هو جولاين تكنولوجي لما يكونش عندي الكاميرات اللي موجود يتغطي لخط المرمى هنا وهنا لما ما يكونش عندي حكام ذات خبرة على الفار ما كان يجب ما كان يجب ان احنا نستعجل في ان احنا الكلام ده اللي مش قلت النهاردة أنا هذا الكلام قلت وأكتر من خبير تحكيمي قالوا ان احنا استعجلنا في تطبيق تقنية الفيديو لأن الأسف الشديد نهاردة انت بتتحمل مخاطر هذه التقنية في هذه الحالات التحكمية خلي بالك ده كابتن ماتش مع المنافس مباشرة اللي هو بنفسنا أو احنا بنفسه على البطولة من بداية الدورة حتى الآن ماتش ننتقى بتعادل برضه وده انتقى بتعادل يعني خلي بالك كابتن الماتش ده بتلت نقطة احنا خسرنا الوطوتين والمنافس كمان خد نقطة بزبط احنا قلنا كابتن على أخطاء التي تؤثر هي النادي بيفقد فيها النقاط وحظ التحكم لم يبقى حلو خلي بالك ما فيه مشطة كير النادي لأهلي كسب كان فيه اخطاء تحكمية مش بنجابها احنا لو هنجيب الأخطاء التحكمية لأهلي كسب فيها مش هنجابها لأنها لم تؤثر ولكن تحميلة تؤثر هذه الأخطاء التي بنحك ده بقول لك يا كابتن يعني كابتن على أخذ باله من حاجة كويسة جدا رجل ويد يعني وضحة جدا كيف رجل تحت واليد فوق في الدراع كافيرا انك انت وانت بتجري اي حد بيدوس على القدم اللعج يختل توزنه ومبادرش يكمل بالصراط خلينا اروح للمباراة اللي بعد كده ماتش الحالة دي ممكن أنا حلتها وقلت ان التصوير ما كانش واضح وهل الكرة عبرت خط المرمى أثناء ارتكاب المخالفة ولا لا وقلت ان هنا الصورة لم توضح خلنا نتكلم بأمانة لو هنوقف هنوقف ارتكاب المخالفة ودينا زاوية تقولي الكرة موجودة أو مش موجودة هنا من هنا نقدر ها نمشي تاني ستوب نمشي هنا الكرة لم تعبر خط المرمى حد يقولي ياس انت قلت ان ممكن ان لا بيستمر هقولك نمر واحد انا قلت ايه بالزبط في الحلقة اللي فات قلت ان هنا هل الكرة عبرت خط المرمى لان الكرة لما تعبر خط المرمى هنا في حاجة اسمها شروط احتساب المخالفة كابتن علاء ان الكرة تكون موجودة داخل الملعب وقلت لو الكرة خرجت اثناء المخالفة ما يجب حاكم احتساب المخالفة بالزبط في هذه الحالة انا كلمت فيها في المغراء دكتور احمد اعتقد ان الكرة دي واضحة جدا انها لصالح جونيور اجيه وضربة جزاء لانها متختصف بره الكرة مخرجتش كمان احنا اتأكدنا يا احمد ان الكرة مخرجتش خلاص اه احنا اتأكدنا وفيها اه يعني استخدام قدم القدم بتاع الدهر المحمد مدفع الاسماعيلي دايس على الجونيور اجيه فده يعني دي داربة جزاء كمان كان الحكم الفار محمود عشور يعني محمود عشور كان موجود حكم فار في مباراة الزمالك اللي كان فيها ضربة جزاء رمي ربيعة وكان موجود حكم فار في مباراة الاسماعيلي اللي انتهت بتعادل فيها ضربة جزاء لجونيور اجيه وبالتالي يعني انت كده لما نحسبهم كلهم على بعض هتلاقي خمستاشر نقطة طبعا بمباراة النهاردة كمان طلاق الجيش يعني إلغاء هدف وضرب الجزاء لما نعدهم على بعض يعني يوم خمسطاشر نقطة فقدهم النادي الأهلي بتابل أخطاء التحكمية وده احنا مش بتبرر يعني ان احنا بعدنا عن الدوري بالأخطاء لا ده اللي بتوصيف انت بتوسك حاجات حصلت صحيح وده سبب من الأسباب الأساسية ان انت تبعد عن بطولة الدورة ده غير كمان يكون في أربع نقط صحيح ده غير كمان ان الخصم الخصم استفاد في بعض المباريات بكمان كم نقطة تلتاشر تلتاشر نقطة هو كمان تمام في حالات تريد معنا حالتين بقى اللي احنا قلنا عن اليوم النهاردة بس انا عايزة اسأل حاجة سؤالة كابتن في الكرة دي تمام هل الكرة بتاعة جونيور اجيه دي زب الفار برا ما يقدرش يجيبها من كذا زاوية كابتن هدي المشكلة بص كابتن عيما انا قلت ايه ما عنداش القدر انك انت تطبق تقنيت الفار من الفضلك ما تستعجلش احنا كلمنا في يا كاتن احمد ممكن ست كاميرات في ميدان اللي يغطوا الحالات التحكمية ده السؤال في البداية والله كل حاجة كتوره ده وكل حاجة شخص محتاجين حتة تقنيت الفار محتاجين حكم قاعد برا على الفار عنده ضمير طب بعد ايه كابتن الستامة بس كابتن الستامة بعد ايه كابتن الستامة نشكر الدكتور احمد دكتور احمد نشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا طيب نورتنا للعمل والفار معا ان دية النقاط النقاط اللي النادي الاهلي فقطها بسبب الاخطاء التحكمية لكن كان فيه اخطاء تانية تحكمية ضد النادي الاهلي بس الاهلي كسب المشاط دي ايه فعلا النادي الى 11 ضربة جزاء صحيحة لم يتم احتسابها في وجود الفار والنهاردة الهدف السابع السابع الصحيح اللي ما يتحسبش النادي الاهلي في وجود الفار صحيح فيا ربنا يسهل كده ونتمنى ان الموسم الجاي يتم معالجة ده لان احنا مش مش هنستحمل اخطاء تحكمية تانية بالشكل ده صحيح شكرا جزيلا دكتور الف الف شكرا كابتن ايمان انخلص احنا قلنا انا من الزنب الاندال هي كابتن علاء بتصرف حضرتك مدير فني مع الجهاز بيشتغل اشتغل وبيكتهد في مجلس الزراء بيشتغل وبيكتهد في مصروفات بتتصرف على الفريق في لعبين بتتجاهز وبيتم شراءها طبع هن الكل مش نادلها لبس بتكلم على جميع الاندية كابتن مش نادلها لبس اذن انا النهاردة مش مشكلتي حضرتك النهاردة بتدير اقوى دوري موجود في مصر كويس حضرتك بتطبق التقنية لا لابد انك انت تطبق التقنية كاملة متكاملة نقف عند النقطة دي تطبق التقنية كاملة متكاملة عشان تطبق التقنية كاملة متكاملة دي مسؤوليتة مين مسؤوليت المانوت بالمثابقة التحاد الكورة هو المسؤول اساسا عن الامكانيات اللي هي مش متوفرة دلوقتي بس خلي بالك تحاد الكورة الحالي عشان بس نكون واضحين ونوضح ان اللاجنة السلوسية ديت هي جت وكانت التقنية موجودة وكان الدوري شغال بهذه التقنية حتى هم اعترضوا. كويس. اللجنة الثلاثية اعترضت على الشركة اللي بتنفذ هذه التجربة في مصر. وكانت لها مطالب كثيرة جداً إنه لابد من تعديل بعض الأمور خاصة بالتكنولوجيا وخاصة بحاجة كثيرة جداً وحاصة بالأمور المالية. ومازال حتى الآن حتى فيش تواصل كثيراً ما بين اللجنة الثلاثية اللي موجودة وما بين الشركة اللي بتنفذ. ولكن هرجع لنقطة مهمة جداً. القصور موجود. لا موجود. ولكن الضحية الآن دي. الضحية لن دي. كاس علم 2018 كانوا هناك 33 كاميرا 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 كاميرا. شعر. يا سيدي مش قادر أطبق. أأجل وخلي الحكم يشتغل حتى يبقى معذور. الحكم لم يبقاش موجود التقنية معذور قادر عذوره. أقول إنه هو ما شافش يا. لما في وجود التقنية النهاردة الأخطاء موجودة في وجود التقنية اللي هي المفترض النهاردة اللي هي تحقق العدالة التحكمية للجميع. أو على أقل تقلل من الأخطاء التحكمية. كابتل المكانات المادية اللي موجودة. كابتل التحاد الكورة تسمح إن يجيبوا الحاجات دي ولا ما يستسمح كابتل المادية. أنا كابتل أنا بالنسباني كنادي مش مشكلتي. لا أنا بتكلم. لا مش مشكلتي برضك. حضرتك أنت بتدير مسابقة مسابقة قوية. أي. أنت كتحاد كورة عندك القدرة. أنك أنت تطبق التقنية بشكل كامل. أوكي. يا كابتل. ما عندكش. كابتل. خلينا الكلمة كابتل مسابقة. كابتل. يا كابتل سمع زيول هل الممكن. يعني الاستادات اللي بتلاقي على الماتات يبقى في كل استاد تلاتة وتلاتين كاميرا. هل في امكانيات لكده كابتل. يا كابتل ناصر. اديت مسابقة تلاتة وتلاتين كاميرا كابتل. احمد يا سيدي بقول لك من فضلك. انا مش عاوز ستردتين كاميرا. يا كابتل ناصر. لقطع في الايمان. ناس كاميرا ربنا. انا عاوز كاميرا على الخطوط. والله ما تكلم. وكاميرا على الخطوط. أنا بتكلم في حاجات مقبولة. حالت بتتكلم في الكاميرات والتكنيات والكلام ده كله. هل اللقطات اللي احنا شفناها دي. اه. لحكم الفار اللي قاعد في غرفة الفار. اه. دي زهرانه ولا. زهرانه. حالات اعتمية كتير. زهرة. ليه الحكم باللقطات اللي احنا بنشوفها دي ما بيستدقش حكم السياحة. ده. خلي بالك دي احنا عملينا نتكلم في سكة. لا. فيه تعليمات اصلا رايحة لهم. لحكم الفار. انت حاكمكم ما تقولاش لكن انا انا هقولها. فيه تعليمات راحة من واجهة احمد. خلنا نتكلم بكل صراحة. قبل المباريات وخاصة قبل مباريات النادي الاهلي. وان هي مبيتة من اول الدولي. هنقعد نقول قص الكاميرات قص التقنيات قص اللجنة السلسلة. فيه تعليمات موجهة من واجهة احمد رئيس لجهة الحكام. النادي الاهلي ما ياخدش الدوري السنادي. هو دي الكصة وده الموضوع. النهار ده اول مباراة في ودي دجلة. نشوف خطأ تحكيمي بالشكل ده. كل المباريات بالتدريج بالشكل ده. في حكم الفارما السابعيش حكم الساحة علشان نشوف اللعبة. في المقابل بنشوف اندية في الدور المتاز. المباراة توقف خمس ده وعشر دقيقة. عشان نشوف لعبة. احنا كمتفرجين بنحكم عليها من اول دقيقة. اصل هي. كلامك عمد كده عسام. كلامك كابتن عسام يا كابتن لي. انت حاك. ليك الحكام زميلك. ممكن انتم بمحرك تقولي الكلام ده. لكن احنا بنقوله نحنا شايفينه. واضح بكل الظهور. اللاطات دي بتظهر لحكم الفار. ايه اللي ما يستدعيش النهاردة ان انا استدعي. النهاردة ابراهيم نور الدين. علشان تعالى شارك انت اللعبة وقول في اللعبة دي. المفروض. يبدي تعليمات موجهة من وجهة احمد. لان انا كابتن خلي بالك. انا رأيي على الفار جوه. تمام. ما بوصولش على اللعبة ورأيي تأديري. يعني اقول لا دي ما بديم باش حاجة. لا بالعكس. اي لعبة فيها شك. انا لازم اجيبها. بزبط. ولازم اجيب الراجل دوت. يقول رأيه. كابتن ايمن احنا اتكلمنا في البداية وقلنا الكلام ده. قلنا ان عندنا كسور. في اختيار حكام البرى كابتن علاء. طب ومين ايه فقط من الموضوع ده. بزبط. يا تيدي ما انا اقول. ما انا اقول. كابتن ايمن بفضلك انا قلت ايه. انا قلت الاندية ليس لها زنب. ساني واحدة بس كابتناص. ساني واحدة بس. فاضح. هو انا ما اجيب في اخر الدوري. وموراد حاسمة. المفروض اعمل ايه. على الفار مش على الملع. على الكل على الميدان وعالفار. طبعا. على الفار. اجيب ايه. خليك الملع بس خلاف الميدان. تمام. اجيب مين. طيب. اجيب مين. احنا قلنا الكلام ده كانت ان انا قلت ايه في الحلق اللي فاتت. سؤال. قلت من فضلك. ما انا قلت. قلت ان اخر اربع مورادة كابتن علاء. اختيار الحكام مهم جدا جدا. سواء حكام الميدان. ما اختيار حكام الميدان. او حكام الميدان. او حكام الميدان. اللي يحكب بقول شيء. لازم اجيب حكم دولي. لأسم شخصيته معروفة. هو اللي يخاف. زي ما حدك قلت ايه. يخاف على اسمه. بزر. انه ما ما اجيبش. مع احترام الكاميرو كل حكام. ما اجيبش حكم لسه مبتدئ او حكم. مش متعود يعني افهر. او حكم بالصعب كرار. ويدينه مش هزة دي. يعني استاني واحدة. هو ايه زنب النادي الاهلي. ان حكم ما عندوش خبرة ولا كبير. يتدفعني كل النخاط دي. ليه? خمستاشر نقطة كابتن نصر. يعني هذا اخسر نقطة ايه. خمستاشر نقطة. دوري خمستاشر نقطة اخسرهم. بسبب. بعدين بصد كابتن ناصر. كابتن ناصر. كل الحاجات الحالات اللي حضرتك جبتها الوقتي. اه. ودكتور احمد. على فكرة اش محتاجة بقى ولا كاملات ولا حاجة خالص دي. حاجة واضحة وضوح الشمس. بزبط. يعني ده كفاء. يعني. ايه. واحد شدت رجله. ايه. ايه. مش محتاجة. مش محتاجة حاجة خالصة على فكرة. يبقى الحاجات دي كلها. ما تفعش رمال هنا. كابتن ايمين. كابتن علي. احنا من خلال. عشان يبقى كلام لمقنع. انا ليه بفصل الحالات دي كابتن. مم. عشان الجمهور يشوف. ما انا لو تقلت ان التحكيم ضد نادل اهل. وشكت. كلام مرسل. كلام مرسل مش مرسل. بالحالات بالوقت. يا سيدي كلهاتي وبرهنكم ان كنتم صادقين. انا بتكلم النهاردة في ايه يا كابتن. بتكلم في حالات تحكمية. بشرح الحالات التحكمية. ما عنديش مشكلة. الحاكم مشكلته اه مش فاهم القانون. ما عندوش تطبيق. الفار ما عندوش خبرة. انا قلت كنتم علق في البداية ايه. ما زنب الاندية. اللي بتصرف. وجهزة بتتعب. لا 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 لا. ايه زنب الاندية. وايه زنب النادي الاهلي. اه. تتكلف خمسين نقطة عشان حاكم. حاكم فار. معلش ما عندوش خبرة. وما عندوش تقدير. وما اعرفش ان ايه في اخر ناربع مباريات. فيها حاس بطولة. ضعيبة. وجهاز. وجماهير. اتقتلت. ده انت بتتكلم من بداية الموسم. انت تتكلم. انا ما اتكلم. ايه زنب الاندية كلها. ده مجهود سنة. ربنا الرايد او الشاية ده حاجة بتاعتنا. بس تديني حقق على القل. انا على فكرة. معنين. ما احترم الكامل لكل فرق. مش شفر المعال بطولة تدور تروح مني. ما ماشا الله يعني عندي ارخام. تصدقني الشمس. ان انا بطلبه العدالة. بطلب العدل. انا مش طلب حاجة زيادة على فكرة. عدل. يعني اديني حقق بس. اكسب بقى. اخسر. اه الدوري الروح للمنافس. ده مش بتاعتي. لكن على الاقل حس ان انا. باخد حقق. وفي ترعب. النهاردة. النهاردة. ده انا قلت كلمة برضو. وبعدة ثلاث مرة. لو انت مش عايز تديني. اعمل. مسلسل كويس. هكذا بياخر. اه يعني. وروح اقول له. لا ما فقاش حاجة. اي. كان كل المناخشة دي ما حصلتش. مع ان احنا على فكرة. وبرضو حتى احنا برضو. انا مختنع تماما. ان الاقي حق. النهاردة مرة اللي راحت مني دي. مليون في المية. بس تخليك زكي. يبا تحس تحك علي. اتحك بزكاء شوية. ما تبقاش واضحة اول كده. ده يا كابتن. دي ما اخدتش عشر ثواني. عشر ثواني. ما اخدتش اللعبة دي كده. ما انفعش يا كابتن. اقول لك يا كابتن. انت عارف انا ممكن اقول لك في العشر ثواني ده قال له ايه? كمل. كمل. اه والله قال له كمل. يا كابتن ايمان. اه. ممكن ما يكونش بصة اصلا على الحالة. يا كابتن ايمان. ما بصش على الحالة اصلا. يا كابتن ايمان. انت النهاردة انت. ليه انت جيت اخر اربعة متشات. وهتلاعب الفرا كلها في نفس التويض. عشان الفير بلين. صح? اه. عشان يبقى انت النهاردة انت. عدالة. عشان العدالة. دي بقى الفيلم يكتمل. عشان فيلم يكتمل. لا ماشي خلينا سبك من الفيلم. خلينا بنتكلم في الطبيعة اللي انت بتقوله يعني. ماشي. طبيب بطبيعة الحال. انت عارف ان اربعة مباراة حساسين جدا. مباراة مهمة جدا. ما قلت النص. كابتن يا احمد. يا كابتن. يا كابتن. النهاردة اي ماتش. السيمي فاينل في افريقيا. نصب. تمام؟ البطولة افريقيا انت بتجيب حكم رقم واحد هنا. وحكم رقم واحد هنا. ما بتجيبش حكم منه رقم واحد. وحكم منه رقم خمسة وستة. كابتن هو. كابتن الصباح حكم. انت عارف ان الماتشاد دي مهمة جدا. لا لا. ماشي. كابتن. لا حكم مش دولي. كابتن بص. في وقت صعب جدا جدا. كل لمسة انت بتتحسب عليك. كابتن احمد. احنا قلنا في البداية جماعة نفهم. يعني نفهم الناس اللي اختارت. اختارت حكام. الحكام اللي موجودين حالين هم اللي هيلعبوا. اللي هما ما زالوا يلعبوا في البداية التقنية. حتى وقتين هزا هم دول تم اختيارهم يا كابتن. الفارفار والحكم حكم. ماشي. ما عندكش القدر تختار من بار. ما عندكش القدر تجيب حكم من بار. ولكن الحكم اللي بيدير هو حكم يحمل الرخصة. سواء. عندنا كم حكم دولي كابتن. انا اياسف عاليش. ده بعدين كورسة الكلف. انا اياسف عاليش. مش فعنا لحد. لكن انا بقول ايه. انت النهاردة تم اختيار الحكام. ماشي. اللي على الفار. وانا قلت في البداية كان الاختيار مش موافع. خاطر. مش موافع. انا بكلم كلام. ليس موافع. لانك انت يجب اختيار حكام الفار من الحكام الخبرة. احنا عندنا تقنية بطبق جيدة كابتن احمد. الحكم الفار هو الحكم اللي يعطي الثقة للحكم. الحكم الفار هو الحكم اللي يعطيك في حكم الفار. لما تديني انا كحاناصر عباس حكم من الميدال. وتحطيلي حكم تحت الاختبار. او حكم ما ادرش مباراة. وتقولي ده حكم الفار. انا ازاة نفسي ببقى معنديه الثقة. طبعا. معنديه الثقة. كابتن شخصية كابتن. كابتن ناصر. ما هذا الاختيار في البداية كابتن علاء كان خاطر. طب هل حكام الفار ده كلهما كمش حكم دول حكم كبير حكم اسم. ما هو الحكام كلهما كانت ان يا اما النهاردة بيلعبوا في الميدال يا اما حكام الفار. كابتن. هي دي المشكلة. كابتن ناصر على فكرة على فكرة معظم الاخطاء اللي هندي. ولكن تاني كانت نسمع بعد يزال حديثة. الاخطاء التحكمية احنا قلنا ان فيه اخطاء لا تستطيع قصة وجود الفار. اه. يعني بره مش موجود. انت عاوز تقولي مثلا الفرصة المحققة. اللي المعيد فيها موجودة. محتاجة برد؟ لا طب. مش محتاجة برد. ولا محتاجة على اي حد. لا لا. عاوز تقولي ان ركلات الجزاء الواضحة جدا جدا جدا. محتاجة برد؟ مش محتاجة برد. محتاجة الحكم. عشان قادم يقول الحكم لم يطور من اداءه. الحكم لا بد يشتغل على نفسه. المنظومة كلها يا كابتن بنتكلم فيه. الكل يجب ان يطور من نفسه ومن اداءه. الاندية ليس لها دم في اللي موجود. متفاقنا على كده. متفاقنا على كده. متفاقنا على كده. يا كابتن ناصر. معنى اذنك. هو الحكام طبعا لازم يطوروا نفسهم. ده طبيعي. لان حتى بنشوف حكام وزنهم زايد. ووضوح يعني. بتحس ان حد مبطل. وبيحكم. ده اكتر من واحد. لكن معظم الاخطاء اللي انت جبتها دي. الفر اللي انا شايفه. تمانين او تسعين فلمية منها. الفر هو اللي مسؤول عنه. يعني مفروض في حالا زي ما انت بتقولي بقى حكم البار بقى اقوى من حكم اللي ساحة بقى. بالضبط يا كابتو. انا مش هكرر اللي قلته. انا مش هكرر اللي قلته. كابتن اسامة. في الاخر خالص. هي فيه اخطاء. فيه اخطاء. فيه اخطاء طبعا. السؤال اللي بسأله. هو مين اللي بيتحمل هذه الاخطاء. النادي الاه. النادي الاه اللي بس. الحتى الوقت. الاندي الاه. انه والله. بدون تحاجز. بدون تحيز. بدون تحيز والله. انا زنبي ايه يا كابتل العلاق بقى? ده اللي انا بقوله. ايه يا سيدي عندك مشكلة في تطوير. النادي الوحيد. لو لديك نادي السنادي في الدورة يا كابتل العلاق. مش نقط اللي ما تحصل. الوحيد اللي تضر من الفار لحد دلوقتي. النادي الخمستاشر نقطة مضاعة مني فار. وانا بقلعب على بطولة. تبقى تتحسب ازاي? يعني يا سيدي اتنين انما تضيع مني خمستاشر نقطة في الدورة. ده اللي حتى بكلم فيها كابتل. ان النادي الاهلي تأثر. يعني تأثر كتير جدا جدا. لانا قلت. الاخطاء التحكمية التي تؤثر هي اللي بيفقد فيها. من خلال هذه الحالات. ما انا قلت. ما انا قلت. النادي الاهلي النهاردة تأثر بالاخطاء التحكمية. سواء بقى كان نتيجة اختيار حكام الفار. سواء كان تقصير من الحكام ذات تفسيه. سواء في التقنية. هو النادي الاهلي النهاردة. ملوش علاقة بالكلام ده كله طيب. كابتل ايمن. ولكن انا مليز زنب يا كابتل النهاردة. انا دا قلت كنادي. من فضلك المسئولية. لابد ان هي تقع على لجنة الحكام. في اختيار الحكام الاكفاء. الاول الاول. اللي هي موجودة. صب. كويس? صب. احنا عندنا دلوقتي مرحلة حاسمة في الدول. انا مع احترامي لكابتل ابراهيم نور الدين. كابتل ابراهيم نور الدين النهاردة كان بيضيع وقت اكتر من لعيب تطلاق على الجيش. اه كابتل احنا في لجنة الحكام. طيب. النهارة التانية حكم غير دولي. ايه. كويس? كابتل محمد الصباحي بيحكم النهاردة لنادي الزمالك. انت دلوقتي داخل في المنعاطف الاخير من المراحل الحاسمة بتاعت الدولة. يبقى لازم الاربع ماتشات هنا. والاربع ماتشات هنا يحكمه حكام دوليين على اعلى مستوى. ده اولا للمدان او الملعب. نيجي بقى على الناس اللي برا. اللي عادين في التكييف. لما تيجي لما تيجي. بيبقى فيه اختيار يبقى الاختيار معناية. يبقى الاختيار بناس بتفهم. بقولك يا كابتل. واضح جدا. واضح جدا. ان حتى الحكام سواء جوه الملعب. والعالفار. يعني كانوا يعني على نياتهم قوي في الكورة. واضح قوي انهم ضعاف جدا جدا في الكورة. لسبب بسيط. ان انا انا على الاهل وانا حاكم بيبقى بيقولك كل دول عندهم خلفيات ولعبه. كويس? في حاجات مش مش عايز اقولك بقى انها اه لازم ارجع لها الظار ولازم لا. ده في حاجات لو انا لعبت كورة اقولك. زي كورة النهاردة الجول ده. انا لو حاكم نهار. وشفتها لو شفتها على الطبيعة. والله العظيم ما ارجع ولا اعمل تقنية. ده راجل رجله السابتة على الخط المرمى. ورجله التانية المتحركة اللي بيتجيب الكورة لحد اخرها مفروضة داخل المرمى. وبتجيب باخر حتة في الرجل الكورة من كابتن. اه كابتن ايمل. يعني ده مش عايزة واحد. عايزة واحد بس. حاكم فكرة عن الكور. حاكينا في الاخطاء التحكمية. وجبنا الحالات للكل. عشان الجماهير تشوف. وقلنا احنا كابتن ايمل مش بقول كلام مورسل كابتن علاء ولكن هزي الاخطاء اللي هي اثريت في نتائج مرات نادي الاهلي. اللي بيها النادي الاهلي خسر خمساشة نقطة. هزي الخلاصة. النهاردة انا زنبي ايه? انا ده السؤالة اللي بيطرحه على الناس كلها. النادي الاهلي. زنبو ايه? قل لي ان التكنية مش همتكاملة او الحكم مش جاهز او الحكم معدوش كبرة. انا النهاردة اخسرت اخسرت. طب الحلول ايه يا كابتن ده السؤال. الحلول يا كابتن. ايه الحلول يا كابتن ناصر. ايه هاي الحلول? كابتن ناصر. لان خلاص انت كده النهاردة بالاخطاء التحكمية النادي الاهلي بيخسر. كابتن ناصر الحلول نفس الحكام البيتحكم في محشاط الاهلي يكونوا موجودين في مبارات اخرى وبيتم التعامل مع الحالات اللي بتظهر سواء رقلات جزاء او حالات طرد او الكلام ده كله بيتعاملوا معاها والفاربيا استدعي الحكم لكن بتيجي عند مباراة الاهلي وفيه حاجة مش مفهومة. فيه اتفاق مش مفهومة. مش مفهومة علشان. ما اتفاق هو واضح. ما انت هي نفس الحكام. ما انت بتشوف نفس. هو ده الاتفاق واضح. نفس الحكام الموجودة في المباراة الاخرى. اللي مش مفهومة. حكم الفاربيا استدعي الحكم الملعب لما يكون فيه خطأ. وبيجيبوا بيشوف. تيجي في مرات الاهلي. كاين نشاهد مش حالة الظب. انت شفت ماتش النهاي. لالي وكازر تشيبس. ايه. شخصية الحكم اللي على الفار. في الكابتن. طبعا. في الطارد. ايه. طيب انت محتاج حكم عنده شخصية. مصبور. والله يا بال. حكم عنده ضمير. قبل الشخصية. غير ضمير. يعني سيبك من الضمير. كابتن عايب كابتن معلش. ردوان جايد. ردوان جايد. اه. محتاج حكم. اه طبعا. محتاج حكم في البار النهاردة. اه. عنده شخصية يجيب الحكم. يقول له تعال احسن دي. ده اللي احنا بجيبت فيه بقى يا كابتن احمد. السؤال ايه هو? هو ردوان جايد النهاردة حكم رقم واحد في افريق. ام. بيجيب الحكم. في لعبة حالة من الحالات المهمة جدا جدا. بس الحالة دي ومعياب عروضة سري دي دلوقتي. تمام. علشان بيقال. اه. ان احد الحكام في القنوات الاخرى بيقول ان الكرة دي مش هدف. اه. ما انت خلي بالك النهاردة برضو. اه. كابتن سامير عثمان. في احد القنوات الاخرى بيقول ان الكرة دي مش هدف. وعرض سري دي. احنا بس بنوري بس. يعني حتى من غير ما تعرض. اي. الوضع التشريحي. الوضع التشريحي. اه. للنهاردة كان اسلام جمال وهو بيحط رجله. حتى مش محتاج ان انا اعرض سري دي ولا اعرض كل الكلام ده. اه. محلمك برضو. كابتن سامير عثمان هو محلل تحكيمي. وله رأيه ومن قدش نتكلم في رأيه هو له وجهة نظر. هو بس هو في البداية قال ايه يا كابتن على. قال لك تصوير سيء. كلنا قلنا كده. سامير. ماشي. خلي بالك. يعني هو في البداية سامير قال لك التصوير سيء. ماشي. ومحلل التحكيم ورأيه واحترم. ولكن احنا برضك احنا من خلال القناة. الحمد لله احنا يعني بنتكلم بالمصدقية يا كابتن. وكل محل تحكيمي له وقناعاته له وجهة نظر. ولكن هو في البداية قال ايه? قال الصورة سيئة. اذا انت اللي قلتك تسمير الصورة سيئة. وبالتالي لما يكون الصورة سيئة لابد يبقى فيه كلام. عن الصورة. الصورة سيئة. عبرت. ولا ما عبرتش. كنت النص. الصورة سيئة ومتفئين على كده. ها. كلنا متفئين على كده. اخدونا. كويس? يعني الحكاة اللي في الملعب ده مش شايف رجبة اللاعب ده فين? يعني بالتأدير كده واحد رجلين مفروضة ووصلة وخط المرمى. الطبيعي. كابتن الفار هو مسئول مسئولية كاملة عن هالحالتين. الفار مسئول عن الهدف. طب حلو. لان الفار عنده التقنية وعنده الصورة وعنده لقطة الفيديو. طب كويس. لو الفار قال له الصورة مش واضحة عندها. اعمل له ايه? خلاص. لو حصل صال بينهم اتنين. اه. 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 طب لو صورة مش واضحة. اه. 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 اللي ابي انا كحكم. انا كحكم. اه. انا كحكم. اه. انا كحكم. مطلوبش انا رأشي في الصورة. كابتن ما هو. انا عايز ادي عدالة فعلا. كابتن في الحقائق المكانية كابتن علاء. الحقائق المكانية اللي هي ايه? المخالفة خارج او داخل. مش محتاج ان انا اروح كحكم بار اشوف. كحكم ميدان اشوف. انا مع حضرتك. دي حقيقة مكانية. التسلل. كويس. هنا بيقول لك في تسلل اللي عاد سابق بقدم او بكز او برأس. كويس. مش محتاج ان اروح. ولكن الحالات اللي مثلا زي راكلة الجزاء اللي هي بتاعة اه 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 دي مش حقيقة مكانية. دي لعبة تقديرية. اه. فتختلف. على فكرة. على فكرة. واختلف الحكم. ستنى واحدة بس. انا متكلمش على التأدير من عدمه. ما? انا متكلم على الكرة والراجل اللي يعني بالنظر كده. واحد رجله على الخط. الطبيعة تانية تبقى فين. كويس? وانا كلمت مع الفار. قال له السورة مش واضحة. لو انا حاكم في الملعب واحد حقه فعلا. اعمل ايه? اروح انا مش واضحة. انا اصدق على دي. هل? انا اصدق على دي. انا اصدق على من فضلك. انا كحاكم مش واضحة هروح اشوف ايه? يعني ده السؤال. انا ان الحاكم راح التعالي فارق قال له استورة مش واضحة. تمام. انا كحاكم بس عشان بقى انا متطمت كده انه حكمتي صح. اه. والقرار صح. اروح بنفسي. بروح ابص على الاب نفسي. الحقيقة المكانية يا كابتن الحاكم لا يذهب الى. الحاكم هو اصدق. الحاكم هو اللي بيصحب القرار الاول. انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك امتى الحاكم بيروح يا كابتن? اه في عرقالة في تقدير خطأ تقدير. ده هدف يا كابتن جولي يا كابتن. ده هدف. باشي اوكي. ده طلق تقاط النهاردة. كابتن ما انا هتكلم بس بعد ازدق. اه بكلم في بتقول الفار. احنا ليه راحل الحاكم موسيبين الفار. الحاكم فيه اه تمركزه فيه على التمنتاشر. اوكي? مش. ما شافش الرجل اه دخل او مش دخل. ازا كان الحاكم المساعد اللي هو على القط المرمى. اوه ده معزول. لم يشاهد. بس ده معزول يا كابتن. تنام. والحاكم ما شافش برضو كرة اجاييه لما لعب طلعت يشرف. ما هي دي احنا بيكلم فيها بعد. والنهاردة دي? دي بقى احنا بيكلم فيها. دي برضو انت. اما خطأ اجاييه اللي احنا قلنا ايه? كان يجب عليك انك انت. في اللعبة الاولى تاخد القرار باحتسام المخالف. الهدف. في اللعبة التانية كانت اللي هي بتعطي اجيه. كان لابد حتى لو ابراهيم ما شافش من فضلك. تعال اشوف انت واخد القرار. احتمالية. نقف هنا يا كابتن. كابتن ناصر دي اكتر حاجة الفار. لان اللاينزمان متغطى عليه باتنين اللعبة. ما انا قلت? وابراهيم نريد دي ما. انا قلت. انا قلت كلام ده ابراهيم على. انا بقول. انا بحمل نهاردة كابتن. انا بحمل الفار. تاني وعلى مسئولتي. الفار يتحمل مسئولية فقطان نقطتين للنادي الاهلي. الفار يتحمل مسئولية عدم احتساب هدف بنسبة مية بالمية. وعدم احتساب ركلة جزاء بنسبة مية بالمية. الاولى هو لم يتخذ القرار. التانية هو لم يستدع حكم الميدانة والتادي. قلنا الفار هنا يتحمل مسئولية. وجميع الحالات اللي جيبناها كابتن احمد. طيب. الفار شرك عامل مشترك في كل الحالات. وزي ما قلت في النهاية. اه النادي هالي خسر. النقاط. بسوا اخطاء تحكمية. لابد من فضلك اللي سمحت. التقنية لو كان هيبقى فيه موسم جديد. يبقى فيه شركة جديدة تاخد التقنية كاملة متكملة. بما فيها الجولاين تطبقوا. عشان ما نخشش في جدال. الحكاة المساعدة شاب او ما شابش او البار هي بتدي اشارة او زبزبة في الساعة للحكم في اقل من الثانية. كرة عبر بتدي له الاشارة. خليك معنا برضو حينضم لنا النقد الرياضي والستاذ محمد القسم. لا سبع الخير. سبع الخير يا سيد محمد. وما زال مسلسل مهازر التحكيم مستمرة. كبتن ايمن اهلا بحضرتك. وضحياتي لكل قلوبك كانت دونهم اتبار المحترابين. انا بي تتعرضوا. من السادة الاهلي كان امر عجيب وامر غريب يعني اه بالاضافة للضغوط الكبيرة جدا الموجودة. والفرقة بشترحة بطريقة بالضغوط المثال في الع company 내 حاجات تانية تحكيمeza دانيا كانت يع Sadhguru smart علامات التفهية كبيرة جدا اثرت علىك مرشة والنقاط النهاردة كورة ستعرفين نحددها كورة الكورة تجاوزة القتل والمفهودة بقى هدف الفرق لم تبيل لك ولا الصور لم تبيل لك ولا اي حاجة دي شك في راكل الجزاء فيه مباراة كتيرة جدا خطرتها مع تفق الإطلاق و ترصد مباراة ديرامت استعرضت فيها الظلم في راكل الجزاء و هدف مباراة البنك الاهلي مباراة غزل المحلة مباراة ودي دجلة مباراة اكثر من مباراة تجمال قد يقل عن 13 و 14 نقطة في صورتهم بسبب اخطاء تحكمية واضحة انا مش اقول متعمدة لكن هذه الاخطاء اثرت بشكل كتير جدا على النادي الاهلي وعلى نتيجه اثرت على الفتولة واثرت على نتيجه في النهاية النادي الاهلي بيتشع ثمان ده النادي الاهلي بريء كبير مؤسسة كبيرة مؤسسة عبلاء عنده لعبين عنده منافقات عنده حاجات كتيرة جدا فلما كل ده يبوظه لك قرار حكم فاعتقد ان ده ما ينفعش في كتابة كبيرة مؤسسة العربية الكلام ده بيحصل لصالح مين يعني هل الكلام دوت لصالح كرة المصرية لا طبعا بستحيب ده يكون لصالح كرة المصرية هو انت لما تظلم جاد يبقى لصالحי كرة المصرية هو انت لما تظلم فرقة يبقى لصالحة كرة المصرية ده الاهلي هو اللي معلّب كرة المصرية يعني الاهلي في افريقيا اللي بنقاطه اللي بلعبه والأداء 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 والحجز لك مقاعدين دائمين موجودين في دور الأبطال الأصريقي وعندك مقاعدين في الفدرالية ده ليس في صحة دورة مصرية لا داخل مصر ولا برا مصر وده بيأثر كثيراً على الكورة وعلى مستوها لأنه لا يوجد عدلة تحكمية نحن نرى في الدوريات الأوروبية كلها وكلنا نرى وهذا حديث من الدورة الإنجليزية كان هناك كورة في المقاعدات المستحية للمصر مانشستر يونايتد اللي هي بالساعة عدة الخط كورة عدة الفاتحة الآن المجرد الأول ما كنت تشوفها لكن لما تتعادي الكورة بالساكل ده اللي شفناها وبالتقنية ده اللي شفناها ويجيبها لك من كل الزامة وكل التجاهات الفريق ياخد حقه ويبتر في جون وثلاثة واربعة وخمسة وثلاثة عمل عليها الضبوط لكن لما تبقى في فبارة زي دي وهذا ما يحتسب لكش والكورة تتجاوز الخط فبتدت الفرقة اللي قدامك فرصة للقتال وفرصة للإدفاع وفرصة للإدفاع الصغيرة اللي بطير عاد فيها ما هو متعادل معك وعاز يخفرك نقطتين هو متعادل جدا حتى المباراة يعني فطبعا ده أمور غريبة جدا وأمور عجيبة جدا يا كابتد الفر هو سبب المأساة فأنا من وجه الضبوط الفر مطلوب ومهم جدا وقال لي الكثير جدا من الأخطاء لكن مدام استخدمت استخدمه صح مدام استخدمت استخدمه بعدالة واستخدمه لمصلحة فرق ومددد فرق الأمر ده يعني أمر مرفوض تماما يا أستاذ محمد يعني كل كل كلامك صحيح فعلا ولكن احنا كده هنا مجتمعين على أن يمكن كابتد الفر سامح حسني كان ليه رأي ان الكلام ده بيحصل مع النادي الأهلي من بداية الموسم فأكتر مباراة اللي يخليك بقى تشك ان الكلام ده متعمد ان الحكاية زادت عن حدها قوي انت بتتكلم عنها خمستاشر نقطة خمستاشر نقطة والنادي الأهلي الأسف هو الضحية لصالح مين لصالح مين ما هو مين اللي بيستفيد من نوع النادي الأهلي بس كده هو النهاردة لما تعادل وخلاص بيخلصك البطولة فبترايح المنافس لما بتخسر نقاط كتيرة جدا بتواب التحكيم فتصلح المنافس وخلي بقى العضراتك كمان في حاجة كمان النادي الأهلي بيخسر خمستاشر نقطة لصالح المنافس في الوقت اللي أخطاء التحكيم كمان بتدي المنافس 13 نقطة طيب انت بتكلم في ايه بتكلم في بطولة يعني اه 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 فيه توقف فيه احطاء معمدة فيه اصرار على حاجة معينة الأمور الحقيقة من هوضي النظري أمور غريبة جدا اتعرض لدور مكفيل جدا وما زال النادي أهلي ملتزم في انتباطه وكتباطه جدا لحد بيطمع يتكلم ولا حد بيطمع يعني يعطرت لكن الأمور لما بيزيد عن الحد خلاص تبقى الأمور واضحة والحل ايه من وجهة نظرة نعم الحل المفروض يعني لاجنة الحكام دي أنا شايف من لاجنة الحكام اللي موجودة دي من أفتر اللي جانب الموجودة على مستوى السنوات الأخيرة الحقيقة يعني وعملية تقنية الفار دي اللي جاثة استطبقت بطريقة غير سليمة وحكام غير مدربين لما شوف يجيب لي مثلا في مطش الأهلي مش المطشات الأخيرة بدأ يصل لك حكام دوليين وحكام عاليين المطشات الأبلي كده بيمرن حكام عندك في المطشات بتاعتك فمعندهمش مش فاهمين حتى بروتوكول الفار فبتحصل أخطاء كتيرة جدا وبتحصل شوارس كتيرة جدا اثرت على أداء الناد الأهلي واثرت على رتاج الناد الأهلي واثرت على الفطولة اللي كانت يعني بين ديت وانت اخططها يعني يبدل أمر كأنه حصل بتاعة جانب فالأمور الحقيقة أمور غريبة جدا يا يا كابتن أيمان ومحتاجين وقت في هذا الأمر محتاجين تقنية للفار محتاجين كاميرات حتى مع أحد أعضاء لجنة الحكام الرئاسية وعترص لي في هذا الأمر ان الفقر فيه مشكلة وان عادة كبير جدا من الحكام غير مؤهدين ان يبقوا موجودين بالفار وان التقنيات اللي موجودة غير مناسبة وغير ملعمة علشان تنمح كل دي حقا حقا صحيح الأهل اتعرض لظلم كبير جدا الأهل فقد نقاط سمينة وغالية ومهمة في مشوار القطولة بالفعل الفار ومثالة تحكمه فعل الأخطاء واضحة جدا الحقيقة محدش يقدر ينكرها ولا ينكرها إلا كل جهة انت بتتكلم على عدل بتتكلم على حاجات كورة زي في ساعة النهاردة هل الفار قدر يحتمل ان الكورة دي جون ولا يدر يا ساد الحاكم لما يبقى في كورة المفروض يقف فيها وفيها شكة راكلة جدا يا عم روح جوك روح قص روح ارجع للفار تباعت ما فيه يعني أحيانا تجي التعنت من الحاكم وأحيانا من الفار نفسه صحيح يا سيد محمد بس اللي انا عايز اقوله في الآخر نية التعامد من عدمها احيانا احيانا بتحسيمها بعض الامور انما لما تلاقي فيه اسرار على بص انا هقولها بصورة يعني مؤدبة شوية تلاقي ان فيه اسرار على الظلم والظلم للنادي الاهلي بس يبقى هنا التعامد واضح مية في المية طبعا انا اتفق معكا كنت انا انا في هذا الامر غير موجود اذا المسابقة ما فيهاش عدلة كاملة بتلعب لمصلحة اخرين بداخد من حد وتضيف لحد اخر يعني امور الحقيقة غير مصمومة بالمرة وغير واضحة طب احنا برضو مش عايزين نروح بعيد يعني احنا عادنا نتكلم على الدور الانجليزي والدوري في اوروبا احنا حتى في افريقيا الفار بيدينا حقنا يعني بيدي طبعا كل الفرق طبعا انما بيدينا حقنا احنا كمان ايه الفرق بين الفار في افريقيا والفار هنا يعني هو هو النادي الاهلي الفار في افريقيا ما يعرفش الالوان وما يعرفش ان الاهلي لو فات ببطولة دي حد ضايق حد او حد نفسيا الفار ما في افريقيا ما بيتواجهش المصعد حد اه ممكن وقعت بعض الاخطاء في مطش الاهلي في دور المجمعات حافظ في خسر من الفار لكن بعد كده ما كانش في اخطاء وكان الاهلي بياخد كل حقه قدام الناس كلها الفار ان في عدالة في ناس متدربة في محدش يبص النادي نقاط لحد مقابل حد تاني اذا هنا العدالة غايبة ولكن للأسف كلها ضد النادي الاهلي ده حقيقة ده حقيقة وانت خسرت النقاط مع صبق الاسراء والترصد في بعض المباريات دي مباريات كانت كان قروض حمرة غريبة جدا عليك قروض حمرة للمنافتين ما بياخدوهاش في ركلات جزاء ليك ما احتسبتش بسكله واضح جدا ابرزها ماتش غزل المحلة يعني كان الاهلي خضر فيه ثلاث تقاط كانت ركلة جزاء لا تحتمل الشكل والناس كلها اعترفت بيها في اهدف صحيحة ليك ما احتسبتش في هدف تسجيله الناد الاهلي في مدش البنك الاهلي في الدور الاول صحيح هدف صحيح مية في المية والناس كلها اعترفت بيه وكنت هتكتبين مباراة ثلاث تقاط اتعادل يعني حاجات كثيرة جدا يا كابتن واضحة للعيان ما حاجتش هدى ليكترها يعني صحيح شكرا جزيلا لنقادنا الرياضي المتميز الاستاذ محمد القوسي كابتن اسامة يمكن كنا بنتكلم عن الخمستاشر نقطة ولكن ده كمان غير الاخطاء التحكمية اللي حصلت في المباراة اللي النادي الاهلي فاز بيها كمان انه ده الاسف ده الاسف زي بقولك كابتن ايمن هنقعد نقول اصل تكنية الفار نقصة اصل الحكام ما تضربوش بشكل كويس اصلي ده كله لكن النهاردة لما تيجي تبص على المباراة الاخرى بنفس الحكام اللي قعدة على الفار ونفس الحكام اللي في الملعب بتشوف لما بيحصل خطأ زي اللي بيحصل في مرة الاهلي حاكم الفاربيا استدعي حاكم الملعب لكن ده بنشوفه بتعمد مش موجود في مرة الاهلي ده موجود للأسف من اول مباراة وزي ما بقوله هرجع وعيد وزيد ده دوري موجه لنادي الزمالك هنقولها يعني بنقولها بالارقام بنقولها بالحالات اللي احنا بنعرضها بنقولها بخمستاشر نقطة الحكام والاجنة الحكام ضيعاها من الاهلي واهده للزمالك ١٣ نقطة الماتشين اللي في الوحادي اللي في الدوري السندي كان بين الاهلي والزمالك اتحط فيهم يا كابت النصر حكام دوليين حاكم ساحة وحاكم ايه فار النادل أهلي فاز في مباراة حتى المباراة التانية اللي كان النادل أهلي فاز فيها حصل فيها تعادل وضيعوا نقط من الأهلي دي الماتشين الوحاد اللي كانوا في بطولة الدوري حاكم فار في ملعب دولي وحاكم على الفار دولي اللي كان فيهم يعني زي نقوله صفوة الحكام في مصر برضو النادل أهلي مدروش يخسروا فيه لكن بالشكل العام اللي احنا شايفينه من أول الدوري لا الدوري موجه النهاردة حتى إبراهيم نور الدين وانت قاعد تتفرج على المباراة النادل أهلي لما يبدأ يحط رتم سريع في المباراة ويعمل ضغط عالي تحس ان الحكم بيموت رتم المباراة بيهديه الفاول يتحس بالأهلي أو طلع الجيش ياخد له ثلاثة أربع دقايق يرجع اللعبة تانية عشان تتلعب يدي ظهره للملعب للاعيبة تحس ان الحكم متعمد كل الكلام ده ده دايما تحكم إبراهيم نور الدين دوري 2019 دوري اللي كان صعب والنادي الأهلي خده في الآخر كل الفرق وقتها يعني ظن تظن يسوق في الحكام المصري كان واقف جنب التحكم المصري وكان تحكم نازيه في الوقت ده فعلا النادي الأهلي ومرضيش وقتها يستعين بحكام أجانب واستعان بالتحكم المصري والتحكم المصري أثبت جدارة في الوقت ده في الوقت ان كل الفرق بما فيه النادي الزمالك استعان بحكام أجانب ولما خد حقه في الوقت ده خسر بطولة الدوري وكانوا براهم على التحكيم الأجانب التحكيم الأجانبين يدوم حقه السناد بالشكل الفج اللي احنا شافينه بطولة الدوري انا بطالب ان النادل اهلي يطلب حكام أجانب يطلب حكام أجانب لمبارياته سواء في الكاس مصر طبعا انت عايز طعم كله حكام أجانب سواء في الملعب والفر علشان تاخد حق لكن بالشكل ده 15 نقطة من بداية مشوار الدوري النهاردة احنا وإحنا قاعدين اه بنقول ساعات فيه أخطال المسلماني فيه أخطال اللعيبة فيه وفيه وفيه لكن بعد ده كله يديني حقي النهاردة لما يبقى عندك أخطائك عليك انت عمسان نحن 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 لما يبقى عليك حق بص لدائما عمرنا عمرنا ملدي شماعة لخسارة مطولة أو خسارة مباراة لكن في الآخر النهاردة يديني الأول حقي وبعد كده الخطأ لما أغلبتنا علينا الحر حتى لو أنا أخطأ أنا قادر يصل لها أخطاء بالضبط؟ أنا مش هستطول لها أخطاء الآخرين طبعا أنا مغلط عربة النهاردة بقول كان فيه أخطاء ومباريات وكده وتغيرات أنا ماشي عارفة أنا عارفة هتعامل معها إنما أنا هتعامل مع أخطاء الآخرين دي ازاي؟ في بعض الأحيانة كابتنان كثير يعني؟ أنا ممكن أقلش أجيب جول في نفسي باب أنا مطالب أجيب جولي يعني أنا مطالب أجيب جولي لكن النهاردة ما تقوليش أنا أجيب جول في نفسي وأنت كمان تحسب عليه يعني تمنع مني جولينا أنا ممكن أجيبهم أنت في المقصدك صحيح طب تعالوا نروح لنقطتنا الرياضي لأستاذ خالد أتريبيو وأستاذ خالد صبعا الخير إيه رأيك ومسلسل التحكيم وأخطاء اللي عن نادي الأهلي بس؟ طبعا الخير يا كابتن أيمان أمتبس على حضرتك وعلى ضيوفك الكرام وأنا بس عندي معلش لو تتمحولي عندي تحفظ بس على كم الأخطاء في فرق جدا بين الخطأ وبين الخطايا ما يحدث مع النادي الأهلي منذ بداية الدولة حتى الآن يعني دارك تحت الخطايا التحكمية والفضايح التحكمية وشايفها إن هي مقصودة وتخرج عن حيث الخطأ البشري يخرج إيه عن حيث الخطأ البشري طالما فيه فارة يا كابتن أيمان يبقى انتهى خلاص تدخل العمل البشري طالما فيه فارة إذن يبقى لو فيه غلطة من البشر غلطة من الحكم وطبيعي ما دايما كنا منقول أخطاء التحكم جزء من كرة القدم أي إنما لما يكون فيه آلة موهودة طعب جدا الآلة إن هي تغلط خاصة بقى لو كان البشر قاعد برا وواخد وقته تماما جدا في إنه يفند أمور ده البشر بيفسد متعة كرة القدم دلوقتي وللنادي الأهلي بس بالضبط هو عندك مجرد أسئلة إحنا بنسألها ليه دايما يعني الهدف اللي بيحرزه النادي الأهلي بيقعد يتراجع في الظهر لمدة ثلاثة أربعة دقائية والنادي الأهلي ما بيكون عنده حق بتجري وكأن فيه حاجة أو فعل فعل مجرم بيحصل بتجري عشان ما حدش في الحق ده اللي حصل النهاردة في هدف النهاردة أنا عندي مجرد أكثرة جدا من بعض الأستاذات التحليلية اللي بتتكلم وتقول لك وجابت تفنية 3D وتقول لك لا يقول لك مدخلتش بكامل استاذات هيبقى خلاص أفكرة مش عادة وإحنا عايزين إيه؟ وإحنا عايزين نتكلم بالحق ولا إحنا عايزين نبرر أخطاء الناس هي ده الفكرة اللي إحنا نجد أن نتكلم عنها المطلوب إيه من أول المتابعة إحنا بنتكلم وأنا سامع كابتل سامح حسني بيقول يعني إحنا عايزين حكام أجانب هو الفكرة كلها إحنا قبل كنا نطلب بحكام أجانب والنادي الأهلي طلب حكام أجانب ومجل السدارة النادي الأهلي طلع بيان راسمي إحنا مش نلعب إلا بحكام أجانب وطلع في تحدي واضح جدا من المهندس أحمد بجاهد تصريح ومجرد ما انتهى مجل السدارة النادي الأهلي منه بيانه كان هو قاعد الثاني وقال ما فيش حكام أجانب والانتو عايزين تعملوا اعملوا معلومات الشخصية إن النادي الأهلي أبدأ طلب راسمي إنه يدفع ثلوس الحكام أو مستحقات الحكام الأجانب مقدماً عشر مباراة تقريباً أو خمس مباراة أي إن كان العدد وبدو تم رفض الموضوع الموضوع مش موضوع ده الاستكمال المسلسل ولا ده الإيه بالظهر؟ طبعاً ده الاستماعات المسلسل لأن البطولة بصها كابتن أيمان اللي مشينش أن البطولة موجهة عنده مشكلة في فوجة نظر لي وجهة نظر أنا هي اللي أنا أحكم عليها اللي مشينش ان البطولة من bidaيتها أو منذ تعيين لجان مؤقت في نادي الزمالك اللي مشينش ان البطولة موجهة من بعدها عنده مشكلة في فوجة نظر ده لازم لازم نعترف بده واللي مش معترف بده أعلى عكبت العين على المشكلة النادي الأهلي على فكرة تكسب بطولات كتير وخصت برضو بطولات كتير وكالبه بقى مقبول جدا أنك تكسر البطولة علشان أنت وحش أنت صيومك إنما فكرة أنك إحنا لا نلوم على التحكيم بس ببالك ولا على التوريه بس إحنا باللوم أنفسنا بس في الوقت اللي إحنا باللوم في أنفسنا ما ينفعش تقول لي ما تتكلمش على التحكيم أنت وحش لأ أنا عايز حقكي خلي بالك أنا وحش بس عايز حقكي بس ده لأنا عايزه بالضبط يعني لما وصلنا لمحالة لنادي الإسماعيلي قبل مباراة الإسماعيلي أنا أكثر النادي في كل مبارياته خلاص ياخد الفطولة بمبدأ المواجهات المباشرة أصبح إنك لازم تعطل النادي الأهلي وضرب الجزاء لأغاية الكل أحترف إن ضربة جزاء أغاية سليمة قدام الإسماعيلي وبالتالي فقدت نقطتين وبدأ نزيد النقاط النهاردة الكل بيحترف إن أنت صلعت يعتبر بعيد جداً وعيد أكثر ملفة بهدف تم التغاضي لك عشان تبعد أكثر هو إيه المطلوب؟ المطلوب باين باين للناس إنك بتوجه البطولة ناحية نادي الزامن دي واضحة واضحة وصريحة دي وجهة نظر إن الموضوع متعدد في فكرة الخطأ التحكيمي لا، الخطأ التحكيمي أنا شاف إن هو مش وارد أو مش صحيح إن إحنا نسميه خطأ تحكيمي لا، ده شيء موجه ضد الناج طب، إيه سبب التوجيه أو إيه سبب التوجه ده؟ لا، سبب التوجه هو إن النادي الزامنك محتاج بطول نادي الزامنك محتاج إنه ياخد بطولة يعني إن استقرار الزامنك أو أنا يعني الموضوع واضح جداً أكثر واضح جداً إن فيه يعني فيه محاولات لمساعدة نادي الزامنك وأنا ما عنديش مشكرة على الفكرة إن النادي الزامنك الناس تقف وراه في أزماته أو فيه يكون فيه مساعدة لنادي الزامنك بس بيكون بشيء شرعي ماشي، هو عنده أزمات إحنا نيزاً بنا إحنا يعني هو عنده أزمات إحنا نيزاً بنا إحنا إنت واخد بطولات شكيرة كبتل ماشي، ما أأخد، أنا مش حقي آه طبعاً مش حقي إن أنا أأخد البطولات، مش أنا وأنا بجيبها من الشارع ما أنا بجيبها بحق بمجهودي، بعرقي، بأدائي، بإمكانياتي، بقدراتي، بإدارتي، بجمهوري أنا بجيبك بطولات بكده، إنما نادي تانية عنده أزمات، إحنا ماننا إيه زنبنا؟ يعني إنت تحرمني من كتاب التاريخ متكرر، تمام؟ وتاريخ متلازم، عشان خاطر فيه نادي عنده أزمات، هو يحل أزمته بعيدة عننا بتاريخ متكرارها، هتمنى إحناً، هتمنى إليها، هتمنى إحنا، انت بتكلف كرة، دي كرة، تشلية إمكانيات، فلوس، انت بتصرف فلوس هي مشكورة بس? اه. اه. مشكورة بك. خلاص ماشي. نروح نتبرع بقى. شكرا جزيلا لنقادنا الرياضي المتميز خالد الاتريبي. اه كابتن وسامة اه دي يعني الزميل خالد الاتريبي. اه كلامه باي كلام? هو نفس الكلام. باللي احنا بيشوفه. من بداية مشهور الدور ما فيش سكة في الحكام المصرية. اه. نهاردة بعد ما كان النادي الاهل النادي الوحيد وارجع اقولها تاني في 2019. كان النادي الوحيد في مصر عنده سكة في الحكام المصريين ونزاهة الحكام المصريين. اه. في الوقت اللي كل او معظم عندية الدورة المتاز جابوا حكام اجانب. علشان العدالة وفي الاخر الاهل وقتها خد. وطولة الدوري. السناد باللي احنا بيشوفه. لأ مفيش انا ما مع destination غير سكة قبل الحكام المصريين ما عنديش سكة في رئيس لجنة الحكام المصرية. احت حد stron. لا بقول اسمه على الهوى ما عنديش ثقة في الكابتن واجيء احمد انه يكون رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكورنة من اللي احنا بنشوفه نهاردة الماتشين اللي كانوا معنا مع نادي الزمالك لما بنتكلم النهاردة على المباراة الاولى اللي كسبها النادي الاهلي اتنين واحد كان الكابتن البنة الحاكم الدولة لكابتن ناصر كان الكابتن محمد عادل على الفار اتنين حكام دوليين عندهم الشخصية عندهم النزاهة عندهم الخبرة عندهم كل حاجة النادي الاهلي فاز بالمباراة المباراة التانية النادي الاهلي اتعادل فيها رغم برضو خطأ تحكيم وكان ممكن النادي الاهلي وكابتن ناصر بيستعرضه كان ممكن النادي الاهلي يفوز بالمباراة بعد راكل الجزاء اللي كانت للرامي الربيعة كابتن امين عمر حاكم ساحة حاكم دولي وكابتن محمود عشور حاكم دولي كان على الفار الماتشين اللي فيهم حكام دوليين حاكم ساحة وحاكم فار النادي الاهلي كان هو اللي الأفضلية على نادي الزمالك النهاردة لما بنشوف بقى بقية التحكيم والحكام على الفارم حكم مش دولي بنشوف لعب كتير في المنشات بنشوف فيه عدم نزاهة بنشوف حالات لا فيها توجيه ده كل اللي احنا شايفينه مداية مشوال الدول علشان كده النهاردة كل اللي انا بشوفه مفيش نزاهة في الحكم المصري او مفيش سقة في الحكام المصريين ومفيش سقة في لجنة الحكام علشان كده بطالب النادي الاهلي ان يكون عند رأيه اللي قدمه من فترة لرئيس اللجنة السيد احمد مجاهد انه يتمسك بحكام اجانب بسبب الاخطاء الفجة نحن بنشوفها من بداية مشوار الدول هتلعب مجالك كلها بحكام اجانب مفيش مشكلة النهاردة انت لما بشوف اللي بيحصل ده مفيش مشكلة النادي الاهلي النهاردة انت يعني الحكام اجانب هيكلفوك كام لكن انت النهاردة بيخصارك بطلاط بيخصارك مباريات النهاردة لا يعني جزء باللي انا بشوفه ده لازم النادي الاهلي يتمسك بحقه النهاردة ان يكون في حكام اجانب لمراية النادي الاهلي القادم صحيح كابتن ناصر يمكن الموسم دوت كان نفسنا من البداية يكون افضل موسم تحكميا وده اللي احنا قلناه في البداية خالص وتفتكر حضرتك وكنا نأمل ان مستوى التحكيم يتطور خصوصا مع وجود الفار ولكن للأسف اللي احنا شفناه ان مستوى التحكيم مع وجود الفار تدهور كابتن هقول تاني كلام وكلذا الكلام كلام حقيقي الحكام اللي تم اختيارها وحاكد تاني الحكام اللي اختيارها هي حكام لازت عندنا الخبرة الكبيرة كابتن ايمن ودي اللي عملت مشكلة وقلت تاني ان كان هناك في حكام اخطأت او حكام اهملت او حكام لم تقدر بسئولية هناك بعض الحكام اللي كانت على مستوى عالي جدا جدا لكابتن ايمن مش كل حكامنا عندهم مشاكل حكام كانت عندها ايجابيات كتيرة جدا جدا المشكلة في ايه ان النهاردة انا كحكم لما اهمل انا لازم يكون في عقاب ولازم يكون في حساب النهاردة الحكم اللي يهمل في تدريب يهمل في الاخطاء التحكمية يهمل في كل حاجة نهاردة مفروض اللاجنة تاخد ضده قرار ولكن خلينا نتكلم الدروس المستفادة خلي بالك خلال الموقف النهاردة الاخطاء التحكمية اللي تم عرضها وقلنا النادل قالت اصطر حدش اختلف لذلك اخطاء تحكمية كتيرة اصارت في الموريات خاصة من حكام الفيديو الحلول ايه يا كابتون انا بكالل خليني ازيد بس على كلام حضرتك اخطاء تحكمية بين قدسين فجة يعني اخطاء تحكمية اصارت كيفان هي اصارت في نتائج النهاردة انت عاوز ايه لما باخصر النهاردة كابتون اسامة نقطتين او تدامونت منت النهاردة تلاتة بونت كافلين النهاردة فرقة تهبط او فرقة تاخد دور اذن النهاردة انا قلت تاني بقول انا قلت من اربع خمس حلقات ان التحكم اللي جاي الامور صعبة وان اختيارات الحكام مهمة جدا جدا سواء حكام ميدان او حكام الفار النادي الاهل تأثر ولكن انا بقول ده يدينا حاجة مهمة جدا الاعداد للجاي للجاي زي ما قلت عندنا قصور في حاجات كتيرة جدا جدا في اعداد حكام في التقنية ذاتها وزي ما قلت كان ده مش هوني بقوله اللي قال الكلام ده بيست حد المؤقت قال ان التقنية لما تم التعاقد عليها كانت غير مطابقة للمواصفات كابتنا احمد بلال عندنا لابد ان يكون فيه نهضة تحكمية ان تكون اللجان للحكام قوية وعندها القدرة انها تقعد في اتحاد الكرة تقدر انها تطور اداء الحكام مش كل الحكام نكابتنا على الفكرة عندهم اخطأ ولكن البعض نتيجة عدم الخبرة ونتيجة عدم الادراك ونتيجة عدم الفهم الجيد للقانون ولكن المحصلة هي الاندية تخسر النقاط بسبب الاخطاء وبخاصة النادي الاهلي بنشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر امتعتنا كالعادة واخطاء بالجملة ولكن هو ده يعني مصير النادي الحكام شكرا كابتن ايمان توفيق يمكن زي ما قاله كابتنا كبار ولكابتن ناصر ونقدر نلخص الموسم في ان الموسم ده التحكيم يحاول يهدي البطولة للمنافس فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجمنا كبار انتظرونا بنراحب بيكم مرة تانية عزامشا دين كابتن قسامة ليه ما بنشوفش ده غير في مباركة النادي الاهلي بتكلم على الاخطاء التحكمية طبيعي انت بتاخد كل البطولات يعني انت بالك سنين انت بالك سنين تقريبا 95 ل 99% من بطولات مصر وإفريقيا النادي الاهلي هو اللي بيستحوز عليها وبياخدها فتملي اللي بيكسب ده على طول او تملي البطل ده على طول هتلاقي ناس كتير بتبقى عايزها توقعك ده طبيعي يعني بس انا عايز برضه اقول يعني دي جزئية والجزئية التانية مهما انت كنت قوي وبتكسب وكده في العالم كله مش هتاخد كل حاجة يعني انا عايز اقول ايه انت بقى لك سنين سنين بتكسب 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 حتى السنة دي في ظرف كام ثمان شهور ولا ست شهور واخد بطولتين افريقيا اي واخد سوبر مصري سوبر افريقي كاس مصر يعني كل حاجة فطبيعي ان بيجي لك كل فترات طويلة قوي بتخسر بطولة ولا حاجة طبعا في جزء كبير قلنا انه في اخطاء جات من اخطاء تحكمية ولكن حتى في الطبيعي هيجي لك وقت ممكن تخسر فيه لكن زي ما بتقول انت تخسر باخطاءك انت دي حاجة طبيعية وانت بتحسب نفسك عليها وبتوقف مع نفسك وقفات اذا كنت بتحتاج لعيبة في وقت اذا كنت بتضيف لعيبة اذا كنت بتعدي المسارك لكن المشكلة ان ما يجيش اخطاء من اشياء خارجية اهي اهي دي بقى النقطة صحية اللي احنا يعني بنتكلم فيها ف يعني النادي الاهلي بازل جهد كبير جدا السنة دي اه زي ما قلنا فترات طويلة اللعبها ما بتستريحش سفريات كتير جدا 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 في وقت دي اه ماتشات مضغوطة بدرجة كبيرة جدا اه كم ماتشات تراكم عليك في فترة ديقة موضوع مش سهل خالص لانك بتضطر انك يعني او مش بتضطر الظروف بتخليك يحصل قدر رأي سابات اه يحصل مشاكل في بعض الاماكن المؤسرة من ضغط وتلاحم المباريات فكل ده النادي الآن يتحملوها مع ذلك اه كسب تقريبا كل البطولات اللي شارك فيها وحتى هذه البطولة الامور لسه موجودة صحيحة الامور تصعبت ولكن اه اللعبها لازم تبقى فاهمة ان هي لازم التلات ماتشات الجايين يكسبوا التسعة بنت ومنهمش دعوة يعني هو من اول الماتش الجاي اللي هو ماتش المصري لازم يكسبوه صحيح اه اللي بعديه اللي بعديه بس المهم من الاول الماتش المصري عشان الجماهير تبقى حاسة انك انت قديت اللي عليك رغم انه انه اكيد فيه انا عارف انه فيه بعض من جماهير النادي هتبقى متدايق النهاردة عشان الخسارة وكده لان احنا متعودين او الجمهور متعود بطولة يعني من بطولة البطولة البطولة انت عايز تخش في اي حاجة بتكسبها صحيح جمهور الاهلي يعني اداراته ولعبته واجهزته الفنية عودت الجماهير على كده فيه ناس غيرنا بيعودوا بالسبعة والتمن تسعة سنين ما بيكسبوش بطولة والامور عادية عندهم فالجمهور هيزعل بعض الشيء من اللاعبين ولازم اللاعبة تبقى مستوعبة ده لكن المهم انه هما في الثلاث مطشات الجايين ومن اولهم مطش المصري انه يحاولوا يكسبوه وهم لازم يبقوا فاهمين انه انه ممكن حد يتكلم بطريقة مستفزة شوية او حد يعلق تعليق مش مظبوط ده متوقع وكلنا عشنا وشوفنا لكن هما عملوا انجاز كبير بمكسبهم لكل البطولات اللي دخلوا فيها قبل كده اكسبوها وادوها بشكل كويس باسم الله رب العين طيب معانا على الهاتف نقضنا رياضي كريم سعيد صباح الخير يا كريم صباح الخير يا كبتن عيمن وصباح الخير لكل بيوفي الكرام وصباح الخير لكل مشيق هيا رأيك في اللي حصل النهاردة ومسلسل خطايا التحكيم المستمر وطبعا كنت اتمنى طبعا الكورة التي تتحول لكورة جدالية من الكورة واضحة الكورة من الكاميرا الجانبية واضحة جدا جدا الكورة تعطت بكامل محيطها خط المرمى اعتقد كمان لو كان في الكاميرا يعني عليا او راخدية كذلك كان هيتم بتأكد الكورة خلاص بكتر عن هدف وحيح وقد اتمنى حتى اتمنى من حكم البار وكابتن برهين ريدين هم ياخدوا وقت اكتر من ده شنو ثانيا اللي انا شوك فيهم انا اعتقد لو حسبت المدة الزمنية كابتن برين ريدين وكابتن اعتقد اسمه محمود سيوني خدوها عشان يحتموا القرار لما كلموا بعض اعتقد ما عددش العشرين ثانية اعتقد سنفي بعض الحالات الاخرى اللي مش واضحة اكتر من ده بتاخد اعتقد ثلاثة واربعة لخمسة سهاية كنت اتمنى ان الكابتن برين ريدين حتى يقوله طبرا ماحتاج اشوفها عشان يتاكد اكتر لان النفاية عن طبعه احنا عشان ده هي مباريات جهد موسى حتى كابتن شاطر لان لازم الوكام ياخدوا عشان يدوا العدل اهم حاجة ان العدل هو اللي يكون موجود في القرارات اي العدل رايح يمين مش مهم بس مهم يتدخل لقرارات العدلة ولكن في كل احوال اللي حصل حصل وقدر الله مشاءة فعل جدا 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 المال وحظوظ ندل اهلي فيه دقا بالدوري قالت كتير ربما نتكلم في التسعين في المادي نادي الزمالك عشرة مال نادي الهلي ولكن ثلاث مباريات اللي جايين ملهمش يعواقه بحيث حسن الدورة ولأ هتنتكلم على سيستم مالي على سيستم لعيبة سيستم جهاز فني ان احنا ديما بنلعب عشان اخطاءنا بنلعب عشان نبص احنا عندنا يعني معتركات كتيرة جاية عندنا كاس سوبر عندنا كاس مصر عندنا بداية دور عندنا كاس العالم للاندية كل البطرات دي ربما تبدأ من ثلاث مطريات الزيون عشان هما دول اللي يوار يوار ومهور ان الفريق ماشي على سيستم واحد والساء الله حتى لو ربنا سبحانه وتعاله موافقش بطورة تديش مشكلة في بطرات كتيرة جاية اكيد كمهور الاهلي والمنظومة النادي الاهلي كلها مهتمة ان شاء الله بقى ازن الله ربعين كريم يمكن الموسم كان صعب جدا 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 على النادي الاهلي تعرض النادي الاهلي فيها لكل الضغوط التي تعيق مسيرته ولكن الحمد لله موسم من انجح المواسم اللي مرت على النادي الاهلي طبعا كتبت ايما اتكلم صراحا بيت مسيماني نفسه لما جيد تعاين مجيز فني نادي الاهلي يعني كيف وقت ضعب جدا وانقذ للمنظف اللي حضرنا فيه لما خاف قرار الرحيل قبل دول الافصال قبل دفات اي بيت مسيماني افصل بداية وكانت طبعية تبعثتش مع مجيز فني في الصيف بياخد فترة الاعداد بتاعته بيختار القائمة بتاعته لأ كل الامور دي ما كانتش متلاصلة فيه موسمين كمان الراجل لما اشتغل الموسم الاول دخل عليه الموسم التاني على وطبعا الموسم التاني بقى كان ساما غريب جدا هنت تتكلم على موسم متلاحم وظروف كورونا بتوقفات التولية وبأكيز ببريات ومونديات بعد كده عمداد استكس كمم مونديال جاية فكل الامور دي انا اشتغل ان احنا عدد بس صعبة جدا 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 من جميع النواحي ولكن لغا الوقت نظري ان احنا محقققين الحمد لله ما يقرب من تبعين في النية من او من احداث المحفو وعطاقت حكي ان احنا يعني كنا نقول اللي نكسب دي دورة بعض ده عطاقت امل واني بنتمنى وكمان انا عم اشتغل اتمنى بإذن الات الات انت بقى شايفة لقب دولي ابطال افراج في الموسم التالت عالتوالي ده حلم احنا بنحلم ده انا نخطنا مرة هنعمله في اه سنة 2007 ده لما تغلبنا من نجم السحي لما تغلبنا من نجم السحي السنة الجاية وانا شايف تاني اه تي اخطاء طبعا عندنا وحدين من الممضوط للأهل بتلوهم نفسها قبل اي شيء ولكن الجيل ده والمجموعة اللي شغال اللي ده ده هم بتراحة من الرفيض عند المهور وعندنا كمحلدين وكمحلقات بالشغل والفترة والنجازات اللي عملوها صحيح كريم وشكرا جزيلا لزميلنا العزيز كريم سعين كابتن علاء لو حابب تقول كلمة لعيدة الناجي الاهلي وبالمهير للناجي الاهلي يعني انا قلت الكلام ده من شوية ايمن اللي حصل اللي حصل النهارده وحصل الام دي او حتى هيحصل في نهاية الدوري عمرو ما هيقل ابدا من قيمة لعيدة الناجي الاهلي وجهزه الفني والمجهود الكبير اللي عاملين والانجازات اللي عملوها يعني تسعى بعد غياب كان فترة طويلة جدا بعدين العشرة وبعدين ما شاء الله كاس ودوري والسوبر الكلام ده في كله في ستة شهور استحال يحصل فيه ناس بتقعد بتفضل مثلا ستة سنين عشان تعمل بتلتين تلاتة انت عملت كل بتقعد في ستة شهور وبتلعب كم مباريات في اوقات دايقة جدا واللعيبة الحمد لله مكملة وكل واحد بيبزل اخصى مجهود فانت بتكلم في منظومة محترمة جدا كل التحاول التأدير لها بغض النظر عن ايه اللي يحصل في الدوري انت النادي الاهلي يعني تلعب تكمل مباريات الدوري ان شاء الله على المكسب وعلى شكلك وعلى عدائك اللي يحصل يحصل مش فرقة وانا قلتها يعني ممكن تخسر بطولة بس الناس حيس ان انت مخسرتاش انت وحش اه انت ممكن انكم ضيعت بعض النقاط مسئول شوية عن بعض النقاط الموضوع موضوع الدوري كان في ايدينا احنا ممكن انكم بضيع ضيانة بعض النقاط شوية لكن كمان في عامل خارجية ما اثرنا فيك تأسير جامل جدا 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 وتكلمنا في الموضوع ده طوال للستوديو النهاردة لكن ده ما يقللش من اجازة فن خيمته الكبيرة جدا اللعيبة والمجهود العظيم الكبيرة عاملينه والبطولات اللي جابوها لجميري النادل الاهلي واعتقد جميري النادل الاهلي دايما بتقدر لعبتها بتقدر اجازية فنية بتقدر ادارتها واعتقد جميري النادل الاهلي عمرها ما يعني عمرها ما تفتكر حاجة على العابة النادل الاهلي خلص كل التحاول التقدير لهم وجمير النادل الاهلي جمير وعي جدا جدا دايما معك في كل حاجة في ظروف اسوأ من كده بكتير وجمهيرك في ظهرك ومعك ودي برضو يعني الحمد لله عندك نوعية جمهير زي دي مش جمهير بتقلب عليك في ثانية لا جمهير دي وعي جدا وعارف هديه بتتعب وعديه انت جبت بطولاته وديه فرحتها عشان كده جمهيرك وراك الناس كلها بتحسدك على كم جمهير وراك في كل الاوقات ما فيش جمهور بخرج على النص هو تحس ان كل حاجة الحمد لله في النادل الاهلي مش يصح حتى بجمهير النادل الاهلي فكل التحية والتقدير للجهاز الفني للعيبة وان شاء الله مزيد من البطولات وانتو ما أسرتوش ولكن مش بايدك مسؤول شوية عن بعض الحاجات لكن مش مشتولي الاسطلية كاملة في حاجات مش مشتول عنها لكن جمهير النادل الاهلي ممكن تدقى شوية لكن مش هتزعم من اللعيبة مش تاخد موقف منها لأ انه عارف العبيدة هدقية تعبنة وهدقى فرحتهم كتير جدا عشان كيف يقول لك جمهير النادل اهل الجمهير معي جدا ورقي جدا وان شاء الله نكمل بتلات مباريات المطبخين النادل الاهلي المطلوب من العبائي الفترة الجاكة ولا حاجة تركيز ان شاء الله بتلات مباريات اللي جايين عايما هم يكسبوا بأداء باختناع وما يبسوش بقى حاجة تانية خلاص ان هيحصل هيحصل لكن بتلات مباريات بتسع نقاط ان شاء الله قدوم كواس جدا 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 وينسو كل ينسو كل اللي حصل انت النهاردة انت النهاردة في حاجات انتش تقول عنها خالص على فكرة بس خلي بالك احيانا الحاجات كمان اللي انت مباريات مسؤولة عنها تحس انها ممكن تحبطك يعني حتى لو حاولت ان انت ما تفكرش بيها ولكن الواقع بالنسبة لنا صعب برا الملعب لكن او بتنزل الملعب خلاص انا يقول لك انت في منظومة مش هتخليك تبعد يعني كلامنا كابتن السيد النهاردة بيتكلم لكن في نهاية الكلام زي ما احنا ونفس تركزنا ونفس نفس الهدف بتاعنا نلعب مباريات مفيش تخازل مفيش انك الدور ضع مفيش ان انا عندي حالة خلاص زهق من اللي بيحصل خالص مجي لعيبة النادي الاهلي ممكن جايز الداع لأي حد تاني لما لعيبة النادي الاهلي لأ لأ طبعا خالص وتفكير تاني وجايز فاني في الكلام الكواس قوي وفوق كل ده ادارة حكيمة جدا 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 عارفة عن ايه النادي الاهلي وعارف العائبة النادي الاهلي وبدخل في الوقت مناسب وكيكة محمود هيبقى ليه دور جامع جدا في فترة الجاية لانه ممكن بعض اللي باتحس تحسيته دائما بس هيبقى نسبة بصية جدا لكن الكلام كله ان احنا احنا نادر الاهلي يا ما خدنا بطلقة الحمد لله فتركزنا في الملعب بس هو ده ده اللي ميزنا عن غيرنا ان انت كل واحد بيعمل شغله بس ادارة بتعمل شغلها مدير الفني بيعمل شغله لانت تعمل شغلها كل واحد عايز في المكان بتاعه بيركز فيه انا عندي ملعبي فبركز ملعبي اي عشان كده انت النادي الاهلي الموضوع انا قلت بلوم مرة انا الموضوع مش موضوع يلا نعمل فرقة لانا موضوعه كبير جدا 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 عايش في روتير جدا 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 وحاجات صعبة اي حد يوصل لها عشان كده انت النادي الاهلي انت لوحدك في مكان تاني خالص بغض النظر بتاخد الدور السنادي من تخش الدور السنادي انت هتفضل النادي الاهلي في مكانة لوحدة خالص مع الاحترام كل الاندية لكن اللي عايز يعرف معنى النجاح يبص موظومة النادي الاهلي بغض النظر صحيح صحيح كابتن وسام لا زي ما انا قلت وكلنا قلنا انه مش هينتقس مننا اذا حصل لقدر لهم وما خدش الدوري كل الستوديو اللي قعد ده سواء وسامة بلال علاء انت انا خسرنا خسرنا دوريات وخسرنا افريقيا لكن المجمل الاكتر المكسب وده طبيعي وزي ما بقولك اذا بعض الجمهور هيبقى زعلان او في بعض الناس بتعمل حاجة ممكن لعيب ما يبقاش واخد عليها او مش حاسسها من جمهور الاهلي اللي انه كان في النادي تاني بيحصل انا انا واحد بالناس احنا بننا عبدالوقتي احنا استوديو تحليلي بس اسمنا مرتبط بالنادي الاهل انا ليه اصحابي اهلوية لما النادي الاهلي بيخسر بيقعدوا يهاجموني كأن انا في الملعب والله ده بيحصل يعني وصحابي بقربين لي يعني بيهاجمني ويكلمني كأن انا كنت بلعب المباراة فاللي انا عايز اقوله ان الجمهور بتاع النادي الاهلي بيقف معك في الصعب اكتر من السهل يعني في الوقت اللي انت بتبقى خسران فيه او بتاع اكتر في الصعوبات لكن في فترة هيبقى متضايق شوية فلازم اللاعبة تبقى فاهمة ديه يعني في بعض الناس ممكن ع السوشيال ميديا على هيقابل واحد في الشارع يقول له كلمة مستفزة لانه هو متنرفز لانه عارف انه يعني النادي عوده انه تمالي هو اللي بيكسب لكن ده الحقيقة مش هتفضل مستمرة كده فاللي انا عايز اقوله ان جمهورنا طبعا واعي لكن لعبتنا لازم تبقى فاهمة ان هي قد الدور كويس والجهازهم الفني واخدوا بطولات كتيرة لكن ينسوا ده وراء ظهرهم من مطش المصري يحول يكسب يحول يكسب حتى لو حتى لو المنافس فضل الفرق ده ما تعدش توسع الفرق يبقى انت عملت عليك ما ترميش الفوطة يعني لازم تأدي وكأنك انت يعني الامور لسه وممكن لسه فعلا فانت تركز في ده انت ما تعرفش الدنيا هي الفرصة قالت ولكن مازال ايوة لا نقصده كده فما ترميش الفوطة يعني لازم تبقى واقف على رجلك وصالب وقوي لانك انت انت البطل وانت الواخد اكتر بطولات وانت الكسبان كل البطولات السنة دي وانت فما تتهزش ولا تنهار يعني لازم تبقى واقف على رجلك هو كابتن علاء تطرق لحاجة انت ممكن تخسر بطولة لانك وحش اه او في بعض التأثير ولكن لما تخسر بطولة وانت حاسس ان في عوامر خارجية هي السبب دي برضو خلي بالك بتعمل لك نوع من انواع الاحباط ماشي بس يعني انت برضو كلاعيب الناد الاهل لازم تبقى صلب ولازم تبقى قوي ولازم تعرف ان انت خدت حاجات كتيرة حتى لو فيه اخطاء خارج الملعب اثرت عليك او اخطاء تحكمية او غيره لازم برضو تبقى صلب وقوي وتبين للجماهيرك انك انت بتلعب للثانية الاخيرة انك بتلعب بتخاتل لاخر لكننا زي الناد الاهل معروف عنه انه اهداف كتيرة جات بعد الدياعة تسعين يعني الناس بتقول لك احنا ممكن نبقى هنقفل الماتش خلص ولسه مش عافل الاهل يكسب ولا لا يعني من يعني فانا انا اقصده انك انت برضو في البطولة كبطولة لازم تلعب لغاية النفس الاخير ما تستسلمش حتى لو فيه اخطاء خارجة عن ارادتك فتمنى التوفيق ان شاء الله في الماتشات الجاية ولسه بطولات جتير هتيجي ولسه كاس مصر ولسه بطولات اخرى جاية للفرقة يعني فموسيب ناجح وهو جمايرنا مش هنقول ما تزعلش طبيعي انه زي بقول لك الجمهور بيزعل شوية لكن ان شاء الله باذن الله اللعيبة يعني يتكمل مشوارها اللي عملته في البطولات اللي فاتت وينهو الموسيب بشكل كويس انا لسه خلي بكبت ان عندنا كاس مصر وعندنا سوبر مصري الاديم وعندنا سوبر افريقي كمان مزبوط كل دي بطولات اه فانت لو حسبت في العالم كله الاندية الكبيرة اللي خادت بطولات النادي الاهلي يمكن هيجي رقم واحد او اتنين في العالم بالنسبة البطولات العالمية فما فيش نادي مش هيجي له مسابقة يعني بطولة توقيت تقريبا 138 بطولة اعتقد انت في المقدمة اه 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 تقريبا كان نادي واحد هو اللي تساوي معنا او سابقنا واحنا يعني اللي نقصده انه كل قدية العالم بارسولونة ريال مادريد بيرن منشستر كله ببعض البطولات هيخسرها يعني فهه لكن المهم إنك انت بوقف على رجلك وتلعب للنفس الأخير هي دي رسالتي لللعبة والجماهير نزعل شوية لكن الحياة مستمرة وان شاء الله والقلي خاد كتير قوي والسنى دي كمان تحديدا وان شاء الله نكمل يعني بإذن الله كابتن بلال موسم كان صعب جدا ولكنه نجح جدا طبعا أنا بشوف أن الموسم ده من أنجح المواسم على مدار السنوات اللي فاتت دي كلها موسم أنت خدت فيه جماعت فيه بطولتين إفريقيا خدت فيه بطولة دوري عام موسم أنت خدت فيه بطولة كاس مصر بطولة السوبر المصري وكان الموسم خد بالك أنت العادي بتاعك كنت بتحط بطولة الكاس على جنب شوية وبعدين تركز في الدوري وبعدين إفريقيا الموسم ده مجملا يعني خدت فيه كل البطولات حتى الإنجاز اللي أنت حصلت عليه إنجاز تالت عالم كان برضو في الموسم ده مش حنوم اللعيبة المفترض العكس يعني زي ما أقول المفترض أن نحتفي باللعيبة دي ونحتفل بها أيضا يعني أنت بتتكلم في فريق يعني تأب كتير جدا 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 معاناة داخل الملعب معاناة خارج الملعب سفر أنت بتسفر إفريقيا ترجع لدوري عام كاس مصر بتروح إفريقيا تاني ترجع لدوري عام تاني والمسافات الزمنية يعني زمان كنت عشان تلعب مباراة في إفريقيا لازم بعدها بسبوع تلعب في الدوري العام أو ساني السنة دي لا السنة دي ممكن تلعب سبت واربع واربع تلعب في الدوري العام يده بترجع على طول تمرين التاني لنفسك بتلعب في الدورة العامة. فعايز أقول اللعيباً السندي قدت العلاب شكل كبير جداً 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 وأتفق مع كابتن أسامة. ما فيش فرقة في العالم بتعمل اللي النادي اللي بيعمليه. فيش فرقة. العالم ممكن تاخد تسع بطولات ولا تامن بطولات في وسمين. لازم هتسقط منك حاجة. ده وضع طبيعي. خذ بالك. انت سقطت منك الدورة العام نتيجة لكل الحاجات اللي انت مريد بها السنة دي. انت بتلعب متشات متلاحقة سبعتاشر مباراة تقريباً في أقل من شهرين أو شهرين تقريباً. بتلعب فيه وبترجع تلعب أفريقيا وبعدين تكمل على الدورة العام تاني. بترجع تلعب متشات متلاحقة. بتلعب كل تلت يام مباراة في اجهات غير طبيعي. فطبيعي انك تجي آخر السيزن انك تبقى مجهد. طبيعي انك تجي آخر السيزن انك تبقى. عندك حالات إصابات عضلية كتيرة جداً، طبيعاً أنك هتيجي آخر سيزن بعد موسمين من الإنجاز الغير طبيعي والتركيز الشديد جداً والتعب والمجهود الكبير جداً اللعيبة بازالته، طبيعاً أنك هتيجي في وقت من الأوقات أنك هتوبة مش قادر تكمل ومع ذلك، ومع ذلك زي ما قال كابتال العلقة من شوية، وإنت مش قادر، وإنت تعبان، وإنت مجهد، وإنت سترزد، أنت ما بتخسرش الدوري عشان أنت وحش، عشان أنت قليل، مش عشان أنت فنين الأقل من الخصم، لأ أنت تخسر دوري عام نتيجة لأحداث كتيرة جداً جداً منها التحكيم السيء جداً جداً اللي بيحصل في مصر، الفار، اللي لم نكتشفه حتى الآن، ولم نكتشف إمكانيات وقدراته حتى الآن، لسه ما نكالش في ماتشات النديل آه؟ خالص، إطلاقاً، على الإطلاق، طريقة طريقة إختيار الحكام نفسهم في المباراة الأخيرة، واللي إحنا بنتكلم عن الفير بلاي، وإنت إزاي؟ يعني أنت بتلعب كل الفرق في توقيت واحد عشان خاطر يبقى في عندك فير بلاي، ومع ذلك أنت الحكام اللي بتختارهم، مش على قادر مسؤولية المباراة النهائية، لأن المفترض أن الماتشات دي ماتشات كؤوس، النقطة فيها، الهدف فيها بيفرق مع كل الأندية، فعايز أقول، موسم فعلاً للعيبة النادي الأهلي، وجمهور النادي الأهلي، ومجلس إدارة النادي الأهلي، وجهاز النادي الأهلي، موسم ناجح جداً 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 جداً، بكل المقاييس على جمهور النادي الأهلي ويحتفل بهولاء اللعيبة، ومعنا الناس التانية تعملين، يعني لما احنا نبقى زعلانين كده، ومتدايقين وعرفانين، احنا عشان تعودنا على كده، تعودت على المنافسة الآخر وقت، تعودت على البطولة الآخر وقت، لكن لما تيجي تبصر الناس التانية، لا، الناس التانية بتفرح لما كل عشر سنين تأخذ بطولة، يعني، ها مش الكنسف بتاع النادي الأهلي، ولا ده عقلية النادي الأهلي، ولا ده المنتالة بتاع النادي الأهلي، ولا جمهور النادي الأهلي كمان، بس يا جماعة لازم نفرق، لازم نعرف ان العيبة دي اكتهدت وعملت كل العليها، حقاية بطولات وحقاية إنجازات في وقت قصير جداً، في مباراة مضغوطة جداً جداً جداً، انت بتاخد بطولة إفريقيا، وبعدها أسبوعين ثلاثة داخل على بطولة إفريقيا تانية، وعندك تحدي جديد، انت بتعمله كنادي ومجلس إدارة، وكلعيبة، وكجمهورة أيضاً بتخلق تحدي جديد عشان تاخد بطولة تانية، وتقدر فعلاً تاخد البطولة وتحصل عليها اللي بعد كده، وعندك تحدي تالت برضاً في بطولة إفريقيا جاية، فعايز أقول يعني بحي اللعيبة دي على سيزن كبير طبعاً جداً جداً جداً، وبالتوفيق إن شاء الله. بيزنك، فنوسامة يمكن موسم مليء بالصعاب، ولكن لجال النادي الأهلي تخطوا كل الصعاب دي وأحرزوا غالبية البطولات اللي دخلوا فيها السنة. بشكر للاعبة النادي الأهلي على مدار الموسم، بشكر موسماني، هما هما نفس اللعيبة ونفس الجهاز الفني اللي قدروا يسعدوا الجمهور ببطولات، بالمناسبة بطولة أفريقيا التاسعة اللي كانت غايبة عن نادي الأهلي سبع سنين، هما نفس اللعيبة ونفس الجهاز اللي قدروا يرجعوا غياب البطولة بعد سبع سنين، اتنين أفريقيا في سنة واحدة، سوبر أفريقيا برضو كان غايب عن ناد الأهلي سبع سنين، تالت العالم الإنجاز اللي بيتكرر المرة التانية في تاريخ ناد الأهلي، كاس مصر البطولة برضو كانت غايبة عن ناد الأهلي كذا سنة، فهو نفس اللعيبة ونفس الجهاز بنشكرهم على موسم استثنائي اتحملوا فيه كتير، لكن علشان توقف الناد الأهلي لازم يبقى فيه فعل فاعل لما تحاول تخسر ناد الأهلي بطولة، في ظل النقد اللي احنا أو السلبية اللي كنا بنتكلم فيها، كانش الناد الأهلي بياخد حقه، نهاردة شفنا التحكيم اللي بخسر الناد الأهلي لمبارياته بخسر الناد الأهلي لنقاط، شفنا الناس اللي بتحط جدوى للمسابقة، وكنت بكلم من شوية عن ضغط المتشاط الكبير، وأنا بقول لحقاك كابتن أيمان بالأرقاب من يوم 14-4 ليوم 10-5 يعني بتتكلم في 26 يوم، لعبة النادي الأهلي بتلعب 9 متشات في الدور المتاز بتخسر منهم 8 نقاط، لما بتلعب 14-4 قبل كس مصر النصر بتلعب بعدها 18-4 مع الزمالك، 21-4 بتلعب 24-4 27 يوم 30-35-6-15-5، فبتتكلم في 26 يوم بتلعب 9 متشات، مين النهاردة هاتلي نادي في العالم أو لعبة في العالم بتلعب 9 متشات في 26 يوم، يعني بتتكلم في كل 48 ساعة أو 72 ساعة بتلعب مباراة، ضغط كبير، ضغط كبير، وكان مقصود زي ما بقول لك، النهاردة مباراة النصر كانت في كاس مصر اللي الطلب أو النادي الأهلي طلب علشان يحطها قبل مباراة أفريقيا، ورجعوا، وبعد مدوا الموافقة، النادي الأهلي تفاجئ إن المباراة حطت بعد أفريقيا علشان تضغط الدوري، وكانت مقصودة علشان تقدر تخسر النادي الأهلي نقط، في الوقت إن أنا النهاردة أنا الرقم واحد في مصر وفي أفريقيا ومشرف الكرة المصرية، بكون هو ده عقاب الرقم واحد في مصر، إن أنا أضغط له مطشاته وأضغط له الجدول بتاعه، ويجي النهاردة التحكيم عشان يكمل برئاسة الكابتن واجه أحمد، وبعد أقرر وعيد على الكابتن واجه أحمد، النهاردة اللي كان بيعين حكام الفار في 18 مباراة كابتن أيمن، في الدور المنتهيس في بداية الدوري تخيل 27 حكم فار، منهم 20 حكم لم يحكموا في الدور المنتهيس. ده أنا بديك إحصائيات علشان تشوف مدى التحكيم ودوره العطة لنادي الأهلي السنادي، وخاصة حكام الفار، النهاردة ما درتش تلعب في حكم الساحة، فالنهاردة كان التحكيم أو كان اللعب كله في حكم الفار، في المقابل النادي الأهلي بياخد بطولة أفريقيا من حكام الفار، اللي كان عندهم عدالة ونزاهة وشخصية، زي أنا كان بلال بيقول في مباراة الترجي ومباراة النهاية مام كايزر تشيفز، النادي الأهلي إحنا فخرين باللعيبة بتاعتنا، بالجيل دوة اللحاء بطولات كانت غايبة عن تاريخ النادي الأهلي بموسماني، هو هو نفس المدير الفني اللي حقق مع اللعيبة بنشكرهم، وتمنى من إدارة الأهلي والقائمين على الكرة في النادي الأهلي يعملوا احتفالية للعيبة دي كبيرة علشان يقدروا يشوفوا أو يفرحوا بحجم الإنجازات الحواء خلال الفترة الفاترة، احنا قابل في بطولة الدوري، الأمور الصعابة، بيتصعبة بشكل كبير، لكن برضو الكرة فيها كل شيء، هننتظر، نازلنا متمسكين بالأمل، متمسكين بالأمل، عندك ثلاث ماتشات، اللي في إيدك إنك تكسب ثلاث ماتشات، لكن احنا بنقول برضو رغم الأمل ضعيف، لكن فخرين بالعيبة النادي الأهلي وجهز الفني، وبنشكرهم على الموسم الاستثنائي اللي كان مليء بالبطولات، صحيح، والتي انتهت بتعادل النادي الأهلي مع طلاقع الجيش والفار بدون أهداف، حابب أشكر نجمنا الكبار اللي شرفونا النهاردة، بعدما يتمنى للنادي الأهلي كل التوفيق إن شاء الله لمبارات القادمة، كابتن علاء ميهوب، ألف شكرا كابتن، اشترفتنا ونورتنا، شكرا كابتن، شكرا عيمة، كابتن قسام عربي، نورتنا كابتن، ألف شكرا كابتن، كابتن أحمد بلال، نورتنا كابتن، وسهرناك معلش، الله يخليك كابتن، ألف شكرا، كابتن نوسام حسني، شرفتنا كابتن نورتنا، شكرا كابتن، شكرا كابتن، وشكرا لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى، والستوديو تحليلي آخر لكم مني، أطيب المنى، وعرق تحياتي.